بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر المجلد الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وبعد فقد من الله تعالى بإتمام تحقيق هذا السفر الضخم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لمؤلفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وتم تحقيقه بفضل الله على هيئة ثلاث أطرحات للدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعصرة بكلية أصول الدين بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد أتم الباحثون رسائلهم وتمت مناقشتها جميعا وحصل الباحثون على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى ورغبة في إخراج هذا الجهد العلمي المبارك للناس اتفق الباحثون على طبعه بالتحقيق فقط دون الدراسة وذلك تخفيفا لحجمه حيث بلغ حجمه بالدراسة والتحقيق للرسائل الثلاث ستة مجلدات ولكن للفائدة تم تقديم تمهيد مختصر بين يدي الكتاب يجتمل على أربع فقرات هي رقم ألف ترجمة مجزة للمؤلف رقم باء سبب تأليف الكتاب رقم جيم عرض مجمل لمحتوى الكتاب رقم ح وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب ولا شك أن هذا الكتاب قد ظهر بحمد الله تعالى في صورة جيدة من التحقيق والضبط وخدمة المص إلى درجة كبيرة تجعل القارئ يحس بالفرق الشاسع بين الكتاب في طبعته القديمة المتداولة وطبعته الحالية بعد التحقيق وقد مر هذا العمل بمراحل من العمل والجهد والمثابرة قدمها الباحثون طيلة سنوات إعداد رسائلهم على مدى ثلاثة أعوام لكل منهم وكان للمشرف على الجميع الأستاذ الدكتور عبد السلام محمد عبد فضل كبير في ذلك بعد الله تعالى ولا نملك بعد هذا سوى الدعاء إلى الله تعالى أن يجزي الأستاذ المشرف كل خير ويجزي خيرا كل من أسهم في هذا العمل العلمي العظيم بجهد وتوجيه في كلية أصول الدين ممثلة بقسم العقيدة والمذاهب المعصرة كما نحص بالشكر أصحاب الفضيلة الأساتذة الذين شرفوا بمناقشة البحوث وتفضلوا بتوجيه الباحثين ونأمل أن نكون بإخراج هذا الكتاب للناس قد قدمنا خدمة للإسلام والمسلمين والله حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المحققون الدكتور علي ابن حسن ابن ناصر الدكتور عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر الدكتور حمدان ابن محمد الحمدان القسم الأول مختصر الدراسة ترجمة مجزة للشيخ المؤلف وفاته وشيء من سناء الناسلة سبب تأليف الكتاب عرض مجمل لمحتوى الكتاب وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب عنوان ترجمة مجزة للشيخ المؤلف عنوان اسمه ونسبه هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن الخضر ابن محمد ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي الإمام الفقير المجتهد المحدث الحافظ المفسر الأصولي الزاهد الناقد نادرة العصر ذو التصاميف والذكاء والحافظة المفرطة شيخ الإسلام وعلم الأعلام والده هو العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم وجده هو الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات مؤلف كتاب الأحكام وتيمية لقب جده الأعلى أما سبب هذا اللقب فقد نقل ابن عبد الهادي عن ابن النجار قال ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت وعظة فنسب إليها وعرف بها قلت وهذا أمر مألوف جدا وخاصة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك من تشابه الأسماء وتشابه الأعلام فإن الناس يكونون في أمس الحاجة إلى ما يقرب الشخص إلى أذهانهم فتتصوره بسرعة وتأمن من اختلاطه بغيره وأبرز شاهد على ذلك محمد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث يسمى محمد بن الحنفية أما أرويمة الشيخ فهي عربية نمرية كما نقل ذلك الشيخ زهير الشاويش عن نميرية شيخه محمد بن مانع قوله إنه عربي نميري وذلك مذكور في مصورة شرح بديعة البيان لابن ناصر الدين وبخطه عند ترجمة جده في الصفحة 410 وعند ترجمته في الصفحة 424 عنوان مولده ونشأته ولد رحمه الله بحران يوم الاثنين العاشر وقيل الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 661 هجريا وبعد ست سنين اضطرت عائلته إلى الرحيل عن حران اضطرت عائلته إلى الرحيل عن حران بسبب جور التطار وكاد العدو أن يدركهم لولا لطف لولا لطف الله بهم واستغاثتهم به سبحانه وقد كانوا يحملون كتبهم على عجلة لعدم وجود الدواب ثم قدموا دمشق سنة 667 هجريا وقد نشأ في جو من الصفاء والطهارة والعفاف والتنسك وفي اقتصاد في الملبس والمأكل وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير معه اعيان البلد في العلم فافتى وله 19 سنة او اقل وبدأ في الكتابة والتأليف من ذلك الحين ثم مات والده وكان من كبار الحنابلة واعمتهم فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة واشتهر امره وذاع صيته في العالم ثم انتهت اليه الامامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والانابة والجلالة والمهابة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائل انواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة وحسن القصد والاخلاص والابتهال والابتهال الى الله وكثرة الخوف منه والمراقبة له والمراقبة له وشدة التمسك بالاثر والدعاء الى الله وحسن الاخلاق ونفع الناس والاحسان اليهم والصبر على اذاه والصفح عنه والدعاء له واجتمع له سائر انواع الخير عنوان شيوخه وتلامذته سمع من الشيخ زين الدين احمد ابن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي وسمع من ابن ابليسر والكمال ابن عبد والشيخ شمس الدين الحنبلي والقاضي شمس الدين ابن عطاء الحنفي والشيخ جمال الدين ابن الصيرفي ومجد الدين ابن عساكر والنجيب ابن المقداد وابن ابن ابن الخير وابن علان وابي بكر الهروي والكمال عبد الرحيم وفخر الدين ابن البخاري وابن شيبان والشرف ابن القواس وزينب بنت مكي وغيرهم كثير ينوفون على مئتي شيخ منهم ابن عبد القوي اما تلاميذه فمنهم محمد ابن ابي بكر ابن قيم الجوزية ومحمد ابن شاكر الكتبي ومحمد ابن احمد الذهبي ومحمد ابن احمد ابن عبد الهادي واسماعيل ابن عمر ابن كثير وعمر ابن علي البزار وامر ابن الحسين ابن عبد الله ابن قدامة وسليمان ابن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي وعمر ابن مظفر الوردي المصري الحلبي وعمر ابن سعد الله الحراني ومحمد بن مفلح المقدسي ومحمد بن المنجأ التنوخي الدمشقي وغيرهم عنوان جهاده ومناقبه العلم وراسة النبوة والنبوة وحي وعمل لانفاذ هذا الوحي وتطبيقه ولكن العلماء احيانا يحسن من حولهم بانهم ملك العلم يحسن من حولهم بانهم ملك العلم فمتى شاءوا سمحوا له بالتأثير في سلوكهم وسلوك غيرهم او حجبوه وحبسوه داخل صدورهم وقراطيسهم فهؤلاء يزيد حظهم من ارث النبوة ويقل بمقدار استفادتهم وافادتهم من علمهم او عدمها وهناك قلة من العلماء الربانيين هم الذين ملكهم العلم فلم هم الذين ملكهم العلم فلم يبقي لهم من اهوائهم ورغباتهم شيئا فكانوا بحق وارث نبوة وحملت رسالة وهذا ما ينطبق على الشيخ المترجم حيث لم يترك طريقا ينفع امة الاسلام الا سلكه ولم يدع ضررا واقعا تعاني منه او متحملا يهددها الا بذل قصار جهده ونهاية قوته في مقاومته ودفعه فلقد نفع امته بالعلم وفي مقدمته علوم الوحي حيث تفقها وتعلم واتقن ثم نفعها بالتعليم ونشر الفقه بمعناه الشامل بين المسلمين بل وغيرهم كما قال ابن الزمالكاني كان اذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع انه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم ان احدا لا يعرف مثله ثم تصدى لاهل الضلال والانحراف من المسلمين وغيرهم فاخذ يكشف زيفهم ويرد باطلهم ويهتك اثارهم ولا يخاف في الله لوم تلائم بل انه لم يكتفي بالقول والكتابة والمناظرة فحسب وانما حمل السلاح بنفسه لقتالهم ومقارعتهم بالسيف تما فعل مع الكسراوانيين النصيرية وذلك في شمالي الشام وكان متواضعا للناس بازلا نفسه لهم لا يزيده علمه الا تواضعا واستصغارا لنفسه ووقوفا الى جانب الضعفاء والمساكين من طلبة العلم ومن عامة المسلمين وكان قدوة لهم في علمه وعمله وجهاده يقول الزهبي وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسر هو عليها حتى قام عليه خلق من علماء وجسر هو عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه وبدعوه ونظروه وكابروه وهو ثابت لا يداهن ولا يحاب بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعت دائرته في السنن والأقوال مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة وسرعة الإذراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله فجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقائع شامية ومصرية وكم من نوبة رموه عن قوس واحدة وكم من نوبة رموه عن قوس واحدة فينجيه الله ويعلل الزهبي سر قوته وسبب صموده وثباته بقوله فإنه دائم الابتهال كثير الاستغاثة قوي التوكل ثابت الجأش له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجعية ثم يذكر أنه مقابل هؤلاء الذين ناصبوه وآذوه جمهور عريض من أنصاره ومحبيه فيقول وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء ومن الجند والأمراء والتجار والكبراء وسائر العام ما تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه ثم ذكر جهاده بنفسه وعلمه ولسانه عندما واجه الملك غازان المغولي واجتمع به مرتين وكذلك ما فعله مع قتل شاه وبيبولاي وأن قبجق كان يتعب من جرأته على المغول كان يتعجب من جرأته على المغول ثم ذكر ما فعله سنة سبعمائة هجرية لما أراد التتار غزو دمشق حيث انطلق من دمشق إلى مصر في سبعة أيام على البريد حيث اجتمع بالملك الناصر وأركان الدولة فاستصرخ بهم وحضهم على الجهاد وتلى عليهم الآيات والأحاديث وأخبرهم بما أعد الله للمجاهدين من السواب فاستفاقوا وقويت هممهم فكان ذلك من أهم الأسباب في حماية دمشق من إفساد المغول ودمارهم حيث انتصر عليهم المسلمون وقهروهم في معركة شقحب سنة سبعمائة واثنين هجرية عنوان آثاره العلمية لقد كان شيخ الإسلام رحمه الله غزير الإنتاج وافر العطاء في شتى صنوف المعرفة المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بعلوم الوحي والتي كانت إما مؤلفات مستقلة أو دفاع وحماية لعقيدة الإسلام وملته أو أجوبة على مسائل تورد إليها وقد قدرت أعماله الكاملة في التأليف من 300 مجلد إلى 500 مجلد وقد ذكر ابن شاكر كثيرا من هذه الكتب مرتبة حسب موضوعها من كتب التفسير إلى كتب الأصول إلى كتب أصول الفقه ثم الكتب الشتاء في أنواع شتاء ومن المناسب هنا أن نورد ما ذكره من كتب الأصول أي العقيدة حيث ذكر ابن شاكر الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية أربع مجلدات ما أملاه في الجب ردا على تأسيس التقديس شرح أول المحصل مجلد شرح بضع عشرة مسائل من الأربعين للفخر الرازي درء تعارض العقل والنقل أربع مجلدات جواب ما أورده كمال الدين ابن الشربيني مجلد الجواب الصحيح رد على النصارى ثلاث مجلدات منهاج الاستقامة شرح عقيدة الأصفهاني مجلد شرح أول كتاب الغرنوي في أصول الدين مجلد الرد على المنطق مجلد رد آخر لطيف الرد على الفلاسفة كبير إثبات المعاد والرد على ابن سينة شرح رسالة ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد في الأصول ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات مجلدان قاعدة في الكليات مجلد لطيف الرسالة القبرصية رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور الرسالة البعلبكية الرسالة الأزهرية القادرية البغدادية أجوبة الشكل والنقط ابطال الكلام النفساني أبطله من نحو ثمانين وجهم جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت إثبات الصفات والعلو والاستواء مجلدان المراكشية صفات الكمال والضابط فيها جواب في الاستواء وإفطال تأويله بالاستيلاء جواب من قال لا يمكن الجمع بين إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبيث أجوبة كون العرش والسماوات كرية وسبب قصد القلوب جهة العلو جواب كون الشيء في جهة العلو مع أنه ليس بجوهر أو عرض معقول أو مستحيل جواب هل الاستواء والنزول حقيقة وهل لازم المذهب مذهب سماه الأربلية مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع مجلد لطيف شرح حديث النزول مجلد كبير بيان حل إشكال بن حزم الوارد على الحديث قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه مجلد الكلام على نقض المرشدة المسائل الأسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية ما تضمنه فصوص الحكم جواب في لقاء الله جواب رؤية النساء ربهم في الجنة الرسالة المدنية في إثبات الصفات النقلية الهلاوونية جواب ورد على لسان ملك التتار مجلد جواب ورد على لسان ملك التتار مجلد قواعد في إثبات القدر والرد على القدرية والجبرية مجلد رد على الروافض في الإمامة علي بن مطهر جواب في حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام لعلة أم لغير علة شرح حديث فحج آدم موسى تنبيه الرجل الفاضل على تمويه المجادل مجلد تناسي الشدائد في اختلاف العقائد مجلد كتاب الإيمان مجلد شرح حديث جبريل في حديث الإيمان والإسلام مجلد عصمة الأنبياء عليهم السلام فيما يبلغونه مسألة في العقل والروح مسألة في المقربين هل يسألهم منكر ونكير مسألة هل يعذب الجسد على الروح في القبر الرد على أهل الكسعوان مجلدان في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهما قاعدة في فضل معاوية وفي فضل ابنه يزيد في تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس مختصر في كفر مصيرية في جواز قتال الرافضة كالراسة في بقاء الجنة والنار وفي فنائهما رد على السبكي وأخيرا هذا نموذج من رواية شيخ الإسلام للحديث قال الذهبي أخبرنا أحمد بن عبد الحليم الحافظ عن مرة هو محمد بن أحمد بن عثمان وابن فرح وابن أب الفتح وخلق قالوا أنا أحمد بن عبد الدائم أنا عبد المنعم بن كليب حاء وأنبأنا أحمد بن سلامة عن ابن كليب أنا علي بن بيان أنا محمد بن محمد أنا إسماعيل بن الصفار سنى الحسن بن عرفة سنى خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتنتبهه فتنتهبه إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتنتهبه فيخر بين يديك مشويا عنوان وفاته وشيء من سناء الناس عليه نقل ابن كثير عن علم الدين البرزالي قوله في تاريخه وفي ليلة الاثنين العشرين منذ القعدة أي في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة هجرية توفى الشيخ أحمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسا بها وحضر جمع كثير إلى القلعة وأذن لهم في الدخول عليه فلما فرغ من غسله أخرج ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع وامتلأ الجامع أيضا وصحنه والكلاسة وباب البريد وباب الساعات إلى باب اللبادين والغوارة وحضرت الجنازة الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع والجند قد احتاطوا بها يحفظونها من الناس من شدة الزحام وصلي عليه أولا بالقلعة تقدم في الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تمام ثم صلي عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقدم ذكره ثم تزايد الجامع إلى أنضاقة الرحاب والأزق والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيها ثم حمل بعد أن صلي عليه على الرؤوس والأصابع وخرج النعش به من باب البريد واشتد الزحام وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء والدعاء له وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم وذهبت النعال من أرجل الناس وقباقي بهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر وتارة يقف حتى تمر الناس وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي الشديدة الزحام كل باب أشد زحمة من الآخر ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف وكثر الناس ووضعت الجنازة هناك وتقدم للصلاة عليها أخوه زين الدين عبد الرحمن فلما قضية الصلاة حمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهم الله تعالى وكان دفنه قبل العصر بيسير وقد قدر الذين حضروا جنازته بأنهم أكثر من خمسمائة ألف نصف مليون وقيل لم يسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا في جنازة الإمام أحمد بن حنبل أما سناء الناس عليه فإنني هنا أكتفي بأربعة من الأبيات الستة التي قالها فيه أبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط رحمه الله تعالى عندما التقى به والتي قالها على البديهة وذكر ابن رجب قولهم إن أبا حيان لم يقل بيتا خيرا منها ولا أفحل لما أتانا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ما له وذر علي محياه من سيم الأولى صاحب خير البرية نور دنوه القمر خير البرية نور دونه القمر علي محياه من سيم الأولى صاحب خير البرية نور دونه القمر حبر تصربل منه دهره حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر هذا وإن قبره معروف المكان إلى يومنا هذا وبجواره صاحبه الحافظ المزي مؤلف تهزيب الكمال وذلك في ساحة كلية الطب بجامعة دمشق داخل سياج من حديد يحيط بالقبرين وقد كتب وقد كتب اسم كل واحد منهما على شاخص قبره وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الوافر سبعة وثمانين عالما أثنوا على شيخ الإسلام وأضفوا عليه الألقاب الفخمة ونعتوه بالأوصاف الجميلة والخلال الكريمة أولهم ابن سيد الناس وآخرهم الرحبي وذلك مما سمعه من كلامهم أو نقل إليه أو وجده بخطوطهم كما أورد الشيخ مرعي الكرمي في كتابه الشهادة الزكية في سناء الأئمة على ابن تيمية سبعة عشر عالما أثنوا على شيخ الإسلام وقدروه قدره آخرهم الشيخ قاسم ابن قلطبغا ابن عبد الله المصري الحنفي يراجع في ترجمة شيخ الإسلام المصادر التالية يراجع في ترجمة شيخ الإسلام المصادر التالية العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بن عبد الهادي صفحة 744 البداية والنهاية لابن كثير أربعة عشر تقسيم مائة خمسة وثلاثين وما بعدها الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لمرعي بن يوسف الحنبلي ألف سلاثة وثلاثين هجريا طبعا مع الدر الوافر في مصر سنة ألف ثلاثمائة تسعة وعشرين هجريا ومنه نسخة خطية في لاندبرغ برقم مائتان ثلاثة واربعين زيل طبقات الحنابلة إثنان تقسيم سلاثمائة سبعة وثمانين شرطة أربعمائة وثمانية لعبد الرحمن بن أحمد الحنبلي سبعمائة خمسة وتسعون هجريا حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ألف ثلاثمائة اثنان وسبعون هجريا الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة واحد تقسيم مئة أربعة وخمسون شرطة مئة وسبعون لأحمد بن حجر العسقلاني ثمانمائة اثنان وخمسون هجريا تحقيق محمد جاد الحق دار الكتب الحديثة القاهرة تاريخ تاريخ الرايتر طبعة الثانية 1381 هجريا دول الاسلام للزهبي اثنان تقسيم مئة وثمانين دائرة المعارف العثمانية بالهند 1365 هجريا بيان زغل العلم والطلب للزهبي صفحة 17 شرطة 18 نشر القدسي دمشق 1347 هجريا النصيحة الزهبية بزيل بيان زغل العلم والطلب زيل العبر صفحة 157 شرطة 158 سلسلة التراث العربي الكويت تذكرة الحفاظ للزهبي ارضعة تقسيم 1496 معجم الشيوخ للزهبي ثوات الوفيات لابن شاكر سبعة تقسيم 15 شرطة 33 نهاية الأدب للنويري مسالك الأبصار في ممالك الأبصار لأحمد بن فضل الله العمري القول الجلي في ترجمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي لصفي الدين الحنفي البخاري السلوك للمقرزي إثنان تقسيم 273 و304 مرآة الجنان لليافعي أربعة تقسيم 277 و278 أعيان العصر للصفضي مخطوط وهو موجود في أمانة في أمانة خزينة برقم 1214 بتركيا النجوم الزهرة في ملوك مصر والقاهرة تسعة تقسيم 271 لابن تغري بردي 874 هجريا مصورة عن طبعة دار الكتب المؤسس المصرية القاهرة محنة شيخ الإسلام صفحة ثلاثة شرطة ثلاثة وثلاثون ضمن مجموعة علمية لشيخ الإسلام نفسه تحقيق حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية القاهرة 1372 هجرية 1953 ميلادية الأعلام العالية في مناقب ابن تيمية لعمر ابن علي البزار 479 هجرية تحقيق زوير الشاويش الطبعة الثانية المكتب الإسلامي بيروت دمشق 1396 هجرية الأعلام العالية طبعة أخرى تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصري مطابع القسيم 1390 هجرية الشهادة الذكية في سناء الأئمة على ابن تيمية للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي مؤلف الكواكب الدرية 1033 هجرية تحقيق نجم عبد الرحمن خلف الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة 1405 هجرية 1985 ميلادية الرد الوافر على من زعم بأن من سم ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لمحمد ابن أبي بكر ابن ناصر الدين الدمشقي 842 هجرية تحقيق الزهير الشاويش الطبعة الأولى المكتب الإسلامي بيروت دمشق 1400 هجرية 1980 ميلادية درة الأسلاك في دولة الأتراك مخطوط طبقات المفسرين صفحة 45 للداودي 945 هجرية مكتبة وهبة القاهرة شذرات الزهب 6 تقسيم 80 شرط 82 المنهل الصافي صفحة 336 لابن تغري بردي الدارس 1 تقسيم 75 شرط 77 لابن عيمي أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم الزيارات للعدوي البدر الطالع 1 تقسيم 63 للشوكاني طبقات الحفاظ صفحة 520 شرط 521 1242 للسيوطي 911 هجرية الطبع الأولى دار الكتب العلمية بيروت 1403 هجرية 1403 هجرية المعين في طبقات المحدثين المعين في طبقات المحدثين صفحة 237 للزهبي 748 هجريا تحقيق الدكتور همام سعيد دار الفرقان الطبع الأولى الأردن عمان 1404 هجرية 1984 ميلادية محنة شيخ الإسلام للزهبي المنهج الأحمد للعليمي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 1 تقسيم 135 إضاحي المكنون 1 تقسيم 23 شرط 25 و 2 شرط 58 1587 الحمية الإسلامية في مذهب ابن تيمية للشيخ يوسف بن محمد السرمري جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للسيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي 1317 هجرية ابن الألوسي المفسر صاحب روح المعاني دار الكتب العلمية بيروت البدر الطالع 1 تقسيم 63 شرط 73 للشوكاني الإعلان بالتوبيخ لمن دم التاريخ صفحة 478 479 عبد الرحمن السخوي 902 هجرية مطبعة الترقي دمشق 1349 هجرية أما الكتب والرسائل المتأخرة التي ترجمت لشيخ الإسلام أو ضمت شيئا منها فأورد منها ما يلي ابن تيمية حياته وعصره آراءه وفقه لمحمد ابن زهرة 1400 هجرية تقريبا الطبع الأولى دار الفكر العربي شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين الدكتور صلاح الدين المنجد الطبع الأولى دار الكتاب الجديد بيروت حيات شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بهجك البيطار الطبع الثانية المكتب الإسلامي دمشق بيروت الإمام ابن تيمية موقفه من قضية التأويل لمحمد السيد الجليند دار الكتب الحديثة القاهرة شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم لسعد صادق محمد دار اللواء بالرياض الطبع الأولى 1400 هجرية 1980 ميلادية إشارات لطيفة لابن تيمية لمحمد العبد الطبع الأولى دار الثقافة للجميع دمشق 1400 هجرية 1980 ميلادية الأعلام للزركلي 1 تقسيب 144 الطبع الخامسة دار العلم للملايين بيروت 1980 ميلادية العلماء العزاب صفحة 99 شرطة 112 لعبد الفتاح أبي غد الطبع الثانية مكتب المطبوعات الإسلامية حلب بيروت 1403 هجرية 1983 ميلادية معجم المؤلفين 1 تقسيم 261 دار إحياء التراث العربي بيروت نوابع الفكر الإسلامي لأنور الجندي صفحة 309 شرطة 356 الطبع الأولى دار الرائد العربي بيروت 1972 ميلادية المجددون في الإسلام صفحة 262 شرطة 266 لعبد المتعال الصعيدي ابن تيمية دكتور محمد يوسف موسى الهيئة العامة المصرية للكتاب القاهرة 1977 ميلاديا منادات الماضي لأحمد رمزي بيني وبين الشيخ حامد الفقي لأحمد محمد شاكر دار المعارف بمصر 1374 هجرية 1955 ميلادية ابن تيمية بطل الإصلاح الديني لمحمود مهدي الاستنبولي دار الخياط للطباعة والنشر دمشق دار الخياط للطباعة والنشر دمشق مقدمة الدكتور محمد رشاد سالم لمنهاج السنة النبوية طبع سنة 1382 هجرية الإمام ابن تيمية لعبد السلام هاشم حافظ الطبع الأولى شركة مصطفى الحلبي بمصر 1389 هجرية 1969 ميلادية ترجمة شيخ الإسلام لمحمد كرد علي الطبع الثانية المكتب الإسلامي دمشق 1391 هجرية وهي مستلة من كتابه كنوز الأجداد ابن تيمية وفكره السياسي لقمر الدين خان ترجمة وتعليق أحمد البغدادي الطبع الأولى مكتبة الفلاح الكويت 1405 هجرية 1985 ميلادية ابن تيمية والتصوف الدكتور مصطفى حلمي دار الدعوة الإسكندرية نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع للمستشرق الفرنسي هنري لاوست ترجمة محمد عبد العظيم علي تقديم وتعليق الدكتور مصطفى حلمي دار الأنصار القاهرة ابن ابن القيم من آثاره العلمية لأحمد البقري 115 شرط 158 مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية 1397 هجرية 1977 ميلادية ابن تيمية لعبد العزيز المراغي دار إحياء الكتب العربية ابن تيمية السلفي لمحمد خليل هراس الطبع الأولى دار الكتب العلمية بيروت 1404 هجرية 1984 ميلادية ابن تيمية وجهوده في التفسير لإبراهيم بركة الطبع الأولى المكتب الإسلامي دمشق بيروت 1405 هجرية 1984 ميلادية ابن تيمية المفترى عليه لسليم الهلالي الطبع الأولى المكتب الإسلامي عمان 1405 هجرية العقل ومجاله عند ابن تيمية لمحمد دكروري الدولة عند ابن تيمية لمحمد المبارك ابن تيمية المصلح الاجتماعي لأحمد الغسيري منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري لمحمد حسن الزين النشأ العلمية عند ابن تيمية لهنري لوست معجم طبقات الحفاظ والمفسرين صفحة 53 و212 لعبد العزيز السيروان الطبع الأولى عالم الكتب بيروت 1404 هجرية 1984 ميلادية عقود الجوهر صفحة 166 شرطة 180 للعظم ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لإبراهيم الغياني صلح الإخوان من أهل الإيمان لداود النقش بندي بالإضافة إلى عشرات أو مئات الدراسات والمقالات التي صدرت وتصدر من حين لآخر عن شيخ الإسلام ابن تيمية عنوان سبب تأليف الكتاب عنوان السبب المباشر لقد نص الشيخ رحمه الله على سبب مباشر لتأليف هذا الكتاب وذكر فيه أنه جواب على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم من الحجج السمعية والعقلية قال الإمام رحمه الله فاقتضى أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب لينتفع بذلك أولو الألباب ويظهر ما ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب قلت حاولنا البحث جاهدين عن نص الرسالة فظفرنا ببعضها ولم نظفر بها كاملة وقد وجدناها ضمن مخطوطات ضمن مخطوطات مكتبة المتحف القطي في كنيسة ماري تردس بمصر القديمة بالقاهرة برقم 95 والرقم العام 1254 وهذه النسخة الوحيدة الناقصة بها رطوبات وفيها خرم حتى أن بعض الصفحات غير واضحة على الإطلاق والموجود منها يقع في 13 ورقة أي 26 صفحة من القطع الصغير وعدد مسترتها 16 سطرا بخط معتاد وسأصور نموذجا منها وأرفقه بالكتاب وعندما تتبعت النص الذي كان يورده الشيخ ابن تيمية وقارنته بهذه الرسالة وجدت فيها اختلافا في اللفظ فلعل النسخة التي وردت للشيخ نسخة أخرى أو لعل الشيخة ذكرها بمعناها وليس بين النصين اختلاف من حيث المحتوى والمضموم والنص الموجود من رسالة النصراني ينتهي رد الشيخ عليه بانتهاء صفحة مائتين واثنين من الجزء الثالث من الكتاب المطبوع طبعة المدني والنص من الرسالة يوافق آخره صفحة مائتسعة وثلاثون من الجزء المطبوع حيث كان آخر الموضوعات اعتراض حيث كان آخر الموضوعات اعتراض النصراني على المسلمين بإثباتهم الصفات لله عز وجل ليجعل من ذلك دليلا على صحة معتقداتهم في الأقانيم الثلاثة وانتفاء التجسيم كما انتفى مع وجود الصفات التي يثبتها المسلمون وقد ناقش الشيخ هذه الدعوة وأجاب عليها بخمسة عشر وجها في ثلاث وستين صفحة والكاتب هو بوليس الراهب أسقف صيدة الأنطاكي الذي ولد في أنطاكية وصار أحد الرهبان فيها واشتهر بذلك وكان هذا في حوالي القرن الثاني عشر الميلادي وفي أخريات حياته عين أسقفا لصيدة وقد كان منتميا للكنيسة الملكية وكتب عدة رسائل في الدفاع عن عقيدته وقد ذكر الدكتور مزمل صديقي أن بوليس خوري أحد نصارى لبنان حقق ونشر كثيرا من أعماله ومن بينها هذا الخطاب ثم ذكر أنه ينسب إليه أربع وعشرون رسالة لكن خوري يعتقد أن خمسا منها فقط هي من عمله وقد اجتملت هذه الرسالة على اعتراضات ودعاوى ضد الإسلام والقرآن الكريم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي محاولة من هذا النصراني لحصر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقصرها على العرب وحدهم ويستشهد لذلك بآيات من القرآن الكريم وقد استهل بوليس رسالته بالحديث عن نفسه وذكر أنه قد سافر كثيرا إلى بلاد الفرنجة وروما وتنقل في أراضي الإمبراطورية البيزنطية ولأنه صاحب مرتبة عالية أسقف فقد تمكن من مقابلة رؤساء وعلماء تلك البلاد ومفاوضتهم ثم ذكر أنه ألف هذه الرسالة بناء على طلب من أحد أصدقائه وعلى كثرة الأسئلة التي تتردد في الوسط الذي كان يعيشه عن عدم إيمان النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك لذا فقد ركز في أول رسالة على هذه القضية وهي حصر الرسالة بالعرب وحشد لها الأدلة من القرآن الكريم تاركا النصوص الأخرى الكثيرة التي تصرح بعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم عقب ببيان أن القرآن نفسه مدح المسيح عليه السلام وأمه والإنجيل والحواريين ليأخذ من ذلك دليلا على صحة ما هم عليه وأن ذلك المدح مدح لهم ولما هم عليه وبالتالي فهم على حق بزعمه ولا حاجة في نظره إلى رسالة الإسلام ثم هو يزعم أنه ليس من عدل الله أن يطالبهم باتباع إنسان لم يأتي إليهم وأنه لا حاجة لهم باتباع رسول وهم مستغنون بمن أتوا قبله إليهم وقد تطرق إلى معتقدات النصارى الرئيسية فبين أن التثليث وتناسخ الأرواح واتحاد روح القدس مع الصفة البشرية في شخص عيسى عليه السلام كل هذه المعتقدات لا تعارض عقيدة التوحيد في الإسلام وأن كتب الأنبياء المتقدمين تشهد لما هم عليه من الأقانيم والتثليث والاتحاد وغير ذلك وأنه يجب التمسك به وأن ما هم عليه ثابت بالعقل والشرع متفق مع الأصول وأن ما عندهم مما يوهم التعدد يوهم التعدد كألفاظ الأقانيم إنما هي من جنس ما عند المسلمين من النصوص التي يظهر فيها التشبيه والتجسيم وأن المسيح عليه السلام جاء بعد موسى عليه السلام بغاية الكمال فلا حاجة إلى شرع آخر إلى آخر ما جاء في الرسالة وهذا أهم ما ورد فيها عنوان سبب آخر وعندما تكلم الشيخ محمد أبو زهر عن الجواب الصحيح في معرض الحديث عن كتب الإمام أضاف سبب آخر لم ينص عليه المؤلف وإنما هو استنباط من أبي زهر رحمه الله نوافقه عليه وهو رغبة الشيخ في إعلان الإسلام بين النصارى وبيان حقائقه مقارنا بما عندهم ليتبين لهم الحق وبيان حقيقة السيد المسيح عليه السلام ودعوته قلت يؤكد هذه اللفتة الواعية ما عرف عن شيخ الإسلام ومشتعر به من الدعوة إلى الله فهو إمام السيف والقلم وباعث العزائم والهمم وداعية الإصلاح والتوجيه لم يألو جهدا في دعوة الناس على اختلاف مللهم وتباين سبلهم وتعدد مشاربهم إلى دين الإسلام الدين الخالص والمنهج القويم وصدق الله العظيم إذ يقول في محكم كتابه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ولقد كان هناك احتكاك بين المسلمين والنصارى وتحريضات سياسية وصراع فكري كل هذه عوامل جعلت الشيخ يجاهد بالقلم والبيان كما جاهد بالسيف والسمان ليوضح ملتبس ويقيم مع وج وينقض الدعاوى الباطلة وينشر دين الإسلام بين الناس سينعم الجميع بعدله ويستقر الكل تحت سماحته وفضله وقد أسلم على يديه نفر من أهل الكتاب كما ذكر المترجمون له كالبزار وابن كثير فقد ذكر البزار رحمه الله وهو من تلاميذه أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراض المضي إلى المكتب يعترضه يهودي كان منزله بطريقه بمسائل يسأله عنها لما كان لما كان يلوح عليه من الزكاء والخطمة وكان يجيبه عنها سريعا حتى تعجب منه ثم إنه صار كلما اجتاز به يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه وذكر ابن كثير أن ديان اليهودي بدمشق بهاء الدين عبد السيد بن المهزب الطبيب قد أسلم مع جماعة كبيرة من أهله وأصحابه على يده سنة سبعمائة وواحد هجرية وقد كان ابن تيمية يفهم الكثير من اللغة العبرية وسمع التوراة التي بين أيديهم كما كان يعرف اللغة التركية وهذه الأمور كلها توضح لنا مدى اهتمام ابن تيمية رحمه الله بنشر الإسلام وحرصه على دعوة الناس إليه ودفاعه عنه بما آتاه الله من علم غزير وغيرة على الدين دفعته ليبين أصول الشرائع الربانية والكتب المنزلة وأنها واحدة كما ذكر في هذا الكتاب الجواب الصحيح كما ذكر في هذا الكتاب الجواب الصحيح بقوله فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم وهو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليه السلام ثم قال ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافرا عنوان عرض مجمل لمحتوى الكتاب عرض مجمل لمحتوى الكتاب بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بمقدمة علمية ضافية بيّن فيها هيمنة القرآن العظيم على ما سبقه من الكتب المنزلة وتصديقه لما فيها من الأخبار الصحيحة وتقريره لأصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل التي اتفقت عليها الرسل كالوصايا المذكورة في آخر سورة الأنعام وأول سورة الأعراف وسورة سبحان ثم بيّن اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة هي أفضل شرعة وأكمل منهاج واختصاص أمته بأن جعلها خير أمة وخصها بالوسطية في كل أمر ثم أشار إلى أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام وبين أنهم متفقون في أصل الإيمان وإن اختلفت شرائعهم ثم قال رحمه الله ومن فرق بينهم فآمن بالبعض ولم يؤمن بالجميع فهو كافر وبعد ذلك ذكر السبب الباعث له على تأليف الكتاب وأنه جاء ردا على كتاب ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم قديما وحديثا من الحجج السمعية والعقلية وبعد ذلك بيّن رحمه الله الطريقة التي أقام عليها مناقشته للنصارى وأنه سلك معهم مسلك اتباع الأنبياء القائم على أمرين العدل والعلم وبعد المقدمة تناول الشبه التي أوردها الكاتب النصراني بالمناقشة بالمناقشة والرد مبينا قبل المناقشة أن مدارها على ستة أمور الأول دعواهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعث إليهم بل إلى أهل الجاهلية من العرب ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل على ذلك الثاني دعواهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى في القرآن على دينهم الذي هم عليه ومدحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه الثالث دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين كالتوراة والزبور والإنجيل وغير ذلك من النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم والتسليس والاتحاد وغير ذلك بأنه حق وصواب فيجب التمسك به الرابع تقرير ذلك بالمعقول وأن ما هم عليه ثابت بالنظر المعقول والشرع المنقول موافق للأصول الخامس دعواهم أنهم موحدون والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر منها تعدد الآلهة كألفاظ الأقانيم فإن ذلك من جنس ما عند المسلمين في زعمهم من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم السادس أن المسيح عليه السلام جاء بعد موسى عليه السلام بغاية الكمال فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية بل يكون ما بعد ذلك شرعا غير مقبول وقد فند رحمه الله في القسم الأول من الكتاب الدعوة الأولى وبين أنها على وجهين إما أن يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعي أنه رسول إلى الجميع وإنما أمته الدعو ذلك وإما أن يقول أنه الدعى ذلك وهو كاذب في هذه الدعوة فهنا وجهان للقضية ذكر بعد ذلك أن رسالتهم تتضمن الأول وقد ختم المناقشة بتقرير أصل مهم وهو عدم جواز احتجاجهم بكلمة واحدة عدم جواز احتجاجهم بكلمة واحدة مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأنه إن كان صادقا في كل ما يخبر به فقد جاء بما يخالف دينهم وإن كذبوه ولو في كلمة واحدة كانوا مكذبين له في قوله أنه رسول الله وقد بيّن أن هذا إلزام واضح لعقلائهم أما جهالهم الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول غضب فرسالته كونية وليس الدينية فقد فند دعواهم وبين أنهم أعظم كفرا ممن سبق وقد جعل من هذا الاختلاف بينهم دليلا على تفرقهم وهذا التفرق هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى بقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وبهذا الاختلاف يتبين مدى تماقض الكفار في شأن الأنبياء ثم ساق الأدلة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من واقع التاريخ الذي يعد سجلا حافلا لأعمال الرسل والأنبياء عليه السلام وهي معلومة حتى عند مؤرخ النصارى كابن البطريق وغيره ورد زعمهم بأن القرآن نزل باللسان العربي وحده فهو على ذلك خاص بالعرب وبهذا يصلون إلى مطلبهم وهو حصر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالعرب وحدهم وقد فند هذه الدعوة من وجوه كثيرة بيّن فيها أن سائر الكتب كذلك كانت بلسان واحد لأن قوم النبي هم المخاطبون أولا ثم هم مكلفون بعد ذلك بالتبليغ وذكر أن ألسنة الحواريين أتباع المسيح عليه السلام كانت عبرية كلسانه ثم إنه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم ويترجمون لهم ما قاله المسيح عليه السلام وقد زعموا في رسالتهم أن القرآن متناقض إذ فيه ما يقتضي عموم الرسالة وفيه ما يقتضي خصوصها فأطل هذا الزعم الفاسد وبين أن في الكتب السابقة مما يظن أنه متعارض أضعاف ما في القرآن وأقرب إلى التناقض فإذا كانت متفقة فكيف القرآن الذي هو أفضل الكتب أليس أولى بالاتفاق ثم بيّن أنهم يتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكمة وذكر أنه إذا كان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم متناقضا لم يكن والحالة هذه رسول الله لأن ما جاء به من عند الله لا يكون متناقضا وحينئذ فإذا كان متناقضا لم يجرز لهم الاحتجاج بشيء منه لأنه ليس من عند الله وإن لم يكن متناقضا ثبت أنه من عند الله وأنه ورد فيه ما يدل على العموم وأنه رسول إليهم وهذا هو الحق ثم دفع رحمه الله الوهم الوارد على بعض الآيات والأحاديث التي فيها خصوصية وناقش القوم في مسائل عديدة متعلقة بهذه المسألة منها نفيهم منها نفيهم البشار بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وقد أصل لهذه المسألة في القسم الأول إلا أنه توسع فيها في القسم الأخير من الكتاب ورد عليهم تمثيلهم القرآن بالوثيقة التي كتب في ظهرها الوفاء وبين أن هذا تمثيل باطل وناقش دعواهم بأن اللاهوت قد اتحد بالناس عيسى عليه السلام بوجوه أربعة ذكر منها أن مصير الشيئين شيئا واحدا مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة والاختلاط والاختلاط ممتنع في صريح العقل وإنما المعقول مع الاتحاد أنه مع الاتحاد أن يستحيل ويختلط كالماء مع الخمر واللبن ثم نقض زعمهم بأن الحواريين المترجمين للإنجيل معصومون عن الخطأ بوجوه ثلاثة ذكر منها أن الحواريين رسل المسيح وليس رسل الله والعصمة لرسل الله فقط وقد جاء في رسالتهم دعواهم بأنه لا حاجة لهم إلى نبي لأنه قد أتاهم رسل من قبله خاطبوهم بألسنتهم وسلموا لهم التوراة والإنجيل فأفطل هذه الدعوة بسبعة وجوه ذكر في مستهلها أن مجيء رسول قبله لا يمنع مجيء رسول ثان فلم يمنع مجيء موسى مجيء عيسى بعده وهكذا مضى رحمه الله في حجج قوية كل وجه منها كاف لضحض مزاعمهم في حجج قوية كل وجه منها كاف لضحض زعمهم وزعم في الرسالة أن من لازم عضل الله أن لا يطلبهم باتباع إنسان لم يأتي إليهم ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم فضحض هذه الفرية بوجوه أربعة بيّن فيها أنه لا يجوز أن يقول هذا من كتب هذا الكتاب لأنهم يفهمونه ويقرؤونه وإلا فكيف كتبوا هذه الاعتراضات وعندما فسروا قوله تعالى فيكون طيرا بإذن الله تفسيرا يوافق مذهبهم الفاسد نقض عليهم ذلك بكلام رصين مبني على قواعد ثابتة وأسس متينة ثم سردوا آيات أخرى وفسروها بما يوافق هواهم فأبطل عليهم ذلك وقد جاء في رسالتهم الاحتجاج بأن القرآن مدحهم في قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة فبين رحمه الله أن السناء هنا على من آمن منهم وذكر لذلك شواهد من القرآن والسنة وزعموا أن القرآن عظم صوامعهم وإنجيلهم في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وعظم القرآن الحواريين في آية من سورة الصف فنقب هذه المذاعم وبيّن أن المراد بالصوامع والبيع قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكان فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يبدل وهكذا في التوراة والإنجيل وأن التعظيم لها قبل أن يعبثوا بها ويحرفوها وقد أثبت المؤلف رحمه الله من خلال الرد على هذه الدعاوى أن ما ورد من مدح لموسى عليه السلام وللتوراة ليس مدحا لليهود الذين كذبوا المسيح ومحمدا صلى الله عليه وسلم ولا مدح فيه لدين اليهود المبدل وهذا يتفق فيه النصارى مع المسلمين فكذلك ما ورد من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدح للنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل وهذا يتفق فيه اليهود مع المسلمين ويلزم من كل ما ورد اتفاق المسلمين واليهود والنصارى ويلزم ويلزم من كل ما ورد اتفاق المسلمين واليهود والنصارى على أنه ليس فيها ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل وموسى وعيسى مدح لأهل الكتاب وقد اتبع الرد على هذه المسائل بفصل بيّن وقد أتبع الرد على هذه المسائل بفصل بيّن فيه سبب ضلال النصارى وأمثالهم من أهل البدع في المسلمين وحددها بثلاثة أمور رئيسية الأول تمسكهم بالألفاظ المتشابهة المجملة المشكلة الثاني اعتمادهم على خوارق وأحوال شيطانية ظنوها آيات الثالث اعتمادهم على أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب ثم عقد رحمه الله فصلا بيّن فيه معنى تصديق القرآن لما سبقه من الكتب وعقد بعده فصلا متمما له بيّن فيه وقوع التبديل في ألفاظ الكتب السابقة وانقطاع سند التوراة بعد خراب بيت المقدس وانقطاع سند الإنجيل باعتراف النصارى بأنهم هم الكاتبون له وليس عيسى عليه السلام هو الكاتب له ثم أثبت الاختلاف والاقتراب في كتبهم ورد بعد ذلك دعواهم بأن المسلمين يقولون إن التحريف وقع بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وقد بيّن أنهم بنوا كلامهم على أصلين فاسدين أحدهما أن الرسول أثبت ما معهم ونفى عن كتبهم التي بأيديهم التهم والتبديل الثاني ظنهم أن المسلمين يقولون أن هذه الكتب حرفت ألفاظ جميع المسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم قال وهذا ما لا يقوله المسلمون وقد بيّن أن هناك بعض الألفاظ الصحيحة في كتبهم من حكم الله لتكون شاهدا وحجة عليهم ومثل بقضية الرجم ومثل بقضية الرجم للزان المحصن وفي القسم الثاني من الكتاب تتمة للرد على زعمهم بأنه لم يطرأ على كتبهم تحريف ولا تغيير فهي بهذا كالقرآن ولو عقل أن يدب التبديل إلى القرآن الكريم فإنه يمكن أن يحصل في كتبهم وهذا قياس منهم فاسد أبطله المؤلف رحمه الله ببيان أن المسلمين رزقهم الله العلم والبصيرة وطرق المعارف الصحيحة فعندهم الإسناد الذي لا يوجد عند غيرهم من الأمم وبهذا حفظ الله لهم دينهم وسلم من التحريف وأبطل احتجاجهم على سلامة كتبهم من التحريف بكونها كتبت بـ 72 لسانا وبين أن هذا أحرى لوقوع التبديل فيها فمن الذي يستطيع الحكم عليها بسلامة من التحريف والتبديل مع انتشارها وجهل الناس بنسخها وبين أن من الفوارق بين القرآن الكريم وكتب اليهود والنصارى أن القرآن محفوظ في الصدور ويحفظه بعض صديان المسلمين ولو أراد شخص تحريفه لاكتشف بسهولة من غير رجوع إلى المصاحف في حين أن ذلك لا ينكشف في التوراة والإنجيل إلا برجوع إلى المنسوف منها في كتب وقد تكون هي الأخرى مغيرة ومبدلة واستمر رحمه الله في تأييد اتجاهه لإبقال قياس كتبهم على القرآن الكريم في خمسة فصول كان آخرها كلامه عن ثبوت الاختلاف والتغيير في نسخ أهل الكتاب ثم عاد مرة أخرى لينقض دعواهم أن القرآن أقرهم على ما هم عليه من دين وقرابين وطقوس مستشهدين ببعض الآيات في ذلك وقد جاء الرد عليها مرة أخرى لكونها وردت في الرسالة مرة ثانية وقد جعل من ذلك إلزاما لهم بأخذ القرآن كله لكونهم يحتجون ببعضه فهم إن قالوا بصحتها ما أخذ ما في القرآن من آيات أخرى وإن طعنوا في شيء منها فلا دليل لهم على بقيتها وهكذا ثم ناقش زعمهم الباطل بأنه لا تجوز محاجتهم إلا بالتي هي أحسن وأن اليهود هم الذين يجادلون بغير ذلك لأنهم ظالمون كما ذكر القرآن الكريم واحتجوا بقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقد بيّن رحمه الله وجوب محاجة الظالمين من مشركين وأهل كتاب وبيّن خطأ الاستدلال ببعض الدليل دون بعض ثم بيّن أن الإسلام هو نفس الدعوة التي دعا إليها الأنبياء جميعا وأن المسلمين مأمورون ببيانه لتقوم به الحجة على المخالف ثم نقض دعوى النصارى بأن المراد بالذين ظلموا المذكورين في آية العنكبوت هم اليهود فقط ووضح أن النصارى فيهم ظلم كذلك وساق في فصول متتالية كلاما عظيما حول هذه القضية مقررا تطرق مقررا تطرف الطائفتين فاليهود فرطوا والنصارى غلوا على حين أن المسلمين توسطوا وهم أمة وسط في كل الأمور في التوحيد والأنبياء والشرائع وعندما أعادوا استدلالهم ببعض نصوص القرآن على مدح ما هم عليه وذكروا أن القرآن سوى بين الأديان وأن قرابينهم قد مدحت على ألسنة الأنبياء السابقين قد مدحت على ألسنة الأنبياء السابقين ونقلوا عن أشعية ودنيال وميخا وعاموس نصوصا يبررون بها قولهم هذا وعندما عندما ذكروا ذلك أبطل الشيخ رحمه الله مزاعمهم وتصدى لتلك النقول بالتحليل والدراسة التي خرج منها بإبطال استدلالهم بها وقد بيّن رحمه الله أنه يلزمهم لصحة الاستدلال أربع مقدمات المهمة الأولى ثبوت 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 نبوة هؤلاء الأشخاص الثانية العلم بنفض المتكلم الثالثة العلم بصحة الترجمة الرابعة أن يعلم هل ما ذكره يدل على قصده على ما قصده هؤلاء وقد بيّن أن ما في تلك النقول لا يزيد عن كونه إخبارا بمجيء المسيح عليه السلام وهذا أمر لا نزاع فيه بين النصارى والمسلمين وفي فصول ثلاثة متتابعة بعدما سبق أبطل الشيخ رحمه الله ما زعمه في بداية الرسالة من أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب وقد أضافوا فرية قبيحة مضمونها أن محمدا صلى الله عليه وسلم متشكك في أمره واستدل على ذلك بقوله بقوله تعالى وإنا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وقوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فرد هذه الفرية القبيحة وأوضح الحق في هذه النصوص ودفع الباطل الذي جاء به وعندما أرادوا وضع تفسير مقبول في زعمهم للتسليث القبيح الذي هو دينهم ليخففوا بذلك من شناعته وبعده عن الحق فاندى المؤلف تفسيرهم فاندى المؤلف تفسيرهم وزعمهم الباطل بإثنى عشر وجها أوضح فيها أنهم لا يؤيدون التسليث بالعقل لأنهم يعرفون نفوره منه لكنهم يزعمون أن الكتب الإلهية جاءت به وزعموا أيضا أن الله تعالى سمى لهوته بهذا التسليث ونقلوا نصوصا زعموا أنها أدلة لهم على الأقانيم واستدلوا بآية من القرآن الكريم فبحظ جميعا ما ذكروه بالنقل والعقل في فصول متعددة من هذا الكتاب النفيس ثم تحدث رحمه الله عن تناقضهم في عقيدة إيمانهم بقولهم نؤمن برب واحد يسوع المسيح بن الله الوحيد إله حق من إله حق من جوهر أبيه مساو للأبي في الجوهر وناقشهم في ذلك مناقشة قوية مستفيضة مدعومة بالأدلة النقلية والحجج العقلية وكل ذلك في فصول متتابعة أظهر فيها طول باعه وقوة حجته مما قطع معه كل حجة لمخاصم مما قطع معه كل حجة لمخاصم وأوضح مدى التشابه بين عقائد أهل الباطل من النصارى واليهود وأهل البدع والضللات المنتسبين للإسلام وعندما حاول بولس في رسالته أن يثبت أن لديه أدلة على ما يزعمه من معتقدات في التسليث والمسيح من الكتب التي بأيدي اليهود وإن كفروا بالمسيح رد الشيخ رحمه الله بأن كفر اليهود بالمسيح معروف لا يحتاج إلى دليل ولكنه شبيه بكفر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم تماما فكل فريق أسوأ حالا من الآخر وهكذا في فصول متتالية يناقش المؤلف ما ورد في رسالة بولس من الاستدلال بما في الكتب السابقة وخصوصا قضية التسليث التي تكرر ذكرها والاستدلال عليها في هذا الجزء من الكتاب وكذلك قضية الأقانيم وضرور اللاهوت في عيسى بن مريم عليه السلام وعندما فصروا تجسم كلمة الله في المسيح وعندما فصروا تجسم كلمة الله في المسيح وزعموا أن هذا اتحاد بريء من الاختلاط أو التغير أو الاستحالة ناقشهم المؤلف بتسعة عشر وجها بيّن فيها تناقضهم وفساد قولهم وأنه لا يوجد معهم منقول صحيح ولا معقول صريح وفيما بقي من فصول هذا القسم يبين تناقض النصارى في عقيدة إيمانهم ويستدل بأقوال من أسلم منهم كالحسن بن أيوب رحمه الله حيث كتب كتابا لأخيه علي بن أيوب يبين فيه سبب إيمانه ويوضح فيه اختلاف دين النصارى وتناقض عقائدهم ليجعل من هذا حجة على بطلان ما هم عليه مادام قد جاء ذلك من رجل خبير بما يعتقدونه ثم يستشهد بما كتبه سعيد بن البطريق من كبار مؤرخ النصارى بطرق الإسكندرية في عصره في تأريخه المعروف بنظم الجوهر عن مجامع النصارى التي تبين مدى اختلافهم ولعن بعضهم بعضا وأن غالب آرائهم يخضع للسلطان والهوى وإن كان ابن البطريق يريد أن يرد على النصطورية التي خالفت عقيدته لأنه من الملكانية ثم لم يدع ابن تيمية رحمه الله قول ابن البطريق وعقيدته وعقيدة فرقته الملكانية بل رد ذلك وناقشهم مناقشة قوية بين فيها أن قول الملكية أشد بطلانا من قول نصطورية وأعظم كفرا وتناقضا وقد خرج الشيخ رحمه الله من كلام ابن البطريق بفائدة مهمة وهي أن أول ملك أظهر دين النصارى هو قسطنطين هو قسطنطين بعد المسيح بحوالي 300 سنة وبذلك اختلط دينهم بالأوهام والخرافات وضرب لذلك مثلا بقصة تعظيم الصليب حيث رأى قسطنطين في نومه صورة صليب من الكواكب وكذلك ما فعله أحد بطاركتهم في كنيسة المشركين بالإسكندرية في كنيسة المشركين بالإسكندرية التي فيها صنم باسم ميكائيل فجعلها النصارى كنيسة باسم ميكائيل الملك وهكذا وفي آخر هذا الجزء من الكتاب يحاول الكاتب أن يلبس بقوله أن قولهم في أب وابن وروح قدس مثل ما عند المسلمين من عقيدة في صفات الله تعالى وأنه إذا كان قول النصارى المشار إليه فيه تعدد فقول المسلمين في الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم وقد توسع المؤلف رحمه الله في الجواب عن هذا القول الباطل وامتد به الحديث عدة فصول تعرض فيها إلى مذهب المسلمين في الصفات والمذهب الموافق للدليل والذي عليه أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله من غير تشبيه ولا تعطيل وهو في هذا يبعم ما يذهب إليه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ثم يسوق أقوال أهل العلم في تفسير هذه النصوص ليوضح لكل ذي لب أن مسائل العقيدة عند المسلمين ليست وليدة آراء مجامع ولا قرارات كنائس ولا وجهات نظر لبعض الناس دون بعض وهو مع هذا يربط الكلام بالرد على تفسير النصارى للألفاظ التي وردت في النصوص من القرآن الكريم أو التوراة أو الإنجيل وفي القسم الثالث من هذا الكتاب النفيس عقد المؤلف فصلا يعد آخر حلقة في سلسلة قضية التعدل والتثنيث التي حللها تحليلا دقيقا واستعرض جميع جزئياتها وآخر هذه الأجزاء هو موضوع الجوهر والعرض وإطلاقهما واستخدامهما في مسائل الألوية عند الفلاسفة وأهل الكتاب وعلماء المسلمين وعلاقتها بالذات والصفات فقد نقل الواسطة بين شيخ الإسلام والنصارى تسميتهم الباري تعالى بالجوهر فناقش الشيخ هذه المسألة من وجوه بيّن فيها أن هذه التسمية من قبل النصارى هي أقل المآخذ خطورة في عقيدتهم وأنها جاءتهم من قبل الفلاسفة وأما اللغة العربية فليست هذه التسمية أصيل فيها ثم بيّن موقف الرسل عليهم السلام وأتباعهم من ذلك فقال رحمه الله إن نفس اسم الله يتضمن ذاته المقدس المتصف بصفاته سبحانه وليست صفاته خارجا عن مسمى اسم ولا زائدة على مسمى اسمه ثم كشف الشيخ وهما يقع فيه أولئك وهو إنهم قدروا ذاتا مجردة عن الصفات مع أن هذا التقدير خيالي فقط ولا يمكن أن يوجد في الواقع والمناقشة إذ لم تكن ذهنية عينية فإنها تؤدي إلى الشطط والضلال ثم بيّن عدم تصريح الرسل بهذه التسمية فكان ينبغي لهم أن يكونوا متبعين للرسل ألا يخترعوا شيئا في عقيدتهم من تلقاء أنفسهم ثم ذكر الشيخ أن عمدتهم في إطلاق الجوهر هو زعمهم أن هناك نوعين من الجواهر جوهرا لطيفا وجوهرا كثيفا مع أنهم لم يثبتوا ذلك بالدليل ثم جزم بأنهم لن يجدوا دليلا لو أرادوا ذلك ثم ناقش في تمثيلهم بجوهر الضوء وأمثاله وأنه مثال محتمل لأكثر من معنى وكل معنى له حكم مستقل فلا حاجة لهم فيه ثم أوضح رحمه الله التناقض بين عباراتهم التي تقرر أن الموجود إما جوهر وإما عرض وأن الجوهر هو القائم بذاته والعرض هو القائم بغيره وبين إقرارهم بأنه تعالى موجود حي ناطق له حياة ونطق لأن الحياة والنطق لا يقومان بأنفسهما بل بغيرهما ثم تظهر ثمرت هذا البحث الدقيق في هذا الفصل عندما تطبق نتائجه على قضية الإبن المؤله عندهم فإن كان في نظرهم جوهرا فيكون هناك جوهر الأب وجوهر الإبن وهذا يبطل قولهم إنه إله واحد وأنه أحادي الزات ثلاثي الصفات وأنه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقنوم وإن قالوا بأنه عرض فقد سرحوا بأن الرب جوهر تقوم به الأعراض مع أنهم قد أنكروا هذا في كلامهم وقالوا هو جوهر لا تقوم به الأعراض ثم عقد فصلا هاما وموسعا بشأن مقالة النصارى بعدم ضرورة وجود هذا الدين الإسلام وهو يناقش جزءا من كتاب النصارى أهل قبرص فأجاب عليهم باثنى عشر وجها بينا فيها ضعف رأيهم وسقوطه بشأن تقسيم الشرائع إلى الشريعتين شريعة عدل وشريعة فضل وأفاد رحمه الله بأن الشرائع ثلاث شريعة عدل فقط وشريعة فضل فقط وشريعة تجمع العدل والفضل وهي الشريعة الكاملة واتخذ من سورة البقرة أمثلة على ما يقولون على ما يقولون ثم أوضح وجوها من عدم الكمال في التوراة والإنجيل بالنسبة للإسلام ومع هذا فلم يتبعوا لا التوراة ولا الإنجيل بل أحدثوا شريعة خارجة عنهما يغلب عليها الطابع البشري التأليفي وحولوها إلى ما يشبه الوثنية كنصب الصور وتعظيمها والتماثيل ونحو ذلك وقرر كذلك أنه لو افترض أن شريعة الكتابين كافية فإنما يكون ذلك لو كانت محفوظة وهذا غير ما هو حاصل وبين أيضا غلبة الشدة على شريعة التوراة وغلبة اللين على شريعة الإنجيل وأما شريعة القرآن فجاءت معتدلة جامعة بين هذا وهذا وختم الفصل بقول بعضهم بعث موسى بالجلال وبعث عيسى بالجمال وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالكمال بعث موسى بالجلال وبعث عيسى بالجمال وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالكمال وعندما أوردوا أدلة ينسبونها إلى الأنبياء بيّن الشيخ من وجوه عدة أن احتجاجهم بتلك المنقولات ليس لهم فيه حجة ففي هؤلاء من لم تثبت نبوته أو لم يثبت نسبه هذا الكلام أو لم يثبت نسبة هذا الكلام المنقول إليه ولابد من التسليم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل التسليم بنبوة غيره إلى آخر ما قال ثم عقد فصلا أثبت فيه الفضل والكمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشريعته وأمته هو بيّن أنه لا يمكن أن يحتجوا بشيء من كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء على ما يخالف دين الإسلام من دينهم لأنه لا يمكن أن يقوم على الباطل دليل صحيح وأما ما وقع على خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو إما منسوه أو مما حرفوا معناه وتأويله وإن كان المحرف بلفظه قليلا وهذا التحريف واقع إما عمدا وإما بسبب الترجمة أو في التفسير والشرح أو التأويل ويمتنع قطعا أن يخبر نبي بشيء ويخبر محمد عليه الصلاة والسلام بنقيضه وقد انتقل بعد ذلك إلى قضية كبيرة هي قضية البشارات حيث أن من النصارى من يجحد بشارات النبوات بمحمد ويثبتها للمسيح فقط وعلى هذا فقد قرروا أن من لم تبشر به النبوات فليس بنبي وقد ناقش هذه الفكرة وحللها واستدل بالأدلة الكثيرة العقلية والنقلية من القرآن والسنة والنصوص الكتابية والآثار المتعددة على إثبات بشارة الأنبياء والكتب السابقة بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد ثرد مجموعة من الحجج المنطقية القوية وحشدا كبيرا من النصوص الكتابية وشرحها وبين اتفاقها مع واقع الرسول صلى الله عليه وسلم وواقع الإسلام فقد أورد بشارات من العهد القديم من مزامير داود ومن نبوة أشعية ومن نبوة دانيال ثم من العهد الجديد من سفر يحنى ومن سفر متى ومن كلام شمعون ومن كلام المسيح عليه السلام ثم أخذ في شرح عبارات مختارة من هذه النقول ثم أرضف ذلك بنصوص وأمثلة من أخبار القرآن الكريم الغيبية واستحالة معرفة غير الرسول بها وامتناع حصوله عليها من مصدر غير إخبار الله سبحانه وذلك من خمسة أوجه وقد مر في أثناء ذلك بما يزعمه الفلاسفة بشأن النبوة فدحضه وأبطله وكذلك بمزاعم المشركين حيال النبوة أيضا فردها ردا منطقيا ونقليا ثم أنشأ فصلا واسعا أثبت فيه اعتراف المشركين وأهل الكتاب في قرارة نفوسهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن أنكروها أو أنكرها بعضهم بلسانه بالإضافة إلى الأدلة الواقعية الكثيرة التي تؤيد ذلك ثم انتقل إلى الحديث المباشر عن آيات النبوة ودلائلها بحديث شامل ودراسة عامة في فصول متتابعة بين في أولها وضوح دلائل النبوة وتنوعها وكثرتها ثم تناول تسمية الدلائل بالمعجزات وكذلك الكرامات وعالجها وتوصل إلى نتيجة واضحة بشأن ذلك ثم أتبع ذلك بمبحث في إعجاز القرآن من أكثر إن لم يكن من جميع جوانبه وبعده تحدث عن علامات النبوة في سيرته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته وقرر أن أمته من آياته وعلم أمته ودينهم من آياته أيضا وإن كرامات صالح أمته من آياته كذلك وبعد ذلك عقد فصلا أورد فيه مجموعة كبيرة من النصوص التي تتحدث عن صفاته الخلقية والخلقية والمعيشية والاجتماعية ودلالاتها على نبوته ورسالته ثم كتب فصلا في إثباته صلى الله عليه وسلم لليوم الآخر والمعاد وأن ذلك من دلائل نبوته حيث أن الإيمان به هو الثمرة العملية للإيمان بالله تعالى وبالإيمان بالله وبالمعاد يستقيم المرء على شرع الله تعالى وتقبل نفسه على عبادته والتقرب إليه ويتم بذلك صلاح الحال والمآل ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن من ادعى النبوة لا يخلو من أحد ثلاثة أمور الأول إما أن يكون نبيا صادقا مرسلا من الله كما أخبر عن نفسه والثاني إما أن يكون ملكا عادلا وضع ناموسا سياسيا وقانونا عدليا ينتفع به الخلق والثالث وإما أن يكون رجلا كاذبا فاجرا أفاكا أثيما يتعهد الكذب والظلم أو يتكلم بالعلم وبعد منقشتها يتضح للمرء وضوح الشمس في رائعة النهار صدقه وأهليته صلى الله عليه وسلم للنبوة والرسالة وفي فصول تالية تحدث عن قصة الفيل ودلالتها على النبوة وعن حراسة السماء لبان البعتة وذكر السبب في ابتدائه بذكر نصوص من القرآن في مجال آيات النبوة لأن من أهل الكتاب من يقول لا نصدق إلا بما في القرآن كما في التوراة والإنجيل وفي فصل بعده قرر أن آياته صلى الله عليه وسلم قد استوعبت جميع أنواع الآيات الفعلية والخيرية وأورد لذلك طائفة كبيرة جدا من نصوص السنة النبوية وأتبعه بفصل آخر في آياته صلى الله عليه وسلم المعلقة بالقدرة والفعل والتأثير وقسمها إلى ستة أنواع الأول ما كان في العلم العلوي كان شقاق القمر وحراسة السماء بالشهب والثاني آيات الجو كاستسقائه صلى الله عليه وسلم واستسحائه والثالث آثاره في الأشجار والخشب والرابع تكثير الماء والطعام والثمار ببركته فوق العادة والخامس تأثيره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها له والسادس تأييد الله له بملائكته ثم كتب فصلا يشرح فيه كيف أن هذه الأخبار التي أوردها في أنواع الآيات الستة تفيد العلم وفيه تحقيق رائع لهذا الأمر الهام وتجلية لمعالمه وأسسه وذلك من طرق ستة هي التواتر العام والتواتر الخاص والتواتر المعنوي وشهادة الجماهير الكثيرة للآيات وسماعهم لنقلها وإقرارهم للناقل وعدم الإنكار وتواتر ما فيه كفاية من هذه الآيات وتواتر ما فيه كفاية من هذه الآيات عند كل صنف من العلماء كعلماء التفسير والحديث والفقه وعلماء الأصول والكلام وغيرهم والطريق السادس اهتمام العلماء بذلك الأمر وتصنيف المصنفات المجردة فضلا عما ضمنوه في مصنفاتهم ولم يجردوه وقرر في فصل تال ثم ذكر أن من آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم وقد فصل القول في ذلك ودلل وأكثر من الشواهد وإراد الاحتمالات وردها ثم انتقل إلى ذكر نوعي الأدلة وأثبت أن أدلة الأنبياء هي من جنس الأدلة التي تدل على العلم بالمدلول عليه مع الحرص على الرغبة فيه أو الرهبة منه وليس من النوع الذي يدل على مجرد العلم بالمدلول عليه ثم أتبع ذلك بالحديث عن مسألة طلب آية ثانية وثالثة على نبوة النبي وقرر أنه لا يجب إجابة الطالب لآية ثانية ثم بيّن أنه قد يكون من الحكمة تتابع الآيات كما هو الحال في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لعموم دعوته وشمولها وقد عرض الشيخ رحمه الله إلى أن هناك نوعا من الآيات توجب عذاب الاستئصال كما كان الكفار يقترحون على الأنبياء آياتا غير التي جاءوا بها فتارة يجيبهم الله إلى ذلك لما فيه من المصلحة والحكمة وتارة لا يجيبهم لما في ذلك من المضرة والمفسدة عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم ممن يعلّل أفعاله تعالى وممن لا يعلّلها برد الأمر إلى محض المشيئة وفي آخر فصلين من الكتاب تحدث في أولهما تحدث في أولهما عن طبيعة الخبر حديثا موسعا مدعما بالأدلة الشرعية والقواعد الأصولية حيث العالم المتبحر الجامع لأنواع الفنون والعلوم وهذا ما فعله في الفصل الثاني في حديثه عن طبيعة المخبر وصفاته وأحواله وأحكام العلم بصفات هذا المخبر وكيفيات هذا العلم وبعض الآراء الكلامية وأنواع الناس في الحاجة إلى معرفة النبي المعين وبذلك ختم الكتاب عنوان وصف النسخ المخطوطة وخطوات تحقيق الكتاب أولا مخطوطات الكتاب ونسخه لم يتوفر للكتاب كله نسخ كاملة سوى نسخة دار الكتب المصرية المطبوعة ولقد يسر الله تبارك وتعالى لنا الحصول على أربع نسخ مخطوطة للكتاب منها ما هو كامل ومنها ما يكمل بعضه بعضا وهي كما يلي النسخة الأولى ورمزها ألف وهي نسخة طبق بو سراي من مكتبة أحمد الثالث باستنبول بتركيا برقم 287 وهي أقدم نسخة حصولنا عليها وقد كتبت على أول ورقة منها عبارة تملك هذا نصها عبارة تملك هذا نصها انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد على يد شمس الدين الللوي وعلى يد والده في أوائل شعبان سنة 61 و800 وهذا يدل على أنها قريبة جدا على أنها قريبة جدا من عصر المؤلف وهي تمثل نصف الكتاب تماما فعدد أوراقها يمثل 392 ورقة أي 784 صفحة وقد كتبت بقلم معتاد واضح وفي الصفحة 23 سطرا وقد رمزنا لها بحرف ألف النسخة الثانية ورمزها سين وهي مصورة عن نسخة بالمكتبة السليمانية كتبخانة ياني جامع أي مكتبة الجامع الجديد باستنبول برقم 732 وفي آخرها ذكر أن تاريخ نسخها في رجب سنة 1094 هجريا بدون ذكر اسم الناسخ وعدد أوراقها 321 ورقة وهي تمثل نصف الكتاب تماما مثل نسخة طبق بوسراي أي تساوي 642 صفحة تقريبا وهي قريبة الشبه في خطها المعتاد بالنسخة ألف إلا أن أسطرها أقل بـ 25 فقط ولا تخلو من بعض السقط والأخطاء الإملائية بعكس النسخة السابقة النسخة الثالثة ورمزها هاء وهي نسخة أحضرناها من مكتبة جامعة لدن بهولندا وهي برقم 40 وهي في 182 ورقة أي 364 صفحة تقريبا وهي تعد تكملة لنسخة طبق بوسراي لأنها تبدأ من حيث انتهت تلك وكذلك على أول ورقة منها كتب الجزء الثاني من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وعليها نفس التملك الذي على نسخة طبق بوسراي انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد على يد شمس الدين اللولوي في أوائل شعبان سنة 61 وثمانمائة ولذلك اعتبرناها نسخة واحدة لتقارب القلم الذي كتبت به وتساوي الأسطر وتاريخ نسخها سنة 730 هجريا مذكور في آخرها ولم يذكر اسم الناسخ ولكنها كما في آخرها قبلت على أصل صحيح بخط المؤلف النسخة الرابع ورمزها كاف وهي نسخة مصورة عن نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 378 وقد كتبت بخط نسخي مختلف في بعض الصفحات وتاريخ نسخها متأخر حيث كتب في آخرها آخر الجواب الصحيح بقلم الحاج علي اللبدي الحنبلي وذلك ليلة الأربعاء غرّت ربيع الأول المبارك من شهور سنة 1281 من الهجرة النبوية وهي نسخة كاملة لهذا الكتاب وعدد صفحاتها 832 صفحة وفي كل صفحة من 31 إلى 34 سطرا وهذه النسخة كثيرة الأخطاء مختلفة الخطوط فيها بعض خروم وسقط يصل إلى أكثر من صفحة أحيانا وهي غالبا ما تتفق مع المطبوعة في أخطائها النسخة المطبوعة ورمزها طاء وهي طبعة المدني ذات الأربعة أجزاء في مجلدين وطبعت عام 1961 ميلاديا وقد سبقتها طبعة النيل سنة 1905 ميلاديا بمصر بمعرفة الشيخ فرج الله زكي الكردي والشيخ مصطفى القباني الدمشقي ولم يكن لها أي طبعة النيل مقدمة ولا عليها أي تعليق وإنما وضعوا لها خاتمة تقارب صفحة ذكروا أنه لا يوجد لها مخطوطة كاملة في أي قطر من الأقطار إنما هم طبعوها على أجزاء متفرقة عند بعض أعيان مصر وبغداد أما طبعة المدني فإنها مطابقة لطبعة الكردي إلا أن المدني جعل لها مقدمة تكلم فيها عن أهمية الكتاب وموضوعاته باختصار ولم يشر إلى المخطوطة أو النسخة التي طبع عليها وهذا ما يجعلنا نرجح أنه اعتمد على طبعة الكردي السابقة وقد زاد المدني أيضا بجعل عنوين لبعض الفصول وليته لم يفعل إذ أنه زاد الكتاب غموضا حيث أن العناوين ليست مطابقة لما تحتها لأنه يأخذ أول كلمة في الفصل فيجعلها عنوانا له وهكذا ثم لا نعلم على أي أساس اعتمد المدني والكردي من قبله في تقسيم الكتاب إلى أربعة أجزاء إذ أن جميع المخطوطات التي أحضرناها لم تقسم أبدا ويلاحظ على المطبوعة أنها كثيرة الأخطاء حتى في الآيات القرآنية وفيها سقط يصل إلى السطر أحيانا وفيها أغلاط طباعية كثيرة علاوة على عدم تخريج الأحاديث والآثار ونحوها بقي أن نذكر القراء الكرام أن الجزء الأول من الكتاب تمت مقابلته على ثلاث نسخ مخطوطة هي ألف طبق بوسراي ألف طبق بوسراي وثين السليمانية وكاف دار الكتب المصرية إضافة إلى المطبوعة طا والجزء الثاني تمت مقابلته على أربع نسخ مخطوطة هي الثلاث السابقة ومخطوطة جامعة لدن بهولندا هاء إضافة إلى المطبوعة وأما الجزء الثالث والأخير فإنه تمت مقابلته على نسختين مخطوطتين هما هاء لدن وكاف دار الكتب إضافة إلى المطبوعة وسبب هذا التفاوت كون نسختين تركيا ألف وسين أخذتها نصف الكتاب وتوقفتها في منتصف الجزء الثاني تقريبا ثم بدأت نسخة جامعة لدن هاء ولهذا صارت النسخ الكاملة الثلاث المطبوعة ونسخة دار الكتب ونسخة تركيا زائد نسخة لدن وبالله التوفيق عنوان ثانيا خطوات التحقيق ألف تحقيق النص اخترنا طريقة انتخاب النص وتبين لنا بعد المقابلة أن هناك فروقا بين النسخ وعندما تختلف النسخ نثبت ما نراه صوابا ونشير في الهامش إلى الفروق وكذلك إذا حصل اختلاف بين النسخ في التقديم والتأخير نثبت ما نراه مناسبا للسياق ونشير إلى المرجوح في الهامش وإذا سقطت جملة أو كلمة من بعض النسخ نضعها بين نجمتين ونضع لها رقما ثم نشير إلى سقوطها من النسخ الأخرى في الهامش وذلك إذا تبين ضررتها أو وجود فائدة بإضافتها بشرط مناسبتها للسياق أما إذا كانت زائدة فإننا نشير إليها في الهامش ونبين أنها زائدة وإذا اجتمعت النسخ على خطأ نحوي فإننا نصححه ونشير إليه في الهامش أما الخطأ في الآيات فإننا نصححه بدون إشارة في أغلب الأحيان وإذا سقطت كلمة من جميع النسخ ورأينا أن الكلام لا يستقيم بدونها فإننا نثبتها بين قوسين باء رقمنا الآيات وأشرنا إلى سورها وخرجنا الأحاديث والآثار واجتهدنا في تخريج الأحاديث والآثار التي يوردها المؤلف من عدة أماكن قدر استطاعتنا ونعترف بأنه مر بنا نصوص وأقوال قليلة ولله الحمد لم نجد مراجعها على الرغم من البحث الطويل والاستعانة بالمتخصصين في بعض الأحيان ومع ذلك لم نوفق إليها إما لأن مصادرها مفقودة وإما لعدم استطاعتنا وقصر باعنا وحسبنا أننا بذلنا الجهد في سبيل ذلك جيم أشرنا إلى مواضع النصوص التي نقلها المؤلف من كتاب العهد القديم والجديد وبسبب اختلاف الترجمات للتوراة والإنجيل ووجود التناقض بينها فإنه يوجد فروق بين النسخ التي نقل منها الشيخ ابن تيمية رحمه الله وبين ما في أيدي الناس اليوم كما هو معلوم عند أهل الاختصاص كذلك فقد أبقينا على النص الذي ساقه المؤلف وذكرنا النص الذي وجدناه قريبا منه بلفظ في الهامش أما إذا كان بعينه فإننا نكتفي بذكر رقم الإصحاح فإننا نكتفي بذكر رقم الإصحاح ومكانه رقم حاء وضعنا عنوين جانبية لفصول الكتاب لتسهيل مطالعته وقد يورد المؤلف كلمة فصل بين كلام في موضع واحد فنبقي على الكلمة لضرورة المحافظة على النص ولا نضع عنوانا جديدا رقم هاء ترجمنا للأعلام وأحلنا على مصادر الترجمة وعندما يتكرر العلم فإننا نكتفي بالإشارة إلى أنها سبق وعندما يتكرر العلم فإننا نكتفي بالإشارة إلى أنها سبقت ترجمته بدون تحديد المكان لأن فهرس الأعلام هو الكاشف لمكانه وقد وضعنا فيه رقم الصفحة التي وردت فيها ترجمته بين قوسين وأشرنا إلى ذلك ثم عرفنا بالفرق واجتهدنا في الإحالة إلى مواضعها ثم عرفنا بالفرق واجتهدنا في الإحالة على مواضعها من كتب الفرق ثم عرفنا بالأماكن والغزوات والقبائل والأمم وكذلك أشرنا إلى مواضع الأبيات الشعرية قدر استطاعتنا والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجرية تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسم ابن ناصر المجلد الأول الشريط الثاني مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين و الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون و الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسما ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا واتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا و الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الأول الآخر الظاهر الباطن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله إلى جميع السقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم وأنزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض هداهم به إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله الذي بعث به الرسل قبله كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وقال في الآية الأخرى وأنا ربكم فاعبدون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فصدق كتابه ما بين يديه من كتب السماء وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهيمن على ما بين يديه من الكتاب وذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا يشهد بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة وقرر ما في الكتاب الأول من أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفق عليها الرسل كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام وأول الأعراف وسورة سبحان ونحوها من السور المكية قال تعالى قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم بتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فدين الأنبياء والمرسلين دين واحد وإن كان لكل من التوراة والإنجيل والقرآن شرعة ومنهاج ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقد خص الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين وجعل له شرعة ومنهاج أفضل شرعة وأكمل منهاج كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم وجعلهم وسطا عدلا خيارا فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها النصارى ولم يضيق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيق على اليهود ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته النصارى فلا يجبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة في الصلاة بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات حتى يقال في فضائل الراهب له أربعون سنة ما مس الماء ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه السلام وأتباعه واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يقعدون معها في بيت واحد والنصارى لا يحرمون وطأ الحائض وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة بل إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه بالمقراض والنصارى ليس عندهم شيء نجس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه ولذلك المسلمون وسط في الشريعة فلم يجحدوا شرعة الناسخ لأجل شرعة المنسوخ كما فعلت اليهود ولا غيروا شيئا من شرعة المحكم ولا ابتدعوا شرعا لم يأذن به الله كما فعلت النصارى ولا غلوا في الأنبياء والصالحين كغلو النصارى ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود ولا جعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود ولا المخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيء كفعل النصارى ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى وأهل السنة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل الجحد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل إثباتا لصفات الكمال وتنزيها له عن أن يكون له فيها أنداد وأمثال إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة ردا على الممثلة وهو السميع البصير ردا على المعطلة أهامش الأسباط هم ولد يعقوب عليه السلام وهم اثنى عشر ولدا ولد لكل واحد منهم أمة من الناس وأحدهم صبط والصبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل وسم الأسباط من الصبط وهو التتابع فهم جماعة متتابعون وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة الواحدة سبطة والأسباط هم رأبين وشمعون ولاوي ويهوذة ويساكر وزابلون إخوة أشقاء ويوسف وبنيامين شقيقان ودان ونفتالي شقيقان وجاد وأشير شقيقان انظر سفر التكوين الإصحاح 29 فقرة 31 إلى 35 وانظر في تفسير الأسباط تفسير الإمام الطبري 1 تقسيم 442 و443 المجلد الأول طبع الدار الفكر وتفسير القرطبي 2 تقسيم 141 المجلد الأول البقرة 136 وتفسير بن كسير 1 تقسيم 187 والبداية والنهاية 1 تقسيم 195 وتاريخ الطبري 1 تقسيم 317 وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار صفحة 120 والقاموس المحيط باب الطاء فصل السين 2 تقسيم 362 والمصباح المنير 1 تقسيم 359 هامش ذكر الدكتور رؤوف حبيب أحد كتاب المصارى في كتابه تاريخ الرهبنة والديرية في مصر صفحة 39 طبعة العالم العربي بالقاهرة ذكر هذا الكاتب في معرض حديثه عن القديس أنطونيوس أنه لم يغتسل طوال حياته الرهبانية أبدا كما أنه لم يدهن جسده بالزيت وكان رداؤه عبارة عن فروة غير مدبوغة يلبسها مقلوبة لكي يقع شعرها على جسده إمعانا في تعذيب نفسه بخشونتها إلى آخره إلى آخر ما ذكره وقد ذكر أمورا كثيرة في هذا الشأن وهو يسوقها في معرض الثناء والمدح للرهبان والراهبات فتأمل في هؤلاء القوم كيف لعبت الشياطين بعقولهم فنسأل الله العفو والعافية ونعوذ به من الخزلان والضلال أهامش جاء في صحيح مسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل أربعة تقسيم 1839 رقم 151 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ورواه أحمد في المسند اثنان تقسيم ثلاثمائة اثنان وعشرون والقدوم بالتخفيف آلة النجار وبالتشديد مكان بالشام والأكثرون على التخفيف والله أعلم هامش جاء في صحيح المسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فعنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذم فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية البقرة مئتان اثنان وعشرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح وذكر تمام الحديث في كتاب الحيض باب الاتجاع مع الحائض في لحاف واحد واحد تقسيم مئتان ستة وأربعون رقم ستة عشر هامش المعطلة هم كل من نفى صفات الله تعالى من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم وقالوا عن نصوص الصفات بأنها ألفاظ لا تعقى المعانين وبنوا ذلك على أصلين فاسدين أحدهما أن هذه النصوص من المتشابه الثاني أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله وقد أطلق عليهم ابن القيم أهل التجهيل وألزمهم في معرض الرد عليهم بأنهم يجهلون السابقين الأولين من الصحابة والتابعين بل يلزم على قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه ثم ألزمهم بالتناقض فيما اعتقدوه وانظر تفصيل الرد عليهم ومناقشتهم في كتاب في كتاب مختصر الصواعق المرسلة للموصلي واحد تقسيم اثنان وثمانين وجامع الرسائل لابن تيمية صفحة مئة ثلاثة وخمسين ولوامع الأنوار البهية واحد تقسيم مئة ثمانية وعشرين بحث طويل ومفيد ومعارج القبول واحد تقسيم ثلاثمائة وثمانية عشر والممثلة هم الذين شبهوا صفات الخالق تعالى بصفات المخلوق وفهموا من نصوص الصفات مثل مال المخلوق وظنوا أن لا حقيقة لها إلا ذلك قال الإسفرياني وجملة المشبهة صنفان صنف منهم يشبه ذاته بغيره من الزوات وصنف منهم يشبه صفاته بصفات أغياره ثم بيّن أن أول من أفرط في التشبيه من هذه الأمة السبائية أتباع عبد الله بن سبأ وأولى فرق الشيعة ثم بيان ابن سمعان والمغير بن سعيد العجلي وأبي منصور العجلي وأبو الخطاب الأسدي وهشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي وهزاني قال بأن الله تعالى على صورة إنسان وغير ذلك من خصائص البشر تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا وكذلك زرارة ابن أعين ويونس القمي وداود الجواربي من المشبهة وأقوالهم مفصلة في كتب الفرق انظر التبصير في الدين للإسفرياني صفحة سبعون وواحد وسبعون والملل والنحل للشهر الثاني واحد تقسيم مائة وخمسة واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي صفحة ثلاثة وستون إلى ستة وستون والفرق بين الفرق والفرق بين الفرق للبغدادي صفحة مائتان خمسة وعشرون ولوامع الأنوار البهية للسفاريني واحد تقسيم واحد وتسعون وهو يقسمهم إلى سلاة فرق مشبهة غلات مشبهة غلات الشيعة ومشبهة الحشوية والكرامية والكرامية وانظر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للدكتور النشار واحد تقسيم مائتين خمسة وثمانين ورسائل في العقيدة للشيخ محمد بن عثيمين وضح فيها معاني التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والتشبيه صفحة أربعة وخمسين إلى ستة وخمسين انتهى الهامش عود إلى قراءة نص الكتاب ردا على المعطلة وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالصمد السيد المستوجب لصفات الكمال والأحد الذي ليس له كفء ولا مثال وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين للقدر والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله والمعارضين بالقدر أمر الله ونهيه وسوابه وعقابه في باب الوعد والوعيد وفي باب الوعد والوعيد بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول بألوهية أو نبوة أو عصمة والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه وهم خيار هذه الأمة أهامش المعتزلة إحدى الفرق الكبار التي ينطوي تحتها عدة فرق أوصلها بعض كتاب الفرق إلى عشرين فرقة ومن أبرزها الواصلية والعمروية والهذيلية والنغامية والجبائية والجاحظية وسموا معتزلة على الأرجح لأن أولهم واصل ابن عطاء 81 إلى 131 هجريا خالف الإمام الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة وقرر بأنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر وفي الآخرة في النار من الخالدين فيها إن مات بدون توبة ولذلك هم وعيدية في هذا لكنهم يقولون هو في عذاب دون عذاب الكفار وقد اعتزل واصل مجلس الحسن مجلس الحسن فسمي هو وأتباعه بالمعتزلة ولهم أصول خمسة العدل والتوحيد والوعيد والمنزلة بين منزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر وتفصيلها في كتبهم وكتب الفرق معروف والمعتزلة ينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته وكثيرا من قضايا الغيب كعذاب القبر ونعيمه ولهم خط عظيم في باب القدر ويقولون القرآن مخلوق مع وضوح النصوص وكثرتها وصحتها انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي صفحة مائتان وواحد وثلاثمائة وواحد وثلاثمائة ثلاثة وعشرون وسبعمائة خمسة واربعون ومقالات الإسلاميين للأشعري واحد تقسيم مائتين ثمانية وتسعون والملل والنحل واحد تقسيم ثلاثة واربعون والتبصير في الدين للإسفرياني صفحة سبعة وتلاثون واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرعزي صفحة ثمانية وتلاثون والفرق بين الفرق صفحة مائة وأربعة عشر والتنبيه والرد للملطي صفحة مائة سبعة وتلاثون ومجموع الفتاوى ستة تقسيم خمسة وخمسون وثلاثة عشر تقسيم ثلاثمائة ستة وثمانون ولوامع الأنوار البهية واحد تقسيم ستة وسبعون ونشأة الفكر الفلسفي واحد تقسيم ثلاثمائة ثلاثة وسبعون هامش الجبرية الجبر في اصطلاح المتكلمين نفي الفعل حقيقة عن الإنسان وإضافته إلى الله والجبرية يزعمون أن الله يجبر العبد على فعل المعاصي وأن العبد ليس قادرا على فعلها وهم متوسطة يسندون الفعل إلى الله ويثبتون للعبد كسبا وخالصة لا تثبت للعبد شيئا كالجهمية أصحاب الجهم بن صفوان قالوا لا قدرة للعبد أصلا والله سبحانه لا يعلم الشيء قبل وقوعه وعلمه تعالى حادث لا في محل حادث لا في محل ووافق المعتذلة في نفي الرؤية وخلق الكلام وإيجاد المعرفة بالعقل انظر مقالات الإسلاميين واحد تقسيم 213 و338 والتبصير للإسفرياني صفحة 63 والملل والنحل واحد تقسيم 85 والفرق بين الفرق صفحة 222 و211 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين صفحة 68 وأصول الدين صفحة 135 ولوامع الأنوار البهية واحد تقسيم 90 ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي واحد تقسيم 337 ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام واحد تقسيم 343 والمعتزلة لزهد جار الله الكتاب كله في المعتزلة وكاتبه يميل لأفكارهم وهو معاصر وانظر كتاب الإمام أحمد بن حنبل الرد على الزنادقة والجهمية هامش الوعيدية مصطلح يطلق على الخوارج والمعتزلة لقولهم بتخليد عصات المسلمين في النار وقد عرف القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة صفحة 124 الوعد والوعيد وانتهى به القول إلى أنه تعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصات بالعقاب وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة ولا يجوز عليه التخلف والكذب قلت هذا يمثل مذهب المعتزلة في هذه المسألة وهي مسألة غلط فيها المبتدعة وهم فيها على طرفين قيد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأهل السنة وسط فيها كما أنهم وسط في غيرها هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومذهب أهل السنة أن مرتكب المعاصي التي لا توجب كفرا غير مخلن في النار وأمره إلى الله وهو تحت مشيئته إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله وإن شاء أخذه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه كما ورد في الأحاديث الصحيحة وليس هذا موضع بصد في هذه المسألة فانظر مجموع الفتاوى سبع تقسيم 501 وستمائة وسبعين إلى ستمائة ستة وسبعين وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة صفحة ثلاثمائة سبعة وعشرين ولوامع الأنوار البهية واحد تقسيم ثلاثمائة سبعة وعشرين ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي اثنان تقسيم ثلاثمائة واحد وعشرين هامش المرجئة الإرجاء لغة التأخير وسموا مرجئة لأنهم يؤخرون العمل من الإيمان على معنى أنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع الطاعة مع الكفر والمرجئة ثلاثة أصناف منهم من يقول من يقول الإيمان مجرد ما في القلب من يقول الإيمان مجرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن تبعه كالصالحي وغيره والصنف الثاني من يقول بأن الإيمان مجرد قول اللسان وهم الكرامية ومن تبعهم والصنف الثالث من يقول بأن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم وهم على هذه الأقسام فرق كثيرة من أشهرها الجهمية والكرامية واليونسية والغسانية والتومنية والمريسية انظر الملل والنحل 1 تقسيم 139 والتبصير في الدين للإسفرياني صفحة 59 ومقالات الإسلاميين 1 تقسيم 213 والفصل 4 تقسيم 204 والفرق بين الفرق صفحة 222 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين صفحة 70 والإيمان لابن تيمية صفحة 184 ولوامع الأنوار البهية 1 تقسيم 89 وتاريخ المذاهب الإسلامية 1 تقسيم 133 والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان رسالة ماجستير صفحة 151 و431 عودة إلى قراءة نص الكتاب وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالي في بعضهم الذي يقول بألوهية أو نبوة أو عصمة والجاف فيهم الذي يكفر بعضهم أو يفسقه وهم خيار هذه الأمة والله سبحانه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس رحمة وأنعم به نعمة يا لها من نعمة قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده يجمع الله لأمته بخاتم المرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما فرقه في غيرهم من الفضائل وزادهم من فضله أنواع الفواضل بل أتاهم كفلين من رحمته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وفي الصحيحين عن ابن عمر وأبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عملا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قراط فعملت اليهود إلى نصف النهار ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ألا لكم الأجر مرتين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء فقال الله تعالى فهل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال الله تعالى فإنه فضلي أعطيه من شئ أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأكمل له ولأمته الدين وبعثه على حين فترة من الرسل وذهور الكفر وانطماس السبل فأحيا به ما درس من معالم الإيمان وقمع به أهل الشرك من عباد الأوثان والنيران والصلبان وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك والارتياب وأقام به منار دينه الذي ارتضاه وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه وأظهر به ما كان مخفيا عند أهل الكتاب وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج الصواب وحقق به صدق التوراة والزبور والإنجيل وأماط به عنها ما ليس بحقها من باطل التحريف والتبديل وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ولما أهبط آدم إلى الأرض قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعطل ما كنا في أصحاب السعير وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون شكرا بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة سبعمائة ثمانية وعشرون هجرية تحقيق وتعليق الدكتور علي ابن حسن ابن ناصر الشريط الثالث عنوان فصل وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين وهو دين الأنبياء وأتباعهم كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين قال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وقال تعالى عن إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى عن يوسف الصديق رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال تعالى عن موسى أنه قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وأخبر تعالى عن السحرة أنهم قالوا لفرعون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال تعالى عن بلقيس ملكة اليمن رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقال تعالى عن المسيح فلما أحث عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام هامش فرعون هو الوليد ابن مصعب ابن مصعب فرعون موسى قيل أنه من العمالقة وقيل هو فرعون يوسف وعمر إلى أيام موسى وقيل هو من القبط وقد ادعى الربوبية كما نص على ذلك القرآن قال أنا ربكم الأعلى وقد كان له دولة عظيمة وكان وزيره هامان قتل الأطفال الذكور من بني إسرائيل عندما أخبر عندما أخبر بظهور موسى ونجى الله موسى عليه السلام بأن التقطته آسيا امرأة فرعون وحمته منه هلك فرعون بالغرق كما ورد في القرآن الكريم بعد ملك طويل هامش بلقيس بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل من حمير ملكة سبأ يمانية من أهل مأرب من أهل مأرب تولت الملك بعد أبيها وقيل بعد رجل عم به الفساد قتلته ثم ملكوها بعده أسلمت في نهاية أمرها بعد خطاب النبي سليمان عليه السلام الذي ورد ذكره في سورة النمل وقد قيل أنه تزوجها ونبثت عنده وقيل بل أمرها على ملك اليمن والله أعلم راجع تاريخ الطبري واحد تقسيم اربعمائة تسعة وثمانون والبداية والنهاية اثنان تقسيم واحد وعشرون شرطة اربعة وعشرون وتفسير القرطبي ثلاثة عشر تقسيم مائة اثنان وثمانون مجلد سبعة والأعلام للزر كلي للزر كلي اثنان تقسيم ثلاثة وسبعون عودة إلى قراءة نص الكتاب فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسل وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام فلا يكون عابدا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله كالذين قال فيهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا يكون مؤمنا به إلا من عبده بطاعة رسله ولا يكون مؤمنا به ولا عابدا له إلا من آمن بجميع رسله وأطاع من أرسل إليه فيطاع كل رسول إلى أن يأتي الذي بعده فتكون الطاعة للرسول الثاني قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض ومن فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض كان كافرا كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولم يكن بعده رسول ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين لم يزل الله سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من الأسباب بما يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب فيظهر به محاسن الإيمان ومحمده ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين لهم ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له ما يحق به الحق أقام الله تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الضاحظة فالقرآن لما كذب به المشركون واجتهدوا على إبطاله بكل طريق مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله ثم بالإتيان بعشر سور ثم بالإتيان بسورة واحدة كان ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب ولو اتبعوه من غير معارضة وإسرار على التبطيل لم يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل وكذلك السحرة لما عارضوا موسى عليه السلام وأبطل الله ما جاء به كان ذلك مما بيّن الله تبارك وتعالى به صدق ما جاء به موسى عليه السلام وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات وبين ما قد يشتبه بها من خوارق السحرة وما للشياطين من التصرفات فإن بين هذين فروقا متعددة منها ما ذكره الله تعالى في قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ومنها ما بيّنه في آيات التحدي من أن آيات الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن تعارض بالمثل فضلا عن الأقوى ولا يمكن أحدا إبطالها بخلاف خوارق السحرة والشياطين فإنه يمكن معارضتها بمثلها وأقوى منها يمكن معارضتها بمثلها وأقوى منها ويمكن إبطالها وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذا أظهروا من حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول ويموهون في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان الذي وعد بظهوره على الدين كله بالبيان والحجة والبرهان ثم بالسيف واليد والسمان قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وذلك بما يقيمه الله تبارك وتعالى من الآيات والدلائل التي يطهر بها الحق من الباطل والخالي من العاطل والهدى من الضلال والصدق من المحال والغي من الرشاد والصلاح من الفساد والخطأ من السداد وهذا كالمحنة للرجل التي تميز بين الخبيث والطيب التي تميز بين الخبيث والطيب قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال تعالى ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون والفتنة هي الامتحان والاختبار كما قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أي امتحانك واختبارك تضل بها من خالف الرسل وتهدي بها من اتبعهم والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان فإنها تميز جيده من رديئه فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن ازداد جودة والباطل كالمغشوش المضيء إذا امتحن ظهر فساده فالدين الحق فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين وقوي به اليقين وازداد به إيمان المؤمنين وأشرق نوره في صدور العالمين والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل ورام أن يقيم عوده المائل أقام الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وتبين أن صاحبه الأحمق كاذب مائق وظهر فيه من القبح والفساد والحلول والاتحاد والتماقض والإلحاد والكفر والضلال والجهل والمحال ما يظهر به لعموم الرجال أن أهله من أضل الضلال حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد وينتبه بذلك من سنة الرقاد من كان لا يميز الغي من الرشاد ويحيى بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين فإنما ذم الله به اليهود والنصارى في كتابه مثل تكذيب الحق المخالف للهوى والاستكبار عن قبوله وحسد أهله والبغي عليهم واتباع سبيل الغي والبخل والجبن وقسوة القلوب ووصف الله سبحانه وتعالى بمثل عيوب المخلوق ونقائصهم وجحد ما وصف به نفسه من صفات الكمال المختصة به التي لا يماثله فيها مخلوق وبمثل الغلو في الأنبياء والصالحين والإشراك في العبادة لرب العالمين والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبد المخلوق هو رب العباد والخروج في أعمال الدين عن شرائع الأنبياء والمرسلين والعمل بمجرد هوا القلب وذوقه ووجده في الدين من غير اتباع العلم الذي أنزله الله في كتابه المبين واتخاذ أكابر العلماء والعباد أربابا يتبعون فيما يبتدعونه من الدين المخالف للأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون هامش الحلول يقسم الجرجاني في كتابه التعريفات الحلول إلى قسمين الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تحلول ماء الورد في الورد فيسمى الثاري حالا والمسري محلا والحلول الجواري عبارة عن كون أحد الجسمين والحلول الجواري عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر تحلول الماء في الكوز والعقيدة الحلولية من أبرز عقائد غلات الصوفية وغلات الشيعة وهي مكتسبة من النصارى الذين قالوا بحلول الله سبحانه وتعالى في جسد المسيح وقد ذكر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أن الحلولية في الجملة عشر فرق كانت في دولة الإسلام وغرت جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع ثم عد من فرق الحلولية السبائية والبيانية والخطابية والنميرية والجناحية وهؤلاء من غلات الروافض والحلاجية والمقنعية والرزامية والعذافرة وهؤلاء من غلات الصوفية انظر التعريفات للجرجاني صفحة 98 والفرق بين الفرق صفحة 254 إلى 266 ودائرة معارف القرن العشرين ثلاثة تقسيم 479 وعشرة تقسيم 351 والتصوف بين الحق والخلق صفحة 61 ودائرة معارف الإسلام مادة الحلول ثمانية تقسيم 55 و56 هامش الاتحاد هو عقيدة وحدة الوجود وهي من أبرز عقائد غلات الصوفية ويختلفون في تصويرها إلى فريقين فريق يرى الله روحا ويرى العالم جسما لذلك الروح فالله هو كل شيء وفريق يرى جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير وجود الله فكل شيء هو الله تعالى الله عن قولهم وهذه النظرية اصطنعها كثير من أقطاب الصوفية منهم ابن الفارد الذي يقول وفي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها وذاتي بذاتي إذ تجلت تحلت وما زلت إياها وإيايا لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت ومنهم ابن عربي يقول العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبدا فذاك ربي أو قلت ربي أنا يكلف انظر التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق للدكتور زكي مبارك واحد تقسيم 133 والتعريفات للجرجاني صفحة 6 والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة صفحة 64 والمؤامرة على الإسلام لأنور الجندي صفحة 49 هامش الإلحاد هو الكفر بالله والميل عن طريق أهل الإيمان والرشد وظهور التكذيب بالبعث والجنة والنار وتكريس الحياة كلها للدنيا فقط وهو اليوم ظاهرة عالمية تحدث الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق عن أسبابها وآثارها وطرق علاجها في كتاب جيد مختصر يقع في 44 صفحة بعنوان الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها وطرق علاجها وانظر التعريف السابق فيه صفحة 6 وانظر كتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صفحة 72 وغيرها عودة إلى قراءة نص الكتاب كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما يظن أنه من التنزيلات الإلهية والفتوحات القدسية مع كونه من وساوث اللعين حتى يكون صاحبها ممن قال الله فيه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل إلى غير ذلك من أنواع البدع والضلالات التي زم الله بها أهل الكتابين فإنها مما حذر الله منه هذه الأمة الأخيار وجعل ما حل بها عبرة لأولي الأبصار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من وقوعها في بعض هذه الأمة وإن كان قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال في أمته أمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وأن أمته لا تجتمع على ضلالة ولا يغلبها من سواها من الأمم بل لا تزال منصورة متبعة لنبيها المهدي المنصور لكن لا بد أن يكون فيها من يتتبع سنن اليهود والنصارى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتأخذ أمتي لتأخذ أمتي لتأخذ أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وزراعا بزراع قالوا يا رسول الله فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك ومن المظهرين للإسلام منافقون والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت اليهود والنصارى فلهذا كان ما ذم الله به اليهود والنصارى قد يوجد في المنافقين المنتسبين للإسلام الذين يظهرون الإيمان بجميع ما جاء به الرسول ويقطنون خلاف ذلك كالملاحدة الباطنية فضلا عن من يظهر الإلحاد منهم ويوجد بعض ذلك في أهل البدع ممن هو مقر بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا لكن اشتبه عليه بعض ما اشتبه على هؤلاء فاتبع المتشابه وترك المحكم كالخوارج وغيرهم من أهل الأهواء هامش الباطنية لقب اصطلاحي يندرج تحته عدة فرق من فرق الشيعة الغلاه يجمعهم القول بتأويل النص الظاهر بالمعنى الباطن وهو مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم ويجمع هذا اللقب القرامطة والخرمية والبابكية والإسماعيلية والسبعية والمحمرة والتعليمية ولكل اسم سبب 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 تسميته كما ذكر علماء الفرق ومذهبهم في الألوهيات القول بألوهية اثنين الأول علة والثاني معلول وفي النبوات يزعمون بأن النبي شخص فاضت عليه من الإله السابق قوة قدسية بواسطة الإله التالي وهو قريب من مذهب الفلاسفة وفي الإمامة يعتقدون أنه لا بد لكل عصر من إمام يرجع إليه في تفسير الظاهر بالباطن ولهم منهج يسلكونه في دعوتهم الغير مبني على مراحل تسمى عندهم رقم واحد التفرس والخداع رقم اثنان التأنيس رقم ثلاثة التشكيك رقم أربعة التعليق رقم خمسة الربط رقم ستة التدليس رقم سبعة التأسيس رقم ثمانية الخلع رقم تسعة الانسلاخ وهذه آخر المراحل راجع صبائح الباطنية للغزالي صفحة ثمانية والفصل لابن حزم اثنان تقسيم مئة وستة عشر والملل والنحل اثنان تقسيم خمسة والفرق بين الفرق صفحة مئتان واحد وثمانين وبيان مذهب الباطنية وبطلانه وقواعد عقائد آل محمد الباطنية صفحة سبعة وسبعين وكل الكتابين للفقيه المؤرخ اليمني محمد بن الحسن الديلمي وكتاب مشكات الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار وكتاب الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام وكل الكتابين ليحيى بن حمزة العلوي وتلبيس إبليس لابن الجوزي صفحة مئة واثنين والمؤامرة على الإسلام صفحة تسعة وثمانين وقد ناقش الإمام بن تيمية في مجموع الفتاوى أربعة عشر تقسيم ثلاثمائة واحد وستين آراء الباطنية وركز على جانب الإلحاد عند هذه الفرقة وبيّن أنه منسلخ من مبادئ الإسلام جملة وتفصيلا يقول رحمه الله مذهب الملاحظة الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين ومن قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس إلى آخره ما ذكر عود إلى قراءة نص الكتاب ويوجد بعض ذلك في أهل البدع ممن هو مقر بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا لكن اشتبه عليه بعض ما اشتبه بعض ما اشتبه على هؤلاء فاتبع المتشابه وترك المحكم كالخوارج وغيذهم من أهل الأهواء وللنصارى في صفات الله سبحانه وتعالى واتحاده بالمخلوقات ضلال شاركهم فيه كثير من هؤلاء بل من الملاحدة من هو أعظم ضلالا من النصارى والحلول والاتحاد نوعان عام وخاص فالعام كالذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان أو أن وجوده عين وجود المخلوقات والخاص كالذين يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل البيت كعلي وغيره مثل النصيرية هامش النصيرية النصيرية أصح الأقوال في نسبته أنها تنسب إلى محمد ابن نصير النميري العابدي وهو من فقهاء الشيعة ومن أعيان البصرة وقد أعلن عن نفسه عام مئتين خمسة وأربعون هجريا بابا للإمام العاشر علي التقي وهي فرقة شيعية غالية متطرفة وطائفة ملحدة تهدم الإسلام وتقتل أبناء المسلمين وتذيقهم صموف العذاب والبلاء ولها وجود قوي في هذا الزمن وقد أكدت فرنسا الصليبية على لقبهم العلوية وأظهرته عندما أقامت لهم دولة عام 1920 ميلاديا ووافق هذا هوى في نفوسهم جميعا فعن طريقه يحققون آمالهم وبه يخفون مقاصدهم السيئة ومعتقداتهم الباطلة التي من أهمها قولهم بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستحلالهم الخمر وإنكار البعث والجنة هو النار وقولهم بقدم العالم وتناسخ الأرواح والصلاة عندهم عبارة عن خمسة أسماء علي والحسن والحسين ومحسن وفاطمة ويترحمون على ابن ملجم لأنه خلص في زعمهم روح اللاهوت من الناسوت ويشاركون في أعياد المصارى كعيد الميلاد وعيد الصليب وذلك راجع إلى معايشتهم لهم وحبهم ومعاونتهم ويقيمون عيد الفرس والشيعة وهو النيروز عيد الربيع ومن أشهر رجالهم في هذا العصر سلمان المرشد الذي ادعى الربوبية وأعدم شنقا عام 1950 ميلاديا في دمشق راجع مقالات الإسلاميين واحد تقسيم 86 والفرق بين الفرق صفحة 252 والملل والنحل 2 تقسيم 24 شرط 25 والفصل لابن حزم 4 تقسيم 188 ومختصر الفتاوي المصرية صفحة 437 فيه رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية جوابا على سائل سأل عنهم وكتاب الجذور التاريخية للنصيرية العلوية للحسيني عبد الله والموسوع الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة صفحة 509 عودة إلى قراءة نص الكتاب فالعام كالذين يقولون إن الله بذاته حال في كل مكان أو أن وجوده عين وجود المخلوقات والخاص كالذين يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل البيت كعلي وغيره مثل النصيرية وأمثالهم أو بعض من ينتسب إلى أهل البيت كالحاكم وغيره مثل الدرزية وأمثالهم أهامش الحاكم منصور بن نزار العبيدي الفاطمي الحاكم بأمر الله ثالث خلفاء الفاطميين بمصر والسادس منهم ممن ولي من أجداده المغرب تولى سنة 386 هجريا عني بالفلسفة عني بالفلسفة والنجوم وأعلنت الدعوة إلى تأليهه أعلنت الدعوة إلى تأليهه سنة 407 هجريا بإشارة الداعية الفارسي حمز بن علي ولما قتل سنة 411 هجرية أعلن حمز أنه غاب ليظهر مرة ثانية والإسماعيلية والدروز يعتقدون ذلك كان الحاكم شيطانا مريدا خبيثا نفس متلون لاعتقاد كما ذكر الزهبي وذكر ابن خلكان أنه كان سفاكا للدماء قتل عددا كثيرا من أماثل دولته انظر وفيات الأعيان 5 تقسيم 292 رقم 742 والعبر 3 تقسيم 104 شرطة 106 وشذرات الذهب 3 تقسيم 192 شرطة 195 والنجوم الزاهرة 4 تقسيم 176 والأعلام 7 تقسيم 305 هامش الدرزية فرقة غالية من فرق الإسماعيلية من غلاة الشيعة ظهرت في بداية القرن الخامس الهجري في مصر في عهد الدولة الفاطمية واتسمت بطابع الباطنية وهم ينتسبون إلى رجلين أحدهما من الدعاة إلى تأليه الحاكم وهو محمد بن إسماعيل تشتكيل الدرزي والآخر منصور أنشتكيل الدرزي أحد قواد الحاكم وصلتهم بالأخير أقوى ويجتمعون اليوم في سوريا ولبنان وفلسطين والمغرب العربي وعقيدتهم مستمدة من عقيدة الإسماعيلية وقد بنى الجميع عقيدتهم على أمرين ظاهر وباطن وما من شيء عندهم إلا وله باطن هو المقصود فيتأولون الصلاة بأنها الاتجاه القلبي للإمام فقط والصيام عدم إفشاء أسرار الدعوة والحج زيارة الإمام وهكذا في سائر الفرائض والواجبات وأمور الغيب راجع في هذه الطائفة الكتب التالية طائفة الدروز محمد كامل حسين والدروز لمحمد علي الزعبي والحركات السرية في تاريخ الإسلام لمحمد عبد الله عنان والفرق بين الفرق صفحة 281 حديث عن الباطنية كلهم حديث عن الباطنية كلهم والتبصير في الدين صفحة 83 ولوامع الأنوار البهية للسفاريني واحد تقسيم 83 ومشكات الأنوار صفحة 65 فما بعدها والموسوع الميصرة في الأديان والمذاهب المعاصرة صفحة 221 عودة إلى قراءة نص الكتاب إلى أهل البيت كالحاكم وغيره مثل الدرزية وأمثالهم أو بعض من يعتقد فيه المشيخة كالحلاجية وأمثالهم الحلاجية هامش الحلاجية نسبة إلى شيخهم أبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج من أهل البيضاء وهي بلده بفارس نشأ بواسط العراق وانتقل إلى البصرة ادعى حلول الإلهية فيه فقبض عليه المقتدر العباسي ثم قتله بفتوى الفقهاء على ذلك سنة 309 وادعى أصحابه أنه لم يقتل وإنما ألقي شبهه على عدو له وقد وصف بأنه كان محتالا يتعاطى مذاهب الصوفية ويدعي كل علم كما وصفاه ابن النديم في الفهرست وقال عنه بأنه يظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة ولا علم له بالقرآن وعلومه والفقه والحديث والشعر وعلوم العرب ثم ذكر له تصانيف غريبة في الأسماء والأوضاع انظر تنجمته في الفهرست لبل النديم صفحة 269 إلى 272 ووفيات الأعيان 2 تقسيم 140 إلى 144 والبداية والنهاية 11 تقسيم 132 وميزان لاعتدال 1 تقسيم 548 وفيه قال ما روى ولله الحمد شيئا من العلم إن سلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق عود إلى قراءة نص الكتاب فمن قال إن الله سبحانه وتعالى حل أو اتحد بأحد من الصحابة أو القرابة أو المشايخ فهو من هذا الوجه أكثر من النصارى الذين قالوا بالاتحاد والحلول في المسيح فإن المسيح عليه السلام أفضل من هؤلاء كلهم ومن قال بالحلول والاتحاد العام فضلاله أعم من ضلال النصارى وكذلك من قال بقدم أرواح بني آدم أو أعمالهم أو كلامهم أو أصواتهم أو مداد مصاحفهم أو نحو ذلك ففي قوله شعبة من قول النصارى فبمعرفة حقيقة دين النصارى وبطلانه يعرف به بطلان ما يشبه أقوالهم من أقوال أهل الإلحاد والبدع فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أذهق الله به ما خالفه كما قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأبان الله سبحانه وتعالى من فضائل الحق ومحاسنه ما كان به محقوقا وكان من أسباب نصر الدين وظهوره أن كتابا ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم قديما وحديثا من الحجج السمعية والعقلية فاقتبى ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب لينتفع بذلك أولو الألباب ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلا وأتبع كل فصل بما يناسبه من الجواب فرعا وأصلا وعقدا وحلا وعقدا وحلا وما ذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في مثل هذا الزمان وقبل هذا الزمان وإن كان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوال فإن هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلك ويتناقلها علماؤهم بينهم والنسخ بها موجودة قديمة وهي مضافة إلى بولس الراهب أسقف صيد الأنطاكي كتبها إلى بعض أصدقائه وله مصنفات في نصر النصرانية وذكر أنه لما سافر إلى بلاد الروم والقسطنطينية وبلاد الملافطة وبعض أعمال الإفرنج ورومية واجتمع بأجلاء أهل تلك الناحية وفاوض أفاضلهم وعلماءهم وقد عظم هذه الرسالة وسماها الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم هامش بولس الراهب أسقف صيد الأنطاكي عاش حوالي القرن الثاني عشر الميلادي وولد في أنطاكية وعاش كراهب فيها واشتهر بذلك في أخريات أيام حياته عين أسقفا لصيدا وقد كان منتميا للكنيسة الملكية وكتب عدة رسائل في الدفاع عن عقيدته وقد ذكر الدكتور مزمّل صديقي أنه بولس خوري أحد نصارى لبنان حقق ونشر كثيرا من رسائله ومن بينها هذه الرسالة وذكر أنه ينسب إليه أربع وعشرون رسالة لكن خوري يعتقد أن خمسا منها فقط هي من أعماله وبولس هذا ليس صاحب الرسائل المشهورة في كتب النصارى وهو شاول اليهودي الذي دخل في النصرانية فأفسدها وبولس هذا ليس صاحب الرسائل المشهورة في كتب النصارى وهو شاول اليهودي الذي دخل في النصرانية فأفسدها لأن المشهور متقدم على الإسلام بعدة قرون وصاحب هذه الرسالة يسوق للدعاوي التي أوردها آيات من القرآن الكريم انظر موقف الإسلام من المسيحية في القرون الوسطى دراسة تحليلية لآراء الإمام ابن تيمية في المسيحية رسالة دكتوراب الإنجليزية للدكتور مزمل صديقي من جامعة هارفارد بأمريكا هامش الأسقف الأسقف الدرجة العليا في الكهنوت وهو كاهن ذو درجة ورتبة أولى موقول إليه كمال الكاهن أن يقدم القرابين وهو في الكنيسة نائب المسيح فله حق الرياسة على الكهنة الذين هم تحت رياسته وسيأتي زيادة إيضاح للدرجات الأخرى في الكهنوت عند النصارى وانظر تفصيل ذلك وبيان درجات الكهنوت في كتاب أسرار الكنيسة السبعة صفحة 184 تأليف الأرشيد يكون حبيب جرجس الطبعة السادسة نشر مكتبة المحبة بالقاهرة وكنز النفائس في اتحاد الكنائس صفحة 191 وقد ذكر أنه ذكر أنه يختلف من كنيسة إلى كنيسة هامش صيدا بالفتح ثم السكون والدال المهملة والمد وأهله يقصرونه مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقي صور بينهما ستة فراسخ وهي اليوم إحدى مدن لبنان في الجنوب منه انظر مراسد الاطلاع إثنان تقسيم 895 ومعجم البلدان ثلاثة تقسيم 438 هامش الأنطاكي نسبة إلى أنطاكية وأنطاكية بالفتح ثم السكون ولياء مخففة مدينة هي قصبة العواصم من الثغور الشامية بينها وبين حلب يوم وليلة وبها كانت مملكة الروم انظر معجم البلدان واحد تقسيم 266 شرطة 270 ومراصد للطلاع واحد تقسيم 124 شرطة 125 والمسالك والممالك للاستخري صفحة 46 هامش الروم جيل معروف كالعرب والفرسي والزنجي وغيرهم من ولد روم ابن عيصوم من ولد روم ابن عيصو ابن إسحاق غلب اسم أبيهم عليهم فصار كالاسم للقبيلة كانت لهم بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم ومشارق بلادهم وشمالهم الترك وشمالهم الترك والروس والخرز وشمالهم الترك والروس والخرز وجنوبهم الشام والأسكندرية وغربهم البحر والأندلس وكانت أنطاكيا دار ملكهم إلى أن فاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ثلاثة تقسيم مئة وثلاثون ومراصد للطلاع اثنان تقسيم ستمائة اثنان واربعون هامش القسطنطينية ويقال قسطنطينية بإسقاط ياء النسبة كان اسمها بيزنطية فنزلها قسطنطين الأكبر وبنى عليها سورا وسماها باسمه واسمها الآن كما يقول صفي الدين البغدادي اسطنبول قلت وهي إحدى مدن تركيا اليوم وكانت عاصمة الدولة العثمانية بعد أن انتقلت عاصمتهم من بورصة إلى اسطنبول انظر معجم البلدان أربعة تقسيم ثلاثمائة سبعة وأربعون ومراصد للطلاع ثلاثة تقسيم ألف اثنان وتسعون والمسالك والممالك للاستخري صفحة خمسون هامش بلاد الملافطة هكذا في جميع النسخ وجاءت في نص الرسالة في موضعين صفحة واحد وصفحة اثنان بلاد الملاطفة بتقديم الطاء المهملة على الفاء ولم أقف لها على ذكر فيما اطلعت عليه من مراجع الأماكن والأنساب هامش رومية مخففة الياء وهي ببلاد الروم مدينة رياستهم وعلمهم قديما من عجائب الدنيا بناء وسعة وكثرة خلق وهناك رومية أخرى بلد بالمداء خرب انظر مرافض للطلاع اثنان تقسيم ستمائة اثنان واربعين والروض المعطار صفحة مئتان اربعة وسبعين وفتح البارد ابن حجر واحد تقسيم اربعون ومعجم البلدان ثلاثة تقسيم مئة والمسالك والممالك للاستخري صفحة واحد وخمسون خان كلمة فارسية تعني زعيم القوم الكبير وملكهم المقدم فيهم والكتاب منسوب اليه على سبيل التعظيم له التوراة انزل على موسى عليه السلام والزبور على داود عليه السلام والانجيل على عيسى عليه السلام وسيأتي توضيح للتحريف الذي طرأ على هذه الكتب وبيان لانقطاع اسانيدها في نهاية الجزء الاول من هذا الكتاب وفي الجزء الثاني لكنه يحسن الاشارة هنا الى ان الموجود اليوم يتكون من العهد القديم والعهد الجديد اما العهد القديم وهو التوراة فينقسم الى ثلاثة اقسام رقم واحد التوراة وهي الاسفار الخمسة التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية رقم اثنان اسفار الانبياء المتقدمين ياشوع قضاة سموئيل الى اخره رقم ثلاثة الكتابات وهي ثلاثة اقسام الف المزامير الزبور الامثال باء المجلات الخمس نشيد الانشاد الجامعة الى اخره جيم الكتب دانيال عزر النحمية اخبار الايام الاول الثاني الى اخره والمجموع تسعة وثلاثون سفرا وهذه كلها العهد القديم وهذه كلها العهد القديم والعهد الجديد يطلق على مجموعة الانجيل وهي كلمة يونانية تعني الحلوان وهو ما تعطيه من من اتاك ببشرة وهو ما تعطيه من اتاك ببشرة ثم اريد بالكلمة البشرة عينها ويتكون من 27 سفرا وينقسم الى ثلاثة اقسام رقم واحد قسم الاسفار التاريخية الاناجيل الاربعة متى مرقص لوقة يوحنى واعمال الرسل التي كتبها لوقة وتحوي قصص تاريخية لحياة عيسى ومعجزاته واعمال الرسل لحياة معلمي المسيحية رقم اثنان الاسفار التعليمية وتشمل 21 رسالة كتب منها بوليس 14 رسالة وثلاث ليوحنى وثنتان لبطرس وواحدة ليعقوب وواحدة ليهوذة رقم ثلاثة رؤيا يوحنى اللاهوتي وتسمى رؤيا لانها اشبه بالاحلام ولكنه رآها في اليقظة وتتحدث عن المسيح بعد رفعه وهي اوهام واساطير ويذكر المؤرخون ان هناك اناجيل اخرى مثل انجيل عيسى وانجيل السبعين وانجيل برنابة والتذكرة ولكن مصيرها حدده مجمع مجمع نيقية الذي رفض كل انجيل لا يقر بالوهية المسيح واثبت واثبت الانجيل التي تقول بالوهيته راجع فهرس الكتاب المقدس صفحة 1360 طبعة دار حلمي نشر دار الكتاب المقدس بالقاهرة والبداية والبداية والنهاية وقاموس الكتاب المقدس صفحة 763 هامش الاقانيم جمع اقنوم وهي كلمة سريانية معناها شخص اساسي او شخص رئيس وهي قريبة من الكلمة اليونانية نوموس ومعناها قانون ولذا فضلت الكنائس الشرقية استعمال لفظ اقنوم على لفظ شخص لان المقصود في التثليف بالاقنوم كيان ذاتي او في الذات انظر اقانيم النصارى دكتور احمد السقة صفحة 9 نقلا عن كتاب دراسات في الكتاب المقدس وكتاب بين المسيحية والاسلام لابي عبيدة الخزرجي بتحقيق الدكتور محمد شام صفحة 75 في الهامش اهامش التثليف هو اعتقاد النصارى ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى عما يقولون ان الله سبحانه وتعالى عما يقولون مثلث الاقانيم واحد الجوهر وقد ناقشهم الشيخ في هذه العقيدة وبين بطلانها في كثير من موضوعات هذا الكتاب والتثليف ليس خاصا بالنصارى فان بعض الاديان القديمة فيها تثليف خاص بها وانظر كلاما مفصلا عن التثليف في دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي اثنان تقسيم 759 شرطة 761 مادة ثلث عودة الى قراءة نص الكتاب وما ذكروه في هذا الكتاب وهو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في مثل هذا الزمان وقبل هذا الزمان وان كان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الاحوال فان هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلك ويتناقلها علماؤهم بينهم والنسخ بها موجودة موجودة قديمة وهي مضافة الى بوليس الراهب اسقف صيد الانطاكي كتبها الى بعض اصدقائه وله مصنفات في نصر النصرانية وذكر انه لما سافر الى بلاد الروم والقسطنطينيين وبلاد الملافطة وبعض اعمال الافرنج ورومية واجتمع باجلاء اهل تلك الناحية وفاوض افاضلهم وعلماءهم وقد عظم هذه الرسالة وسماها الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم ومضمون ذلك ستة فصول الفصل الاول دعواهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعث اليهم بل الى اهل الجاهلية من العرب ودعواهم ان في القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل على ذلك الفصل الثاني دعواهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم اثنى في القرآن على دينهم الذي هم عليه ومدحه بما اوجب لهم ان يثبتوا عليه بما اوجب لهم ان يثبتوا عليه الفصل الثالث دعواهم ان نبوات الانبياء المتقدمين كالتوراة والزبور والانجيل وغير ذلك من النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الاقانيم والتسليف والاتحاد وغير ذلك بانه حق وصواب فيجب التمسك به ولا يجوز العدول عنه اذا لم يعارضه شرع يرفعه ولا عقل يدفعه والفصل الرابع فيه تقرير ذلك بالمعقول وان ما هم عليه من التسليف ثابت بالنظر المعقول والشرع المنقول موافق للأصول والفصل الخامس دعواهم انهم موحدون والاعتذار عما يقولونه من الفاظ يظهر منها تعدد الالهة كالفاظ الاقانيم فان ذلك من جنس ما عند المسلمين من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسين والفصل السادس ان المسيح عليه السلام جاء بعد موسى عليه السلام بغاية الكمال فلا حاجة بعد النهاية الى شرع يزيد على الغاية بل يكون ما بعد ذلك شرعا غير مقبول ونحن ولله الحمد والمنة نبين ان كل ما احتجوا به من حجة سمعية من القرآن او من الكتب المتقدمة على القرآن او عقلية فلا حجة لهم في شيء منها بل الكتب كلها بل الكتب كلها مع القرآن والعقل حجة عليهم لا لهم بل عامة ما يحتجون به من نصوص الانبياء ومن المعقول فهو نفسه حجة عليهم ويظهر منه فساد قولهم مع ما يفسده من سائر النصوص النبوية والموازين التي هي مقاييس عقلية وهكذا يوجد عامة ما يحتج به اهل البدع من كتب الله عز وجل ففي تلك النصوص ما يتبين انه لا حجة لهم فيها بل هي بعينها حجة عليهم كما ذكر امثال ذلك ذكر امثال ذلك في الرد على اهل البدع والاهواء وغيرهم من اهل القبلة وانما عامة ما عند القوم الفاظ متشابهة تمسك بها ظنها تدل عليه وعدل عن الالفاظ المحكمة الصريحة المبنية عن الالفاظ المحكمة الصريحة المبينة مع ما يقترم بذلك من الاهواء وهذه حال اهل الباطل كما قال تعالى فيهم ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فهم في جهل وظلم كما قال تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعزب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فالمؤمنون الذين تاب الله عليهم من الجهل والظلم هم اتباع الانبياء عليهم السلام فان الانبياء بعثوا بالعلم والعدل كما قال تعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى فبين سبحانه وتعالى انه ليس ضالا جاهلا ولا غاويا متبع عن هواه ولا ينطق عن هواه انما نطقه وحي اوحاه الله سبحانه وتعالى وقال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فالهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن العمل الصالح ومبناه على العدم كما قال تعالى وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط هو اصل العدل العدل في حق الله تعالى وهو عبادته وحده لا شريك له فان الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم ولما كان اتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاد في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار رواه أبو داود وغيره فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل كحال أهل البدع والأهواء الذين يتمسكون بالمتشابه المشكوك ويدعون المحكم الصريح من نصوص الأنبياء ويتمسكون بالقدر المشترك المتشابه في المقاييس والآراء ويعرضون عما بينهما من الفروق المانعة من الفروق المانعة من الإلحاق والاستواء كحال الكفار وسائل أهل البدع والأهواء الذين يمثلون المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق ويضربون لله المثل بالقول الهز أهامش المتشابه من حيث معناه العام هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا وقد وصف الله القرآن كله بأنه متشابه على هذا المعنى فقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه الآية 23 من سورة الزمر فالقرآن كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا في المعنى ويماثله وهذا هو التشابه العام هامش والمحكم هو إتقان الكلام بتمييز الصدق من الكذب في أخباره والرشد من الغي في أوامره والمحكم منه ما كان كذلك وقد وصف الله القرآن كله بأنه محكم على هذا المعنى فقال تعالى ألف لامراء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هود رقم واحد فهو محكم أي كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب وهذا هو الإحكام العام أما في حديث أما من حيث المعنى الخاص فالمحكم ما عرف المراد منه والمتشابه ما استأثر الله بعلمه والمحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا والمتشابه ما احتمل أوجها والمحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان يرده إلى غيره ومثلوا للمحكم بناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ووعده ووعيده ومثلوا للمتشابه بمنسوخه وكيفيات أسماء الله وصفاته تنظر الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى اثنان تقسيم سبعة شرطة تسعة والقائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي صفحة مائة واحد وستون والرسالة التدمرية لابن تيمية صفحة ثلاثة وستين شرطة سبعين ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان صفحة مائتان وخمسة عشر عودة إلى قراءة نص الكتاب وذلك أن دين النصارى الباطل إنما هو دين مبتدع ابتدعوه بعد المسيح عليه السلام وغيروا به دين المسيح فظل منهم من عدل عن شريعة المسيح إلى ما ابتدعوه ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كفروا به فصار كفرهم وظلالهم من هذين الوجهين تبديل دين الرسول الأول وتكذيب الرسول الثاني تبديل دين الرسول الأول وتكذيب الرسول الثاني كما كان كفر اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح ثم تكذيبهم المسيح عليه السلام ونبين إن شاء الله أن ما عليه النصارى من التثليف والاتحاد لم يدل عليه شيء من كتب الله لا الإنجيل ولا غيره بل دلت على نقيد ذلك ولا دل على ذلك عقل بل العقل الصريح مع نصوص الأنبياء تدل على نقيب ذلك بل وكذلك عامة شرائع دينهم محدثة مبتدعة لم يشرعها المسيح عليه السلام ثم التكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم هو كفرهم المعلوم لكل مسلم مثل كفر اليهود بالمسيح عليه السلام وأبلغ وهم يبالغون في تكفير اليهود بأعظم مما يستحقه اليهود من التكفير إذ كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحر كذاب بل يقولون أنه ولد غية كما أخبر الله عنهم بقوله وقولهم على مريم بهتانا عظيما والنصار يدعون أن الله الذي خلق الأولين والآخرين وأنه ديان يوم الدين فكانت الأمتان فيه على غاية التناقض والتعادي والتقابل ولهذا كل أمة تذم الأخرى بأكثر مما تستحقه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن سابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم وفد نجران من النصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن حريم له ما أنتم على شيء وكفر بعيسى والإنجيل جميعا فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله ذلك في قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب أهامش التناقض الأمران المتناقضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد ولا يرتفعان عن ذلك الشيء مثل الوجود والعدم انظر كتاب المنطق والفكر الإنساني للدكتور عبدالسلام محمد عبده من صفحة 84 إلى صفحة 89 وكتاب المنطق لمحمد رضا المظفر من صفحة 51 حتى 52 هامش التقابل الأمران المتقابلان هما الأمران المتواجهان والتقابل صور متعددة منها التماقض والتضاد وغير ذلك انظر المنطق والفكر الإنساني من صفحة 84 إلى صفحة 89 وكتاب المنطق لابن تيمية من صفحة 51 إلى صفحة 53 هامش محمد ابن إسحاق ابن يصار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس من تصانيفه السيرة النبوية مطبوعة هذبها ابن هشام ومن الأصل أجزاء مخطوطة في خزانة القرويين كما أفاد بذلك الزركلي رحمه الله ومن تصانيفه كتاب الخلفاء وكتاب المبدأ مات سنة 151 هجرية انظر تهذيب التهذيب 9 تقسيم 38 شرط 46 وميزان لاعتدال 3 تقسيم 468 وتذكرة الحفاظ 1 تقسيم 172 والأعلام للزركلي 6 تقسيم 28 هامش زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبو خارجة ولد سنة 11 قبل الهجرة في المدينة ونجأ بمكة صحابي جليل من أكابرهم وكان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 11 سنة وتعلم وتفقها في الدين فكان رأسا في المدينة في القضاء والفتوى والفرائض مات رحمه الله سنة 45 هجرية انظر الإصابة 1 تقسيم 543 رقم 2880 والبداية والنهاية 8 تقسيم 29 وطبقات ابن سعد 2 تقسيم 358 والأعلام 3 تقسيم 57 هامش هامش كريمة بن عبد الله البربري المدني مولى بن عباس تابعي ثقة ثبت عالم بالتفسير والمغازي طاف البلدان وروا عنه زهاء 300 رجل منهم أكثر من 70 تابعيا مات رحمه الله سنة 107 هجريا وقيل بعد ذلك انظر تهذيب التهذيب 7 تقسيم 263 وتقريبه 2 تقسيم 30 والبداية والنهاية 9 تقسيم 244 شرط 250 وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجي صفحة 229 والأعلام 4 تقسيم 244 هامش سعيد ابن جبير الأسدي بالولاء الكوفي ولد سنة 45 هجرية تابعي ثقة ثبت فقيه كان حبشي الأص أخذ العلم عن ابن عباس وغيره قتل بين يدي الحجاج سنة 95 هجرية رحمه الله تعالى انظر تهذيب التهذيب 4 تقسيم 11 وتقريبه 1 تقسيم 292 وطبقات ابن سعد 6 تقسيم 178 والبداية والنهاية 9 تقسيم 98 والأعلام 3 تقسيم 93 هامش عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القراشي الهاشمي ولد سنة ثلاثة قبل الهجرة وهو حبر الأمة وترجمان القرآن صحابي جليل لازم الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد مع علي الجمل وصفين وكف بصره في آخر عمره وسكن الطائف وتوفى بها سنة 86 هجرية له في الصحيحين وغيرهما 1660 حديثا وجمع له بعض أهل العلم تفسيرا سماه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس مطبوع انظر الإصابة 2 تقسيم 322 رقم 4781 والاستيعاب هامش الإصابة والاستيعاب هامش الإصابة 2 تقسيم 342 والطبقات الكبرى لابن سعد 2 تقسيم 365 والبداية والنهاية 8 تقسيم 295 شرط 307 والأعلام 4 تقسيم 95 هامش النجران بالفتح ثم السكون وآخره نون وهو في عدة مواضع والمقصود بها النجران الواقعة في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية وهي إحدى مدن المملكة العربية السعودية وبها كان خبر الأخدود عود إلى قراءة نص الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب قال كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر أي أي تكفر اليهود أي تكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى عليه السلام وفي الإنجيل بإجابة عيسى بتصديق موسى وبما جاء به من التوراة من عند الله وكل يكفر بما في يدي صاحبه قال قتاده وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قال بلى قد كان أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال بلى قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا فاليهود كذبوا بدين النصارى وقالوا ليسوا على شيء والنصارى كذبوا بجميع ما تميز به اليهود عنهم حتى في شرائع التوراة التي لم ينسخها المسيح بل أمرهم بالعمل بها وكذبوا بكثير من الذين تميزوا به عنهم حتى كذبوا بما جاء به عيسى عليه السلام من الحق لكن النصارى انبالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب عما ابتدعوه من الغلو والضلال فلا ريب أن اليهود لما كذبوا المسيح صاروا كفارا كما قال تعالى للمسيح إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وقال تعالى قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وكفر النصارى بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وبمخالفة المسلمين وكفر النصارى بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وبمخالفة المسلمين أعظم من كفر اليهود بمجرد تكذيب المسيح فإن المسيح لم ينسخ من شرع التوراة إلا قليلا وسائر شرعه إحالة على التوراة ولكن عامة دين النصارى أحدثوه بعد المسيح فلم يكن في مجرد تكذيب اليهود له من مخالفة شرع الله الذي جاء بكتاب مستقل من عند الله لم يحل شيئا من شرعه على شرع غيره قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون والقرآن أصل كالتوراة وإن كان أعظم منها ولهذا علماء النصارى يقرنون بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كما قال النجاشي ملك النصارى لما سمع القرآن هامش النجاشي بفتح النون على المشهور وقيل تكسر وبتشديد آخره وهو أصحمه ابن أبحر ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب له أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه وكان ردءا للمسلمين نافعا وقصته مشهورة في إحسانه إلى المهاجرين إليه من المسلمين وعندما توفى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونفر من الصحابة صلاة الغائب صلاة الغائب انظر ترجمته في الإصابة واحد تقسيم مئة وسبعة عشر ومسلم بشرح النووي سبعة تقسيم اثنان وعشرون مجلد أربعة والفتح الرباني اثنان وعشرون تقسيم اربعمائة ثمانية وأربعون والبداية والنهاية ثلاثة تقسيم ثمانية وسبعون عودة إلى قراءة نص الكتاب قال النجاشي ملك النصارى لما سمع القرآن إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة وقال ورق ابن نوفل وهو من أحبار نصارى العرب لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هامش ورق ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة من قريش حكيم جاهلي اعتزل الأوثان قبل الإسلام وامتنع من أكل زبائحها وتنصر وقرأ كتب الأديان وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة وقد ورد ما يدل على ذلك في صحيح البخاري في الحديث الذي ساقه المؤلف وسيأتي تخريجه مات ورقه سنة 12 قبل الهجرة انظر الإصابة للحافظ ابن حجر ثلاثة تقسيم خمسمائة سبعة وتسعين رقم تسعة آلاف مائة ثلاثة وثلاثين والبداية والنهاية لابن كثير في مواضع مختلفة في اثنان تقسيم مائتان تسعة وثلاثين وثلاثة تقسيم ثلاثة إلى ستة عشر وثلاثة تقسيم سبعة عشر والأعلام للزركلي ثمانية تقسيم مائة وأربعة عشر ومائة وخمسة عشر عودة إلى قراءة نص الكتاب وكذلك قال ورق ابن نوفل وهو من أحبار نصارى العرب لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنه يأتيك الناموس الذي يأتي موسى يا ليتني فيها جذعة حين يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا ولهذا يقرن سبحانه بين التوراة والقرآن في مثل قوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ومن قبل قالوا سحران تظاهر ويعني التوراة والقرآن وفي القراءة الأخرى قالوا ساحران أي محمد وموسى وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فلم ينزل الكتاب من عند الله أهدا من التوراة والقرآن ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وهؤلاء النصارى ذكر كاتب كتابهم في كتابه أنه لما سأله سائل أن يفحص له فحصا بينا عما يعتقده النصارى المسيحيون المختلفة ألسنتهم المختلفة ألسنتهم المتفرقة في أربع زوايا العالم من المشرق إلى المغرب ومن الجنوب إلى الشمال والقاطنون بجزائر البحر أهامش ذكر الأستخري في المسالك والممالك صفحة 51 أنه يوجد في بحر الروم الأبيض المتوسط الآن جزائر صغار وكبار وجبال قال فأما المعمور بالناس فهي سقلية وهي أكبرها وأقريتش وقبرص وجبل القلال فأما السقلية فهي قريبة من الإفرنجة وأقريتش دونها وسكانها جميعا مسلمون وبين أظهرهم نبذ من النصارى وقبرص أهلها نصارى وقد فتحها معاوية صلحا وهادن أهلها وهم نصارى من الروم عود إلى قراءة نص الكتاب والقاطنون بجزائر البحر والمقيمون بالبر المتصل إلى مغيب الشمس وإن الأسقف دميان الملك الرومي اجتمع بمن اجتمع به من أجلائهم ورؤسائهم وفاوض من فاوض من أفاضلهم وعلمائهم فيما علمه من رأي القوم الذين رآهم بجزائر البحر قبل دخوله إلى قبرص وخاطبهم في دينهم وما يعتقدونه ويحتجون به عن أنفسهم قال الكاتب على لسان الأسقف إنهم يقولون إنا سمعنا أن قد ظهر إنسان من العرب اسمه محمد يقول إنه رسول الله وأتى بكتاب فذكر أنه منزل عليه من الله فلم نزل إلى أن حصل الكتاب عندنا قال فقلت لهم إذا كنتم قد سمعتم بهذا الكتاب وهذا الإنسان واجتهدتم على تحصيل هذا الكتاب الذي أتى به عندكم فلأي حال لم تتبعوه ولا في يما وفي الكتاب يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أجابوا قائلين لأحوال شتى قال فقلت وما هي قالوا منها أن الكتاب عربي وليس بلساننا حسب ما جاء فيه يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقال بلسان عربي مبين وقال في سورة الشعراء ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين وقال في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم وقال تعالى في سورة القصص لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وقال في سورة السجدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون وقال في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر وآباؤهم فهم غافلون قالوا فلما رأينا هذا علمنا أنه لم يأتي إلينا بل إلى جاهلية العرب الذين قال إنه لم يأتهم رسول ولا نذير من قبله وإنه لا يلزمنا اتباعه لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله خاطبونا بألسنتنا وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلغاتنا على ما يشهد لهم هذا الكتاب الذي أتى به هذا الرجل حيث يقول في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة الرسول وقال في سورة الروم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فقد صح في هذا الكتاب أنه لم يأتي إلا إلى الجاهلية من العرب وأما قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فيريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين أتاهم بلغتهم لا غيرهم من من لم يأتهم بما جاء فيه ونعلم أن الله عدل وليس من عدله أن يطالب يوم القيامة أمة باتباع إنسان لم يأت إليهم ولا وقفوا له على كتاب بلسانهم ولا من جهة داع من قبله هذه ألفاظهم بأعيانها في الفصل الأول وهذا الفصل لم يتعرضوا فيه لا لتصديقه ولا لتكذيبه بل زعموا أن في نفس هذا الكتاب أنه لم يقل إنه مرسل إليهم بل إلى جاهلية العرب وإن العقل أيضا يمنع أن يرسل إليهم فنحن نبدأ الجواب عن هذا ونبين أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مرسل إليهم وإلى جميع الإنس والجن وأنه لم يقل قط أنه لم يرسل إليهم ولا في كتابه ما يدل على ذلك وأما محتج به من الآيات التي غلطوا في معرفة معناها فتركوا النصوص الكثيرة الصريحة في كتابه التي تبين أنه مرسل إليهم من جنس ما فعلوه في التوراة والإنجيل والزبور وكلام الأنبياء حيث تركوا النصوص الكثيرة الصريحة وتمسكوا بقليل من المتشابه الذي لم يفهموا معناه الذي لم يفهموا معناه ومعلوم أن الكلام في صدق مدعي الرسالة وكذبه متقدم على الكلام في عموم رسالته وخصوصها وإن كان قد يعلم أحدهما قبل الآخر لكن هؤلاء القوم ادعوا خصوص رسالته وذكروا أن القرآن يدل على ذلك فنجيب عما ذكروه على حسب ترتيبهم فصلا فنقولوا وبالله التوفيق الكلام في من خاطب الخلق بأنه رسول الله إليهم كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم وغيره ممن قال أنه رسول الله كإبراهيم وموسى ونحوهما من الرسل الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآل كل من الصالحين وكمسيلمة الكذاب والأسود العنسي ونحوهما من المتنبئين الكذابين ينبني على أصلين أحدهما أن نعرف ما يقوله في خبره وأمره فنعرف ما يخبر به ويأمر به وهل قال إنه رسول الله إلى جميع الناس أو قال إنه لم يرسل إلا إلى طائفة معينة لا إلى غيرها والثاني أن يعرف هل هو صادق أو كاذب وبهذين الأصلين يتم الإيمان المفصل وهو معرفة صدق الرسول ومعرفة ما جاء به وأما الإيمان المجمل فيحصل بالأول وهو معرفة صدقه فيما جاء به كإيماننا بالرسل المتقدمة وقد نعلم صدقه أو كذبه وهؤلاء بدأوا في كتابهم هذا بما ذكره الرسول مما زعموا أنه حجة لهم على عدم وجوب اتباعه وعلى مدح دينهم الذي هم اليوم عليه بعد النسخ والتبديل ثم ذكروا حججا مستقلة على صحة دينهم ثم ذكروا ما يقدح فيه وفي دينه فلهذا قدمنا الجواب عن ما احتجوا به من القرآن كما قدموه في كتابهم أهامش مسيلمة الكذاب هو مسيلمة ابن ثمامة الحنفي الوائلي أبو ثمامة متنبئ كذاب من المعمرين ولد ونشأ باليمامة بوادي حنيفة في نجد عرف برحمن اليمامة ارتد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ولحق الرسول بالرفيق الأعلى قبل القضاء على فتنته ثم تولى أبو بكر قتال المرتدين وقتل هذا الخبيث سنة 12 هجريا في المعركة التي دارت بين الصحابة والمرتدين انظر سيرة بن هشام أربعة تقسيم مئة اثنان وثمانين وفتوح البلدان سبع وتسعين تقسيم مئة وثلاثة والطبري ثلاثة تقسيم مئتان واحد وثمانين شرطة ثلاثمائة وواحد وابن الوردي واحد تقسيم مئتان وستة عشر والبداية والنهاية ستة تقسيم ثلاثمائة ثلاثة وعشرين وشذرات الذهب واحد تقسيم 23 الأسود العنسي هو عهيلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي ذو الخمار متنبئ مشعوذ من أهل اليمن كان جبارا أسلم لما أسلمت اليمن وارتد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول مرتد في الإسلام ودع النبوة وأرى قومه أعاجيب استهواهم بها ولم يلبس إلا أربعة أشهر ثم وثب عليه فيروز الديلمي ومعه معاونوه فقتلوه وذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر واحد فقط راجع تاريخ الطبري ثلاثة تقسيم مئتان سبعة وعشرين شرطة مئتان وأربعين وفتوح البلدان صفحة مئة وثلاثة عشر وابن الوردي واحد تقسيم مئتان وثلاثة عشر والبداية والنهاية ستة تقسيم ثلاثمائة وعشرة وفتح الباري ثمانية تقسيم اثنان وسبعين شرطة ثلاثة وسبعين والأعلام خمسة شرطة مئة وإحدى عشر شكرا بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة سبعمائة ثمانية وعشرين هجرية تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر الدكتور حمدان بن محمد الحمدان الشريط الرابع فصل ودلائل صدق النبي الصادق وكذب المتنبي الكاذب كثيرة جدا فإن من ادعى النبوة وكان صادقا فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم والدين فإنه لا أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه وإن كان بعضهم أفضل من بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وإن كان المدعي للنبوة كاذبا فهو من أكثر خلق الله وشرهم كما قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وقال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء عند ربهم ذلك جزاء المحسنين وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس أليس في جهنم مثوى للمتكبرين فالكذب أصل للشر وأعظمه الكذب على الله عز وجل والصدق أصل للخير وأعظمه الصدق على الله تبارك وتعالى وفي الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب ولما كان هذا من أعلى الدرجات وهذا في أسفل الدركات كان بينهما من الفروق والدلائل والبراهين التي تدل على صدق أحدها وكذب الآخر ما يظهر لكل من عرف حالهما ولهذا كان الدلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة كما أن دلائل كذب المتنبئين كثيرة متنوعة كما قد بسط في موضع آخر فصل إذا عرف هذا فهؤلاء القوم في هذا المقام ادعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليهم بل إلى أهل الجاهلية من العرب فهذه الدعوة على وجهين إما أن يقولوا إنه بنفسه لم يدعي أنه أرسل إليهم ولكن أمته ادعوا له ذلك وإما أن يقولوا إنه ادعى أنه أرسل إليهم وهو كاذب في هذه الدعوة وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول وفي آخره قد يقال أنهم أشاروا إلى الوجه الثاني لكنهم في الحقيقة لم ينكروا رسالته إلى العرب وإنما أنكروا رسالته إليهم وأما رسالته إلى العرب فلم يصرحوا بتصديقه فيها ولا بتكذيبه وإن كان ظاهر لفظهم يقتضي الإقرار برسالته إلى العرب بل صدقوا بما وافق قولهم وكذبوا بما خالف قولهم ونحن نبين أنه لا يصح احتجاجهم بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتكلم على الوجهين جميعا ونبين أنه لا يصح احتجاجهم بشيء من القرآن على صحة دينهم بوجه من الوجوه ونبين أن القرآن لا حجة فيه لهم ولا فيه تماقض وكذلك كتب الأنبياء المتقدمين الذين يحتجون بها هي حجة عليهم ليس فيها شيء منها حجة لهم ولو لم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فكيف والكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم موافق لسائر كلام الأنبياء عليهم السلام في إبطال دينهم وقولهم في التثليث والاتحاد وغير ذلك مع العقل الصريح فهم احتجوا في كتابهم هذا بالقرآن وبما جاءت به الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم مع العقل ونحن نبين أنه لا حجة لهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا فيما جاءت به الأنبياء قبله ولا في العقل بل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءت به الأنبياء قبله مع صريح العقل كلها براهين قطعية على فساد دينهم ولكن نذكر قبل ذلك أن احتجاجهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح بوجه من الوجوه وأنه لا يجوز أن يحتج بمجرد المنقول عن محمد صلى الله عليه وسلم من يكذبه في كلمة واحدة مما جاء به وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام بخلاف الاحتجاج بكلام غير الأنبياء فإن ذلك يمكن موافقة بعضه دون بعض وأما ما أخبرت به الأنبياء عليهم السلام أو من قال إنه نبي فلا يمكن الاحتجاج ببعضه دون بعض سواء قدر صدقهم أو كذبهم فيقال لهم على كل تقدير سواء أقروا بنبوته إلى العرب أو غيرهم أو كذبوه في قوله إنه رسول الله أو سكتوا عن هذا وهذا أو صدقوه في البعض دون البعض إن احتجاجكم على صحة ما تخالفون فيه المسلمين مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح بوجه من الوجوه فاحتجاجكم على أنه لم يرسل إليكم أو على صحة دينكم بشيء من القرآن حجة ذاحدة على كل تقدير مع أن سنبين إن شاء الله تعالى أن الكتب الإلهية كلها مع المعقول لا حجة لكم في شيء منها بل كلها حجة عليكم وهذا بخلاف المسلمين فإنه يصح احتجاجهم على أهل الكتاب اليهود والنصارى بما جاءت به الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب لا يصح احتجاجهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن المسلمين مقرون بنبوة موسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء وذلك أن المسلمين مقرون بنبوة موسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام وعندهم يجب الإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله وهذا أصل دين المسلمين فمن كفر بنبي واحد أو كتاب واحد فهو عندهم كافر بل من سب نبيا من الأنبياء فهو عندهم كافر مباح الدم كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم كبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والكتاب والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله يتناول التوراة والإنجيل كما يتناول القرآن كقوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم وقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفي الكراءة الأخرى وكتابه كقوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم وقوله تعالى ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فذكر أن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون ثم أخبر أن هؤلاء هم المفلحون فحصر الفلاح في هؤلاء فلا يكون مفلحا إلا من كان من هؤلاء وقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هو صفة للمذكورين ليس هؤلاء صنفا آخر فإن عطف الشيء على الشيء قد يكون لتغاير الصفات وإن كانت الذات واحدة هذا هو الصحيح هنا وإن كان قد قيل إن الصنف الثاني مؤمن أهل الكتاب والأول هم المسلمون فهذا ضعيف وأفسد منه قول هؤلاء وأفسد منه قول هؤلاء أن صار إن الكتاب المراد به الإنجيل كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى هامش للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال الأول أن هذه الآيات الأربع وصف لجميع المؤمنين الذين تلك صفاتهم من العربي والعجم وأهل الكتابين وقد عزاه ابن جرير في تفسيره إلى مجاهد والربيع ابن أنس وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية وابن كثير والشوكاني وقال الشوكاني رحمه الله والحق أن هذه الآية والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية في المؤمنينك التي قبلها وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله بمقتضى لجعل ذلك وصفا لمؤمن أهل الكتاب ولم يأتي ما يوجب المخالفة لهذا ولا في النظم القرآني ما يقتضي ذلك وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين في غير آية فمن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية ثم ساق غيرها من الآيات في تفسيره فتح القدير 1 تقسيم 37 الثاني أن الآيتين الأولى والثامنة في مؤمن العرب خاصة دون غيرهم والثالثة والرابعة في مؤمن أهل الكتاب وكل صنف غير الآخر فالمؤمنون بالغيب نوع غير النوع المصدق بالكتابين وقد عزى ابن جرير هذا القول إلى السدي في تفسيره ونقله السدي عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة ثم انتصر لهذا القول ابن جرير رحمه الله وذكر أن هذا عنده أولى الأقوال بالصواب وأشبهها بتأويل الكتاب وعلل بأنه قد صير الكفار بعد ذلك جنسين كافرا مختوما على قلبه ومنافقا مرائيا بإظهار الإيمان وإبطال النفاق فكذلك صير المؤمنين في أول السورة صنفين جاء هذا في تفسيره واحد تقسيم تسعة وسبعين وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره واحد تقسيم ثلاثة وأربعين ردا على هذه مناسبة بين الآيات لا تستقيم شاهدا قويا له رحمه الله على ما ذكر الثالث أنها نزلت هذه الآيات الأربع في مؤمن أهل الكتاب خاصة لإيمانهم بالقرآن عند إخبار الله فيه بالغيوب التي كانوا يخفونها بينهم ذكر ابن جرير في واحد تقسيم تسعة وسبعين بدون أن يعزوه إلى أحد قلت وأحسن هذه الأقوال القول الأول المتضمن أن هذه الآيات وصف لجميع المؤمنين وأن آية والذين يؤمنون معطوفة على التي قبلها صفة للمتقين بعد صفة والعطف لتغاير الصفات كما استشهد لذلك ابن تيمية بآيات كثيرة من القرآن على هذا النحو والله أعلم وانظر بالإضافة لما سبق أسباب النزول للواحدي صفحة ثلاثة عشر ولباب النقول للسيوطي صفحة سبعة وتفسير القرطبي واحد تقسيم مئة وثمانين وتفسير النسفي واحد تقسيم إثنى عشر عودة إلى قراءة نص الكتاب والعطف لتغاير الصفات كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وهو سبحانه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وقوله تعالى أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآيات وكذلك قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهم الذين على هدى من ربهم وهم المفلحون ولكن فصل إيمانهم بعد أن أجمله لألا يظن ظان أن مجرد دعوة الإيمان بالغيب ينفع وإن لم يؤمن بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من قبله فلو قال أحد من الناس أنا أؤمن بالغيب وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو ببعض ما أنزل على من قبله لم يكن مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله ولو كانوا صنفا آخر لكان المفلحون قسمين قسما يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله وقسما يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله ولا يؤمنون بالغيب وهذا باطل عند جميع الأمم المؤمنين واليهود والنصارى فإن الإيمان بما أنزل إليه وإلى من قبله يتضمن الإيمان بالغيب والإيمان بالغيب لا يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى والمسلمون لا يستجيز أحد منهم التكذيب بشيء مما أنزل على من قبل محمد صلى الله عليه وسلم لكن الاحتجاج بذلك عليهم يحتاج إلى ثلاث مقدمات إحداها ثبوت ذلك عن الأنبياء عليهم السلام والثانية صحة الترجمة إلى اللسان العربي أو اللسان الذي يخاطب به كالرومي والسرياني فإن لسان موسى وداود والمسيح وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل كانت عبرانية ومن قال إن لسان المسيح كان سريانيا أو روميا فقد غلط والثالثة تفسير ذلك الكلام ومعرفة معناه فلهذا كان المسلمون لا يردون شيئا من الحجج بتكذيب أحد من الأنبياء في شيء قاله ولكن قد يكذبون الناقل عنهم أو يفسرون المنقول عنهم بما أرادوه أو بمعنى آخر على وجه الغلط وإن كان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقل أو تأويل بعض المنقول عنهم فهو كما يغلط من يغلط منهم ومن سائر أهل الملل في التكذيب على وجه الغلط ببعض ما ينقل عن من يقر بنبوته أو في تأويل المنقول عنه وهذا بخلاف تكذيب نفس النبي فإنه كفر صريح بخلاف أهل الكتاب فإنه لا يتم مرادهم إلا بتكذيبهم ببعض ما أنزل الله ومتى كذب بكلمة واحدة مما أخبر به من قال إنه رسول الله بطل احتجاجه بسائر كلامه فكانت حجتهم التي يحتجون بها ضاحضة وذلك أن الذي يقول إنه رسول الله إما أن يكون صادقا في قوله إني رسول الله وفي جميع ما يخبر عنه عن الله وإما أن يكون كاذبا ولو في كلمة واحدة عن الله فإن كان صادقا في ذلك إنتنع أن يكذب على الله في شيء مما يبلغه عن الله فإن من كذب على الله ولو في كلمة واحدة كان ممن افترى على الله الكذب ولم يكن رسولا من رسل الله ومن افترى على الله الكذب تبين أنه من المتنبئين الكذابين ومثل هذا لا يجوز أن يحتج بخبره لا يجوز أن يحتج بخبره عن الله فإنه قد علم أن الله لم يرسله وإذا قال هو قولا وكان صادقا كان كما يقوله غيره يقبل لا لأنه بلغه عن الله ولا لأنه رسول عن الله يقبل لا لأنه بلغه عن الله ولا لأنه رسول عن الله بل كما يقبل من المشركين وسائر الكفار ما يقولونه من الحق فإن عباد الأوثان إذا قالوا عن الله ما هو حق مثل إقرار مشرك العرب بأن الله خلق السماوات والأرض لم نكذبهم في ذلك وإن كانوا كفارا وكذلك إذا قال الكافر إن الله حي قادر خالق لم نكذبه في هذا القول فمن كذب على الله في كلمة واحدة قال إن الله أنزلها عليه ولم يكن الله أنزلها عليه فهو من الكذابين الذين لا يجوز أن يحتجوا أن يحتج بشيء من أقوالهم التي يقولون إنهم يبلغونها عن الله تبارك وتعالى وما قالوه غير ذلك فهم فيه كسائر الناس بل كأمثالهم من الكذابين إن عرف صحة ذلك القول من جهة غيرهم قبل لقيام الدليل على صحته لا لكونهم قالوه وإن لم يعرف صحته من جهة غيرهم لم يكن في قولهم له مع ثبوت كذبهم على الله حجة وحينئذ فهؤلاء إن أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه صادق فيما بلغه عن الله من الكتاب والحكمة واجب عليهم الإيمان بكل ما ثبت عنه من الكتاب والحكمة كما يجب الإيمان بكل ما جاءت به الرسل وإن كذبوه في كلمة واحدة أو شكوا في صدقه فيها امتنع مع ذلك أن يقروا بأنه رسول الله وإذا لم يقروا بأنه رسول الله كان احتجاجهم بما قاله كاحتجاجهم بسائر ما يقوله من ليس من الأنبياء بل من الكذابين أو من المشكوك في صدقهم ومعلوم أن من عرف كذبه من عرف كذبه على الله من عرف كذبه على الله فيما يقول إنه يبلغه عن الله أو شك في صدقه لا يعلم أنه رسول الله ولا أنه صادق في كل ما يقوله ويبلغه عن الله وإذا لم يعلم ذلك منه لم يعرف أن الله أنزل إليه شيئا بل إذا عرف كذبه عرف أن الله لم ينزل إليه شيئا ولا أرسله كما عرف كذب مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي كما عرف كذب ماني وأمثاله وغيرهم من المتنبئين الكذابين هامش طليحة ابن خويلد الأسدي من أسدي خزيمة كان شجاعا فصيحا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني أسد سنة تسعة هجرية ولما رجعوا ارتد طليحة ولما رجعوا ارتد طليحة وادع النبوة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكثر أتباعه بعد وفاة الرسول من قبائل أسد وغطفان وطيء سير إليه أبو بكر جيشا بقيادة خالد فانهزم طليحة ثم فر إلى الشام ثم أسلم ووفد على عمر فبايعه في المدينة ووفد على عمر فبايعه في المدينة وخرج إلى العراق فحسن بلاؤه في الفتوح واستشهد بنهاوند سنة 21 هجرية هامش ماني بن فاتك الحكيم سنوي تنسب إليه طائفة المانوية زعم أن للعالم صامعين أحدهما فاعل الخير وهو نور والثاني فاعل الشر وهو ظلم وهم قديمان لم يزلوا وهم مختلفان في النفس والصورة متضابان في الفعل والتدبير وقد ظهر ماني في زمان شابور بن أزدشير وذلك بعد عيسى عليه السلام وقد تبعه خلق كثير من المجوس وادعوا له النبوة قتل زمان سابور بن بهرام راجع الملل والنحل واحد تقسيم 244 والفرق بين الفرق 271 وابن الوردي واحد تقسيم 61 وتاريخ اليعقوبي واحد تقسيم 159 عودة إلى قراءة نص الكتاب وإذا شك في صدقه في كلمة واحدة بل جوز أن يكون كذبها عمدا أو خطأا لم يجز تصديقه مع ذلك في سائر ما يبلغه عن الله لأن تصديقه فيما يخبر به عن الله إنما يكون إذا كان رسولا صادقا لا يكذب عمدا ولا خطأا فإن كل من أرسله الله لابد أن يكون صادقا في كل ما يبلغه عن الله لا يكذب فيه عمدا ولا خطأا وهذا أمر اتفق عليه الناس كلهم المسلمون واليهود والنصارى وغيرهم اتفقوا على أن الرسول لابد أن يكون صادقا معصوما فيما يبلغه عن الله لا يكذب على الله خطأا ولا عمدا فإن مقصود الرسالة لا يحصل بدون ذلك كما قال موسى عليه السلام لفرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق وفي القراءة المشهورة يخبر أنه جدير وحري وثابت ومستقر على أن لا يقول على الله إلا الحق وعلى القراءة الأخرى أخبر أنه واجب عليه أن لا يقول على الله إلا الحق وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه الآية وهذا لبسطه موضع آخر وهذا لبسطه موضع آخر وإنما المقصود هنا أن احتجاجكم بكلمة واحدة مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح بوجه من الوجوه فإنه إن كان رسولا صادقا في كل ما يخبر به عن الله عز وجل فقد علم كل واحد أنه جاء بما يخالف دين النصارى فيلزم إذا كان رسولا صادقا أن يكون دين النصارى باطلا وإن قالوا في كلمة واحدة مما جاء به أنها باطلة لازم أن لا يكون عندهم رسولا صادقا مبلغا عن الله وحينئذ فسواء قالوا هو ملك عادل أو هو عالم من العلماء أو هو رجل صالح من الصالحين أو جعلوه قديسا عظيما من أعظم القديسين فمهما عظموه به ومدحوه به لما رأوه من محاسنه الباهرة وفضائله الظاهرة وشريعته الطاهرة متى كذبوه في كلمة واحدة مما جاء به أو شك فيها كانوا مكذبين له في قوله إنه رسول الله وأنه بلغ هذا القرآن عن الله ومن كان كاذبا في قوله إنه رسول الله لم يكن من الأنبياء والمرسلين ومن لم يكن قوله حجة البتة لكن له أسوة أمثاله فإن عرف صحة ما يقوله بدليل منفصل قبل القول لأنه عرف صدقه من غير جهته لا لأنه قاله وإن لم يعرف صحة القول لم يقبل فتبين أنه إن لم يقر المقر لمن ذكر أنه رسول الله بأنه صادق في كل ما يبلغه عن الله معصوم عن استقرار الكذب خطأا أو عمدا لم يصح احتجاجهم بقوله وهذا الأصل يبطل قول عقلاء أهل الكتاب وهو لقول جهالهم أعظم إبطالا فإن كثيرا من عقلاء أهل الكتاب وأكثرهم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم لما دعا إليه من توحيد الله تعالى ولما نهى عنه من عبادة الأوثان ولما صدق التوراة والإنجيل والمرسلين قبله ولما ظهر من عظمة القرآن الذي جاء به ومحاسن الشريعة التي جاء بها وفضائل أمته التي آمنت به ولما ظهر عنه وعنهم من الآيات والبراهين والمعجزات والكرامات لكن يقولون مع ذلك إنه بعث إلى غيرنا وإنه ملك عادل له سياسة عادلة وإنه مع ذلك حصل علوما من علوم أهل الكتاب وغيرهم ووضع لهم ناموسا بعلمه ورتبه كما وضع أكابرهم لهم القوانين والنواميس التي بأيديهم ومهما قالوه من هذا فإنهم لا يصيرون به مؤمنين به ولا يسع لهم بمجرد ذلك الاحتجاج بشيء مما قاله لأنه قد عرف بالنقل المتواتر الذي يعلمه جميع الأمم من جميع الطوائف أنه قال إنه رسول الله إلى جميع الناس وأن الله أنزل عليه القرآن فإن كان صادقا في ذلك فمن كذبه في كلمة واحدة فقد كذب رسول الله ومن كذب رسول الله فهو كافر وإن لم يكن صادقا في ذلك لم يكن رسولا لله بل كان كاذبا ومن كان كاذبا على الله يقول الله أرسلني بذلك ولم يرسله به لا يجوز أن يحتج بشيء من أقواله وأما من كان من جهلاء أهل الكتاب الذين يقولون أنه كان ملكا مسلطا عليهم وأنه رسول غضب أرسله الله إرسالا كونيا لينتقم به منهم كما أرسل بختنصر وسمحاريب على بني إسرائيل وكما أرسل جانكيس خان وغيره من الملوك الكافرين والظالمين هامش بختنصر من ملوك الفرس ببابل قيل كان مستقلا بنفسه وقيل كان نائبا للفرس ثم استقل بالملك بعد موت له راسف له راسف وملك الفرس وملك الفرس سبعا وخمسين سنة كان بدايتها سنة سبعمائة تسعة وسبعين لوفاة موسى وقد سلمه العرب وقد سالمه العرب فأحسن إليهم أما بنوا إسرائيل فقد صالحوه لكنهم غدروا به فقاتلهم حتى أبادهم وخرب بيت المقدس وأحرقه ولجأ من بقي منهم إلى فرعون مصر في عهده فأتبعهم فاتبعهم وقاتل فرعون وأتباعه حتى قتله وصلبه وحاز ذخائر مصر وسبي القبط وغيرهم راجع تاريخ الطبري 1 تقسيم 538 وتتمت المختصر لابن الوردي 1 تقسيم 60 و45 والبداية والنهاية 1 تقسيم 538 و2 تقسيم 34 وتفسير الطبري 15 تقسيم 22 مجلد 4 وصفر عزرة الإصحاح الأول فقرة سبعة وصفر دانيال الإصحاح الأول الفقرة واحد إلى سبعة هامش سم حريب ملك من ملوك بابل اتجه بجيشه لغزو ملك بني إسرائيل حزقية ببلاد بيت المقدس فنصر الله حزقية الذي كان سامعا مطيعا للنبي أشعية وقد أسر سم حريب ثم أطلق فرجع إلى بلاده ثم مات بعد سبع سنين وقيل قتله ابنان من أولاده في نينوى ثم هرب إلى جبال الموصل ثم إلى القدس فآمن بحزقية راجع تاريخ الطبري واحد تقسيم خمسمائة اثنان وثلاثين شرطة خمسمائة خمسة وثلاثين والبداية والنهاية اثنان تقسيم اثنان وثلاثين شرطة ثلاثة وثلاثين وتتمت المختصر لابن الوردي واحد تقسيم ثلاثة وأربعين هامش جنكيس خان هو الجبار المغولي والطاغية التتري المشهور وهو ابن ياسو كاي بها تارخان المغول ولد سنة 1162 ميلاديا في القرن السادس الهجري عندما كان أبوه يحارب أحد الرؤساء واسمه تاموجين فانتصر عليه فسمى ولده بهذا الاسم تذكارا لذلك النصر ثم سمي بعد ذلك جنكيس خان وهذا يعني سلطان الأقوياء استولى على جميع بلاد التطر والصين وعدة ولايات وأولاده هم الذين استولوا على بغداد وخربوا البلاد وقتلوا العباد وامتد ملكه من البحر الأسود إلى بحر الصين مات هذا الطاغية سنة 1227 ميلاديا في الصين عود إلى قراءة نص الكتاب لينتقم به منهم كما أرسل بختنصر والسنحاريب على بني إسرائيل وكما أرسل جنكيس خان وغيره من الملوك الكافرين والظالمين مما ينتقم به ممن عصاه فهؤلاء أعظم تكذيبا له وكفرا به من أولئك فإن هؤلاء الملوك لم يقل أحد منهم إن الله أنزل عليه كتابا ولا أن هذا الكلام الذي أبلغه إليكم هو كلام الله ولا أن الله أمركم أن تصدقوني فيما أخبرتكم به وتطيعوني فيما أمرتكم به ومن لم يصدقني باطنا وظاهرا فإن الله يعذبه في الدنيا والآخرة بل هؤلاء أرسلهم إرسالا كونيا قدره وقضاه كما يرسل الريح بالعذاب وكما يرسل الشياطين قال تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزاء وقال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وهذا بخلاف قوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فإن هذا يعني به الإرسال الديني الذي يحبه تعالى ويرضاه الذي هدى به من اتبعهم وأدخله في رحمته وعاقب من عصاهم وجعله من المستوجبين للعذاب وهو الإرسال الذي أوجب الله به طاعت من أرسله كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وهذه الرسالة التي أقام بها الحجة على الخلق كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وهذا كما اصطفى روح القدس جبريل عليه السلام لنزوله بالقرآن على من اصطفاه من البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين فأخبر أنه نزل به جبريل وسماه الروح الأمين وسماه روح القدس وقد ذكره أيضا في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ثم قال وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فهذا الرسول جبريل عليه السلام وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأما الإرسال الكوني الذي قدره وقضاه مثل إرسال الرياح وإرسال الشياطين فذلك نوع آخر قال تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته والله تعالى له الخلق والأمر فلفظ الإرسال والبعث والإرادة والأمر والإذن والكتاب والتحرين والقضاء والكلام ينقسم إلى خلقي وأمري وكوني وديني وقد ذكرنا الإرسال وأما البعث فقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال في الكوني فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد وقال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض وأما الإرادة فقال تعالى في الكونية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وقال تعالى في الإرادة الدينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى في الأمر الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكذلك في أظهر القولين قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول أهامش للمفسرين في تفسير أمرنا قولان أحدهما أن المراد به الأمر الذي هو نقيد النهي أي أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة الثاني أمرنا متر فيها أكثرنا فساقها قال الواحدي تقول العرب أمر القوم إذا أمر القوم إذا كثروا أمر القوم إذا كثروا وأمرهم الله إذا كثرهم وأمر من باب نصر وهذا أمر قدري كقوله تعالى أتاهم أمرنا ليلا أو نهارا وقوله إن الله لا يأمر بالفحشاء قالوا معناه إنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب وقد رجح ابن جرير الأول ثم عقب بقوله لأن الأغلب من معنى أمرنا الأمر الذي هو خلاف النهي دون غيره وتوجيه معاني كلام الله جل تناؤه إلى الأشهر والأعرف من معانيه أولى ما وجد إليه سبيل من غيره انظر كلامه في التفسير خمسة عشر تقسيم ثلاثة وأربعين المجلد سبعة وانظر تفسير الطبري عشر تقسيم مئتان إثنان وثلاثين إلى مئتان أربع وثلاثين المجلد خمسة وتفسير ابن كثير ثلاثة تقسيم إثنان وثلاثين وفتح القديل الثلاثة تقسيم مئتان وأربعة عشر وقد قرأ الجنهور أمرنا من الأمر وهو على المعنى الأول وقرئ بتشديد الميم في أمرنا أي جعلناهم أمراء مسلطين وقرئ أمرنا بالمد والتخفيف أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها أنظر الغاية في القراءات العشر صفحة 190 عود إلى قراءة نص الكتاب وأما الأمر الديني مثل قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأما الإذن الكوني مثل قوله في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والديني مثل قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والكتاب الكوني مثل قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والديني مثل قوله كتب الله عليكم وقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله كتب عليكم القصاص والقضاء الكوني كقوله فقضاهن سبع سماوات والديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي أمر والتحريم الكوني مثل قوله وحرمنا عليه المراضع من قبل وقوله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون والديني مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم والكلمات الكونية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومنه قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه والدينية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ومنه قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وهذا مقصوط في موضع آخر والمقصود هنا أنه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو نظير تفرق السائر الكفار فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الأخرى وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وفي قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك وقوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ومثال أقوال الكفار في الأنبياء ما ذكره تعالى في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا مشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فبين سبحانه أن الكفار ضربوا له أمثالا كلها باطلة ضلوا فيها عن الحق فلا يستطيعون مع الضلال سبيلا إلى الحق وضرب الأمثال له يتضمن تمثيله بأناس آخرين وجعله في تلك الأنواع التي ليس هو منها ولا مماثلا لأفرادها مثل قولهم إن هذا إلا إذ كن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون مثلوه بالكاذب المستعين بمن يعينه على ما يفتريه ومثلوه بمن يستكتب أساطير الأولين من غيره ستقرأ عليه طرفين نهار وهو يتعلم من أولئك ما يقوله ومثلوه بالمسحور وكذلك قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون قال كثير من السلف الذين جعلوا القرآن عظيم هم الذين عضوه فقالوا هم الذين عضهوه فقالوا سحر هم الذين عضهوه فقالوا سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك كما قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ثم قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون وقال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وقد أخبر تعالى أن هذه سنة الكفار في الأنبياء قبله كما قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقد أخبر سبحانه أن الكفار قالوا عن موسى عليه السلام أنه ساحر وأنه مجنون فقال فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وقوله وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك وقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وكذلك قالوا عن المسيح ابن مريم كما قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وذكر تعالى عن اليهود أنهم قالوا على مريم بهتانا عظيما فقول اليهود في المسيح من جنس أقوال الكفار في الأنبياء وكذلك قول كفار أهل الكتاب في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم تسليما فإذا علم هذا فنقول بعد ذلك لمن قال أنه رسول أرسل إلى العرب الجاهلية دون أهل الكتاب إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله بالنقل المتواتر الذي هو أعظم تواترا مما ينقل عن موسى وعيسى وغيرهما وبالقرآن المتواتر عنه وسنته المتواتر عنه وسنت خلفاء الراشدين من بعده أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أرسل إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى كما ذكر أنه أرسل إلى الأميين بل ذكر أنه أرسل إلى جميع بني آدم عربهم وعجمهم من الروم والفرس والترك والهند والبربر والحبشة وسائر الأمم بل إنه أرسل إلى الثقلين الجن والإنس جميعا هامش الفرس من ولد فارس ابن أرم ابن سام وقيل من ولدي يافث وهم يقولون أنهم من ولدي كيومرث وهو عندهم الذي ابتدأ من النسل مثل آدم عندنا وهم بفارس ومنها كرمان والأهواز وبإيران وهي أرض الفرس ولهم ملة قديمة هي المجوسية وأصل دينهم مبني على تعظيم النور وهو يزدان والتحرز من الظلمة وهو أهرم ثم عبدوا النار ولهم أعياد منها النروز والمهرجان وغيرهما وهم أربع طبقات كما ذكر صاحب كتاب نخبة الدهر انظر الملل والنحل للشهر الثاني واحد تقسيم مئتان وثلاثين وتتمت المختصر لابن الوردي واحد تقسيم مئة وستة عشر ونخبة الدهر في عجائب البر والبحر للأنصاري صفحة مئتان خمسة وخمسين وتاريخ سنة ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني صفحة تسعة هامش الترك من ولد عابور بن سوير بن يافث وقيل من ولد ترك منهم من يسكن المدن ومنهم من يسكن الجبال وهم قبائل كثيرة انظر نخبة الدهر في عجائب البر والبحر صفحة مئتان سبعة وستين الهند أمة كبيرة وملة عظيمة وآراؤهم مختلفة فمنهم البراهمة وهم المنكرون للنبوات أصلا ومنهم الدهرية ومنهم عبدة الشمس وعبدة النار وعبدة الأصنام وأصحاب التناسخ انظر الملل والنحل للشهر الثاني اثنان تقسيم مئتان وخمسين إلى مئتان خمسة وستين وابن الوردي واحد تقسيم مئة اثنان وثلاثين البربر قيل من ولد كنعان وقيل من ولد بربر بن قفط استقروا بناحية إفريقيا بالمغرب وما حولها انظر نخبة الظهر في عجائب البر والبحر صفحة مئتان سبعة وستين الحبشة جيل معروف يرجع نسبهم إلى حامن بن نوح عليه السلام وهم أمة كبيرة ويذكرهم المؤرخون في عداد أمم السودان والحبشة اليوم دولة من دول إفريقيا تقع في الشرق منها انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي اثنان تقسيم مئتان ثمانية وثمانين وتتمت المختصر لابن الوردي واحد تقسيم مئة خمسة وثلاثين عودة إلى قراءة نص الكتاب والترك والهند والبربر والحبشة وسائر الأمم بل إنه أرسل إلى الثقلين الجن والإنس جميعا وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنه التي اتفق على نقلها عنه أصحابه مع كثرتهم وتفرق ديارهم وأحوالهم وقد صحبه عشرات ألوف لا يحصى عددهم على الحقيقة لا يحصي عددهم على الحقيقة إلا الله تعالى ونقل ذلك عنهم التابعون وهم أضعاف الصحابة عددا ثم ذلك منقول قرنا بعد قرن إلى زمننا مع كثرة المسلمين وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها كما أخبر بذلك قبل أن يكون فقال في الحديث الصحيح زويت للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوية لي منها وكان كما أخبر فبلغ ملك أمته طرفي العمارة شرقا وغربا وانتشرت دعوته في وسط الأرض كالإقليم الثالث والرابع والخامس لأنهم أكملوا عقولا وأخلاقا وأعدلوا أمزجة بخلاف طرفي الجنوب والشمال فإن هؤلاء نقصت عقولهم وأخلاقهم وانحرفت أمزجتهم أما طرف الجنوب فإنه لقوة الحرارة احترقت أخلاطهم فسودت ألوانهم وتجعدت شعورهم وأما أهل طرف الشمال فلقوة البرد لم تنضج أخلاطهم بل صارت فجة فأفرطوا في ثبوتة الشعر والبياض البارد الذي لا يستحسن ولهذا لما ظهر الإسلام غلب أهله على وسط المعمورة وهم أعدلوا بني آدم وأكملهم والنصارى الذين تربوا تحت ذمة المسلمين أكمل من غيرهم من النصارى عقولا وأخلاقا وأما النصارى المحاربون للمسلمين الخارجون عن ذمتهم من أهل الجنوب والشمال فهم أنقصوا عقولا وأخلاقا ولما فيهم من نقص العقول والأخلاق ظهرت فيهم النصرانية دون الإسلام والمقصود أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نفسه دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإيمان به وبما جاء به كما دعا من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم وهو الذي أخبر عن الله تعالى تبارك وتعالى بكفر من لم يؤمن به من أهل الكتاب وغيرهم وبأنهم يصلون جهنم وساءت مصيرا وهو الذي أمر بجهادهم ودعاهم بنفسه ونوابه وحينئذ فقولهم في الكتاب لم يأتي إلينا بل إلى الجاهلية من العرب سواء أرادوا أن الله بعثه إلى العرب ولم يبعثه إلينا أو أرادوا أنه ادعى أنه أرسل إلى العرب لا إلينا فإنه قد علم جميع الطوائف أن محمدا دعا اليهود والنصارى إلى الإيمان به وذكر أن الله أرسله إليهم وأمره بجهاد من لم يؤمن به منهم فإذا قيل مع هذا أنه قال لم أبعث إلا إلى العرب كان كاذبا كذبا ظاهرا عليه سواء صدقه الإنسان أو كذبه فإن المقصود هنا أنه نفسه أنه نفسه دعا جميع أهل الأرض إلى الإيمان به فدعا أهل الكتاب كما دعا الأميين أما اليهود فإنهم كانوا جيرانه في الحجاز بالمدينة وما حولها وخيبر فإن المهاجرين والأنصار كلهم كلهم آمنوا به من غير سيف ولا قتال بل لما ظهر لهم من براهين نبوته ودلائل صدقه آمنوا به وقد حصل من الأذى في الله لمن آمن بالله ما هو معروف في السيرة وقد آمن به في حياته كثير من اليهود والنصارى بعضهم بمكة وبعضهم بالمدينة وكثير منهم كانوا بغير مكة والمدينة فلما قدم المدينة عاهد من لم يؤمن به من اليهود ثم نقض العهد فأجلى بعضهم وقتل بعضهم لمحاربتهم لله ورسوله وقد قاتلهم مرة بعد مرة قاتل بني النظير وأنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر وقاتل قريضة عام الأحزاب وذكرهم الله في سورة الأحزاب وقاتل قبلهم بني قينقاع هامش النظير بالفتح ثم الكسر ثم ياء ساكنة وراء مهملة قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا بالمدينة كانوا هم وقريضة بظاهر المدينة في حدائقهم وذلك أنهم غدروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في منازلهم بوادي بطحان وموضع يقال له البويرة فأحرق نخلهم واستصفى أموالهم لنفسه لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب وكان ذلك سنة أربع للهجرة انظر مراسد الاطلاع ثلاثة تقسيم ألف ثلاثمائة خمسة وسبعين وراجع في خبر بن النظير سيرة ابن هشام ثلاثة تقسيم مائة وثمانية والطبقات لابن سعد اثنان تقسيم سبعة وخمسين وتاريخ الطبري اثنان تقسيم خمسمائة وخمسين والبداية والنهاية أربعة تقسيم أربعة وسبعين وزاد المعاد ثلاثة تقسيم مائة سبعة وعشرين وصحيح البخاري خمسة تقسيم اثنان وعشرين هامش وقريضة قبيلة من قبائل اليهود وقد وقعت سنة خمسة هجرية وسببها أنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان نهايتها أن حكموا سعد بن معاذ فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات بقتل الرجال وسبي الزرية وقسم الأموال راجع صحيح البخاري خمسة تقسيم تسعة وأربعين وانظر في خبرها سيرة ابن هشام ثلاثة تقسيم مائة وأربعين وابن سعد اثنان تقسيم أربعة وسبعين وابن جرير الطبري اثنان تقسيم خمسمائة واحد وثمانين والبداية والنهاية أربعة تقسيم مائة وستة عشر وزاد المعاد ثلاثة تقسيم مائة تسعة وعشرين أهامش قينقاع بالفتح ثم السكون وضم النون وفتح القاف وآخره عين مهملة شعب من اليهود كانوا يسكنون بالمدينة يضاف إليهم سوق بها وقد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكمه وسبب ذلك أنه اعتدى رجل من اليهود على امرأة فقتله رجل من المسلمين فقتل اليهود المسلم وكان هذا نقبا لما بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقعت على رأس عشرين شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم انظر سيرة ابن هشام ثلاثة تقسيم خمسة وطبقات ابن سعد إثنان تقسيم ثمانية وعشرين وتاريخ ابن جرير إثنان تقسيم أربعمائة تسعة وسبعين وتاريخ ابن كثير أربعة تقسيم ثلاثة وزاد المعاد ثلاثة تقسيم مائة وتسعين عودة إلى قراءة نص الكتاب وقد قاتلهم مرة بعد مرة قاتل بني النظير وأنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر وقاتل قريضة عام الأحزاب وذكرهم الله في سورة الأحزاب وقاتل قبلهم بني قينقاع وبعد هؤلاء غزى خيبر هو وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوه تحت الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائة ففتح الله عليهم خيبر وأقر اليهود فيها فلاحين وأنزل الله تعالى سورة الفتح يذكر فيها ذلك فكيف يقال إنه لم يذكر أنه لم يذكر أنه أرسل إلا إلى مشرك العرب وهذه حال اليهود معه هامش خيبر هو موضع مشهور على ثمانية برد من المدينة من جهة الشام وكان بها سبعة حصون لليهود وحولها مزارع ونخل انظر مراصد الاطلاع واحد تقسيم 494 وقد وقعت غزوة خيبر سنة سبعة للهجرة وقد وعد الله نبيه إياها وهو بالحديبية وهو بالحديبية وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن جاءهم إلى قصرهم فغلب على الزرع والنخل والأرض فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم راجع صحيح البخاري خمسة تقسيم ثلاثة وثمانين وانظر فيها سيرة ابن هشام ثلاثة تقسيم مائتان وإحدى عشر وابن سعد إثنان تقسيم مائة وستة وابن جرير الطبري ثلاثة تقسيم تسعة والبداية والنهاية أربعة تقسيم مائة واحد وثمانين وزاد المعاد ثلاثة تقسيم ثلاثمائة وستة عشر أهامش بيعت الرضوان وسببها أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فقال لا نبرح حتى نناجز القوم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فكانت بيعة رضوان تحت الشجرة وبايعوه على الموت وعدم الفرار ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل وقد نزلت آيات من سورة الفتح في هذه البيعة وانظر في خبرها سيرة ابن هشام ثلاثة تقسيم مائتان واثنان وابن سعد اثنان تقسيم مائة والطبري اثنان تقسيم ستمائة اثنان وثلاثين والبداية والنهاية أربعة تقسيم مائة اثنان وسبعين وصحيح البخاري خمسة تقسيم ثلاثة وستين وصحيح مسلم ثلاثة تقسيم ألف اربعمائة ثلاثة وثمانين عود إلى قراءة نص الكتاب وأما النصارى فإن أهل نجران التي باليمن كانوا نصارى فقدم عليهم وفدهم ستون راكبا وناظرهم في مسجده فقدم عليهم وفدهم ستون راكبا وناظرهم في مسجده وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران ولما ظهرت حجته عليهم وتبين لهم أنه رسول الله إليهم أمره الله إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى المباهلة فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فلما دعاهم إلى المباهلة طالبوا أن يمهلهم حتى حتى يشتوروا فاشتوروا فقال بعضهم لبعض تعلمون أنه نبي وأنه ما باهل قوم نبيا إلا نزل بهم العذاب هامش بهله بهلا من باب نفع لعنة واسم الفاعل باهلا والأنثى باهلة وباهله مباهلة من باب قاتل لعن كل منهما الآخر وابتهل إلى الله تعالى ضرع إليه والبهلة ويضم اللعنة فالمباهلة هي مفاعلة من الابتهال والضراعة إلى الله بحرارة واجتهاد انظر القاموس المحيط ثلاثة تقسيم ثلاثمائة تسعة وثلاثين باب اللام فصل الباء والمصباح المنير واحد تقسيم تسعة وثمانين ومختار الصحاح صفحة سبعة وستين ونأخذ من هذه المباهلة الأدلة الآتية أولا أن هذا دليل محسوس على أن القرآن من عند الله وأنه كلام القادر على إنزال العذاب والهلاك على الكاذبين ثانيا أن قبول النبي محمد أن قبول النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمباهلة وامتناع مخالفيه منها دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته كان أمرا معروفا وثابتا حتى في نفوس مخالفيه من أهل الكتاب حيث نكسوا عن قبول المباهلة خوفا من نزول العذاب بهم وأما لماذا لم يؤمنوا مع ذلك فإنما حجبهم حقدهم وكبرياءهم وحسدهم والله يقول سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا الآية وأما سبب ضم الرسول صلى الله عليه وسلم الأبناء والنساء مع أن المباهلة مختصة به وبمن كذبه فلأن ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حتى يجرؤ على تعريض أعز الناس تعريض أعز الناس عليه لهذه المباهلة وخصهم لأنهم أعز الأهل وقدمهم لينبها على قرب مكانهم ومنزلتهم كما قال ذلك المفسرون والله أعلم عود إلى قراءة نص الكتاب فاستعفوا من المباهلة تصالحوه وأقروا له بالجزية عن يد وهم صاغرون لما خافوا من دعائه عليهم لعلمهم أنه نبي فدخلوا تحت حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم الله ورسوله وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون وهم أول من أدى الجزية من النصارى واستعمل عليهم وعلى من أسلم منهم عمر بن حزم والله عنه في خلافة عمر وكتب له كتاب وكتب له كتابا مشهورا يذكر فيه شرائع الدين فكانوا في ذمة المسلمين تحت حكم الله ورسوله ونائب رسوله عمر بن حزم الأنصاري رضي الله عنه وقصتهم وقصتهم مشهورة متواترة نقلها أهل السير وأهل الحديث وأهل الفقه وأصل حديثهم وأصل حديثهم معروف في الصحاح والسنن كما سنذكره إن شاء الله تعالى ووفد نجران لما قدموا أنزل الله تبارك وتعالى بسبب ما جرى صدر سورة آل عمران وذكر تعالى فرض الحج بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا نزل إما سنة تسع وإما سنة عشر كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء منهم القاضي أبو يعلى وغيره قالوا وجوب الحج ثبت بقوله ولله على الناس حج البيت هامش القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء ولد سنة ثلاثمائة وثمانون هجريا وهو شيخ الحنابلة في عصره له شهرة واسعة ومؤلفات كثيرة واختيارات في مسائل عديدة اشتهر بجرأته في الحق وولي القضاء بشرط أن لا يحضر أيام المواكب والاستقبالات ولا يقصد السلطان من تصانيفه أحكام القرآن والعدة في أصول الفقر وغيرهما فقد عد له ابنه في طبقات الحنابلة سبعة وخمسين مصنفا مات رحمه الله سنة أربعمائة ثمانية وخمسين هجريا انظر طبقات الحنابلة اثنان تقسيم مئة ثلاثة وتسعين والبداية والنهاية اثنى عشر تقسيم اربعة وتسعين وخمسة وتسعين والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد صفحة مئتان واربعة ومناقب الإمام أحمد صفحة ستمئة سبعة وعشرين والمنهج الأحمد في تراجم رجال الإمام أحمد اثنان تقسيم مئة وخمسة وابن قدامى وآثاره الأصولية للدكتور السعيد القسم الأول صفحة خمسين وواحد وخمسين والأعلام ستة تقسيم ثلاثمائة واحد وثلاثين عودة إلى قراءة نص الكتاب قالوا وجوب الحج ثبت بقوله ولله على الناس حج البيت وروي أنه نزل في سنة عشر وروي أنه نزل في سنة تسعة وهذا قول جمهور العلماء قالوا إن فرض الحج إنما ثبت بهذه الآية وقال بعضهم بل ثبت ذلك بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وهذه الآية نزلت سنة ست عام الحديبية لما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وصالحهم ذلك العام وبايع المسلمين تحت الشجرة وأنزل الله فيها سورة الفتح ثم رجع إلى المدينة وفتح الله عليهم خيبر سنة سبع وفيها قدم عليه جعفر ابن أبي طالب مع وفد الحبشة ثم أرسل جعفرا وزيدا وعبد الله بن رواحة لغزو النصارى لمؤته ثم فتح مكة سنة ثمان في رمضان ثم في أثناء سنة تسعة غزى النصارى إلى تابوك وفيها حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأمر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان هامش جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأشبه الناس به يكبره عليا بعشر سنين وكان من المهاجرين الأولين هاجر إلى الحبشة وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر ثم غزى غزوة مؤته سنة ثمانية هجريا وفيها استشهد رضي الله عنه راجع الاستيعاب واحد تقسيم مئتان وعشرة والإصابة واحد تقسيم مئتان تسعة وثلاثين والتهذيب اثنان تقسيم اثنان وتسعين وصحيح البخاري اربعة تقسيم مئتان وتسعة زيد ابن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد المشاهد كلها وكان راميا مشهورا وكان حب رسول الله اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنا له ثم أبطل الإسلام التبني كما في سورة الأحزاب أولها واستشهد في مؤته سنة ثمانية هجريا راجع الاستيعاب واحد تقسيم خمسمائة خمسة وعشرين والإصابة واحد تقسيم خمسمائة خمسة واربعين والتهذيب ثلاثة تقسيم أربعمائة وواحد وصحيح البخاري أربعة تقسيم مئتان وثلاثة عشر ومسلم أربعة تقسيم ألف ثمانمائة أربعة وثمانين عبد الله بن رواحة الأنصاري شاعر مشهور من السابقين الأولين من الأنصار وأحد النقباء السبعة ليلة العقبة شهد بدرا وما بعدها كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وله مواقف في الإسلام عظيمة استشهد في مؤته سنة ثمانية هجريا راجع الاستيعاب إثنان تقسيم مئتان أربعة وثمانين والإصابة إثنان تقسيم مئتان ثمانية وتسعين والتهذيب خمسة تقسيم مئتان واثنى عشر أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها ورفيقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها تولى الخلافة بعد الرسول بإجماع الصحابة على بيعته مناقبه أكثر من أن تحصى توفى رضي الله عنه سنة ثلاثة عشر هجرية بعد خلافة دامت سنتين وثلاثة أشهر واثنتين عشرة ليلة راجع في ترجمته الاستيعاب إثنان تقسيم مئتان أربعة وثلاثين والإصابة إثنان تقسيم سلاثمائة ثلاثة وثلاثين والتهذيب خمسة تقسيم ثلاثمائة وخمسة عشر والرياض المستطابة صفحة مئة وأربعين وصحيح البخاري أربعة تقسيم مئة واحد وتسعين وصحيح مسلم أربعة تقسيم ألف ثمانمائة أربعة وخمسين عود إلى قراءة نص الكتاب وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لنبذ العهود وأنزل الله آية السيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب فقال تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هامش علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم لأبويه من العشرة المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين وأول من أسلم من الصبيان شهد المشاهد كلها إلا تبوك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فيها على المدينة وفضائله كثيرة مشهورة استشهد سنة أربعين هجرية في شهر رمضان قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف إلا ثلاثة أشهر ونصف راجع الاستيعاب ثلاثة تقسيم ستة وعشرين والإصابة اثنان تقسيم خمسمائة وواحد والتهذيب سبعة تقسيم ثلاثمائة أربعة وثلاثين والرياض المستطابة صفحة مئة ثلاثة وستين وصحيح البخاري أربعة تقسيم مئتان وسبعة وصحيح مسلم أربعة تقسيم ألف ثمانمائة وسبعين عودة إلى قراءة نص الكتاب وهذه الأشهر عند جمهور العلماء هي المذكورة في قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فإن المشركين كانوا على نوعين نوعا لهم عهد مطلق غير مؤقت وهو عقد جائز غير لازم ونوعا لهم عهد مؤقت فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق لأن هذا العهد جائز غير لازم وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد لازم فأمره الله أن يوفى له إذا كان إذا كان مؤقتا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة هامش الأشهر الحرم للعلماء فيها قولان قيل هي الأشهر المعروفة ثلاثة سرد وواحد فرد وقيل شهور العهد أربعة قاله مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمر بن شعيب وقيل لها حرم لأن الله لها حرم لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والمتعرض لهم إلا على سبيل الخير قال ابن جرير وكان ابتداؤها يوم الحج الأكبر وانقضاؤها انقضاء عشر من ربيع الآخر فذلك أربعة أشهر متتابعة وقد أجاب عن قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم بأن انسلاخ الأشهر الحرم إنما كان أجل من لا عهد له من المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأشهر الأربعة لمن له عهد انظر تفسير الإمام بن جرير عشر تقسيم ثمانية وأربعين مجلد ستة طبعة دار الفكر وتفسير القرطبي سمانية تقسيم اثنان وسبعين مجلد أربعة طبعة دار الفكر وتفسير ابن كثير اثنان تقسيم سلاثمائة خمسة وثلاثين وفتح القدير للشوكاني اثنان تقسيم سلاثمائة سبعة وثلاثين وانظر كتاب أحكام أهل الزمة لابن القيم بتحقيق الدكتور الصبحي الصالح اثنان تقسيم ربعمائة واحد وثمانين وقد رجح فيه القول هامش معنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض وتسمى مهادنة ومواعدة ومعاهدة وهي جائزة بدليل قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين عودة إلى قراءة نص الكتاب وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب والصواب هو القول الثالث وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها والمؤقتة لازمة قال تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين والمقصود هنا ذكر قدوم وفد نجران النصارى السيد والعاقب ومن معهما قال أبو الفرج ابن الجوزي ثم دخلت سنة عشر من الهجرة فمن الحوادث فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب فروى بن إسحاق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا في ربيع الآخر أو جماد الأول في سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بن جران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم وذكر القصة وذكر القصة ثم قال وفيها قدم وفد الأذبي وفيها قدم وفد غسان وفيها قدم وفد زبيد وفيها قدم وفد عبد القيس أهامش أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القراشي البغدادي ولد سنة 508 هجريا ببغداد ونسبته إلى مشراعة الجوز من محالها من محالها الإمام الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق علامة عصره في التاريخ والحديث له نحو 300 مصنف منها المنتظم طبع منه ستة أجزاء فقط وزاد المسير وتلقيح فهوم أهل الأثر وتلبيس إبليس والذهب المسبوك وغيرها مات رحمه الله ببغداد سنة 597 هجريا انظر طبقات الحفاظ صفحة 480 رقم 1063 وتذكرة الحفاظ 4 تقسيم 1342 وزيل طبقات الحنابلة 3 تقسيم 399 رقم 205 والبداية والنهاية 13 تقسيم 28 إلى 30 والأعلام 3 تقسيم 317 هامش خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي سيف الله الفاتح الصحابي الجليل أسلم قبل فتح مكة سنة 7 هجريا فصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الخيل قاتل في حروب الردة في عهد أبي بكر ثم سيره إلى العراق ففتح الحيرة مات بحمص وقيل بالمدينة سنة 21 هجريا انظر الإصابة 1 تقسيم 412 رقم 2201 والاستيعاب هامش الإصابة 1 تقسيم 405 والبداية والنهاية 7 تقسيم 113 والأعلام للزركلي 2 تقسيم 300 هامش بني الحارث بني الحارث ابن كعب ابن علة ينتسبون إلى يشجب ابن يعرب ابن قحطان والنسبة إليهم الحارثي ومنهم شريح ابن هاني الحارثي صاحب علي رضي الله عنه وابنه المقدام ابن شريح وغيرهم وانظر اللباب 1 تقسيم 328 وجمهرة أنساب العرب صفحة 416 و417 والأنساب المتفقة صفحة عودة إلى قراءة نص الكتاب فمن الحوادث فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب فروى ابن إسحاق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا في ربيع الآخر أو جماد الأول في سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بن جران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم وذكر القصة ثم قال وفيها قدم وفد الأزدي وفيها قدم وفد غسان وفيها قدم وفد زبيد وفيها قدم وفد عبد القيس قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن عمر في وفد عبد القيس وكان نصرانيا فأسلموا وفيها قدم وفد كندة فأسلموا وفيها قدم وفد بني حنيفة وفيها وفيها قدم وفد بجيلة قال وفيها قدم العاقب والسيد من نجران فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب صلح حامش الأزد هم أزد شنوأة بفتح الألف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة وهو أزد بن الغوث إلى سبأ وينتسب إليه عدة قبائل منها خزاعة والدواسر وألمع وغيرهم غسان غسان بفتح الغين المعجمة والسين المشددة وبعد الألف نون وهي قبيلة كبيرة من الأزد وهم بطون كثيرة زبيد بضم الزاي وفتح الباء وسكون الياء المثنى وهي قبيلة من مزجح من بني سعد العشيرة وينسب إليها خلق كثير ومن بعدهم من العلماء ومن بعدهم من العلماء عبد القيس بن أقسى عبد القيس بن أقسى من ربيعة بن نزار والنسبة إليه عبدي بفتح العين وسكون الباء الموحدة وفي آخرها دال مهملة ينسب إليه خلق كثير منهم الجارود بن عمر العبدي وستأتي ترجمته هو الجارود بن المعلى ويقال بن عمر بن المعلى أو المنذر العبدي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيد عبد القيس واسمه بشر والجارود لقب قتل في خلافة الفاروق بأرض فارس مجاهدا رضي الله عنه وقد كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان وفوده سنة عشر للهجرة كنده بكسر أوله وسكون النون وكسر الدال المهملة قبيلة مشهورة من اليمن والنسبة إليها كندي واسم كنده الذي تنتسب إليه ثور بن مرتع من سبأ وينسب إليها كثيرون من الصحابة ومن بعدهم بني حنيفة هم قبيلة كبيرة من ربيع بن نزار نزلوا باليمام في نجد وينسب إليهم خلق كثير منهم ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله عنه وغيره والنسبة إليهم حنفي بفتح الحاء والنون بجيلة قبيلة كبيرة من الأزد والنسبة إليها بجلي بجلي بفتح الباء الموحدة والجيم وينتسب إليها خلق كثير منهم الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي وغيره عود إلى قراءة نص الكتاب وذكر محمد بن سعد في الطبقات قدومهم في الوفود فقال ذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الأول سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب ذكره بإسناده أنباء نا محمد بن عمر حدثني إبراهيم بن موسى المخزومي عن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي ثم ذكر قدوم نصارى نجران من طريق علي بن محمد فقال أنا علي بن محمد وهو المدائني عن أبي معشر عن يزيد ابن رومان ومحمد ابن كعب قال وأنا علي بن مجاهد عن محمد ابن إسحاق عن الزهري وعكرمة ابن خالد وعاصم ابن عمر ابن قتادة أنا يزيد ابن عايد ابن جعبية عن عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم وعن غيرهم من أهل العلم يزيد بعضهم على بعض قالوا ووفد فلان وفلان في رجال من خفعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هدم جرير ابن عبد الله رضي الله عنه ذا الخصلة وقتل من قتل من خفعم فقالوا آمنا بالله ورسوله فاكتب لنا كتابا وذكروا القصة وقدوم وفود وقدوم وفود متعددة قالوا قالوا وقدم وفد نجران وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران فخرج إليه أربعة عشر من أشرافهم نصارى وفيهم ثلاثة نفر يتولون أمورهم العاقب واسمه عبد المسيح رجل من كندة وهو أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه يصدرون عن رأيه وأبو الحارس أسقفهم أسقفهم وإمامهم وصاحب مدراسهم والسيد وهو صاحب رحلتهم فدخلوا المسجد وعليهم ثياب الحبرة وأردية مكفوفة بالحرير فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم فلم يكلمهم فلم يكلمهم فقال لهم عثمان ذلك من أجل زيكم من أجل زيكم هذا ذلك من أجل زيكم هذا فانصرفوا يومهم ذلك ثم غدوا عليه بزي الرهبان فسلموا عليه فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وكثر الكلام والحجاج بينهم وتلى عليهم القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنكرتم ما أقول فهلما أباهلكم فهلما أباهلكم فانصرفوا على ذلك فغدى عبد المسيح ورجلان من ذوي رأيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد بدى لنا أن لا نباهلك فاحكم علينا بما أحببت نعطك ونصالحك فصالحهم على ألفي حلة في رجب وألف في صفر أو قيمة كل حلة من الأواقي وعلى عارية ثلاثين درعا وثلاثين رمحا وثلاثين بعيرا وثلاثين فرسخا إن كان باليمن كيد ولنجران وحاشيتهم جوار الله وزمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم لا يغير لا يغير أسقف من ثقيفاه ولا راهب من رهبانيته ولا واقف من وقفانيته وأشهد على ذلك شهودا منهم أبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس والمغيرة بن شعبة فرجعوا إلى بلادهم فلم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرا حتى رجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأنزلهما دار أبي أيوب الأنصاري وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضبه الله صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه ثم ولي أبو بكر رضي الله عنه فكتبا بالوساط بهم عند وفاته ثم أصابوا ربا فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم وكتب لهم هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران أنه من صار منهم أنه آمن بأمان الله لا يضرهم أحد من المسلمين ووفى لهم بما كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أما بعد فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسعهم من جريب من جريب الأرض فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة وعقبة لهم فكان أرضهم لا سبيل عليهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم أما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الزم واجزيتهم واجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرا بعد أن يقدموا ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم شهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعيقيب بن أبي فاطمة فوقع ناس منهم العراق فنزل النجرانية التي بناحية الكوفة وما ذكره بن سعد عن علي بن محمد المدائني عن أشياخه في حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره بن إسحاق فإن قوله أربعة عشر من أشرافهم يوافق قول بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال هامش اختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام فقال أهل المدينة الآية إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا التوبة 28 هذه الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد قالوا ودخول الكفار فيها متناقض لترفيعها والله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ولهم أدلة أخرى قوية ليس هذا موضع بسطها وقال الشافعي رحمه الله آية التوبة عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام ولا يمنعون من دخول غيره وقد رد ابن العربي هذا وقال إن وصف المشركين بأنهم نجس تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة ثم رد أصحاب القول الأول على من استدل بحديث ثمامة ابن أسال حيث ربط بسارية ربط بسارية من سوار المسجد وقد ورد في صحيح البخاري في الصلاة باب دخول المشرك المسجد واحد تقسيم 120 ردودا بأجوبة أحدها أنه كان متقدما على نزول الآية الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم بإسلامه الثالث أن ذلك قضية في عين فلا ينبغي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرت لكونها مقيدة بحكم القاعدة الكلية وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يمنع اليهود والنصار من دخول المسجد الحرام ولا غيره ولا يمنع من دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان قال القرطبي وهذا قول يرد يرده كل ما ذكرناه من الآية وغيرها وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الآية وغيرها أما ابن القيم في زاد المعاد ثلاثة تقسيم ستمائة ثمانية وثلاثين فإنه قد أخذ من قصة نجران جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا وإذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتماد ذلك قلت وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة وهو الذي تشهد له الأدلة والله أعلم أهامش أبو سفيان بن حرب صخر بن أمية القرشي والد معاوية أسلم عام الفتح وشهد حنينا والطائف ابنته أم حبيبة رضي الله عنهما إحدى أمهات المؤمنين قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على نجران وضعف ذلك ابن حجر مات لست خلون من خلافة عثمان رضي الله عنه وعمره ثلاث وتسعون سنة وقيل غير ذلك هامش الأقرع ابن حابس بن عقال التميمي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه ثم شهد مع خالد حرب العراق وفتح الأنبار واستشهد بخرسان وقيل باليرموك والله أعلم هامش المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقافي أسلم عامل خندق كان داهية يضرب برأيه ودهائه الأمثال ولي في عهد عمر البصرة ثم الكوفة وشهد قتال الردة وفتح الشام وذهبت عينه يوم اليرموك وشهد القادسية ونها وند وافتتح أغربيجان مات سنة خمسين هجريا في عهد معاوية وقيل واحد وخمسون هجريا هامش أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها ونزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا حتى بنى المسجد واستخلافه علي رضي الله عنه على المدينة لما خرج إلى العراق ثم لحق به وشهد قتال الخوارج مات غازيا ببلاد الروم في خلافة معاوية قيل سنة خمسون وقيل واحد وخمسون وقيل اثنان وخمسون هامش هامش معيقيب ابن ابي فاطمة الدوسي الاسدي معيقيب بقاف مكسورة وبعدها مثناء تحتانية واخره موحدة مصغر صحادي من مهاجرة الحبشة ومن اهل بدر اسلم قديما وهاجر الهجرتين مات في خلافة عثمان وقيل بل في خلافة علي رضي الله عنهم اجمعين محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام الاسدي المدني ثقة من السادسة مات سنة بضع سنة بضع عشرة ومئة عودة الى قراءة نص الكتاب وما ذكره ابن سعد عن علي بن محمد المدائني عن اشياخه في حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره ابن اسحاق فان قوله اربعة عشر من اشرافهم يوافق قول ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر قال اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الاسلام ابن عباس تقي الدين احمد ابن علي ابن تيمية الحراني المتوفى سنة سبعمائة ثمانية وعشرين هجرية تحقيق وتعليق الدكتور علي ابن حسن ابن ناصر الدكتور عبد العزيز ابن ابراهيم العسكر الدكتور حمدان ابن محمد الحمدان الشريط الخامس وما ذكره ابن سعد عن علي ابن محمد المدائني عن اشياخه في حديث وفد نجران فهو يوافق ما ذكره ابن اسحاق فان قوله اربعة عشر من اشرافهم يوافق قول ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر قال قدم على رسول قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران ستون راكبا فيهم اربعة عشر من اشرافهم في الاربعة عشر ثلاثة نفر اليهم يقول امرهم اليهم يقول امرهم العاقب امير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون الا عن رأيه واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم وصاحب ثمالهم وصاحب رحلهم ونجعتهم واسمه الايهم وابو حارث ابن علقمة اخو بني بكر ابن وائل اسقفهم وحبرهم وامامهم وصاحب مدراسهم وكان ابو حارث قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم فكانت ملوك الروم من اهل النصرانية قد شرفوه ومولوه واخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا له الكرامات لما بلغهم عنه لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم فلما وجهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس ابو حارث على بغلة له موجها وإلى جنبه بيه الذي كنا ننتظره فقال له كرز فما منعك منه وأنت تعلم هذا قال ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفون ومولون وأكرمون وقد أبوا إلا خلافه فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك وهو كان يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني قال ابن هشام وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتابا عندهم فكلما مات رئيس منهم فأفضت الرياسة الى غيره ختم على تلك الكتب خاتما مع الخواتم التي قبله ولم يكثرها فخرج الرئيس الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فعثر فقال ابنه تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبوه لا تفعل فإنه نبي واسمه في الوضائع يعني الكتب فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن شد فكسر الخواتم فوجد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فحسن إسلامه وحج وهو يقول إليك تغدو قلقا وضينها إليك إليك تغدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها مخالفا دين النصارى دينها قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر ابن الزبير قال قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرات جبب وأرضية في جمال رجال بن الحارث بن كعب قال يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم فصلوا إلى المشرق قال ابن إسحاق وكان تسمية الأربعة عشر الذين يقول إليهم أمرهم العاقب وهو عبد المسيح والسيد وهو الأيهم وأبو حارث بن علقمة أخو بكر بن وائل وأوس والحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويحنس في ستين راكبا فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارث بن علقمة والعاقب عبد المسيح والأيهم السيد وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلافهم من أمرهم يقولون هو الله ويقولون هو ولد الله ويقولون هو ثالث ثلاثة وكذلك قول نصرانية هامش ابن هشام هو عبد الملك ابن هشام ابن أيوب الحميري المعافري أبو محمد جمال الدين مؤرخ علم مؤرخ عالم بالأنساب واللغة وأخبار العرب ولد ونشأ في البصرة ومات بمصر سنة 213 هجرية له تصنيف عديدة من أشهرها السيرة النبوية المعروف بسيرة ابن هشام مطبوع رواه عن ابن إسحاق وله كتب أخرى عودة إلى قراءة نص الكتاب يقولون هو الله ويقولون هو ولد الله ويقولون هو ثالث ثلاثة وكذلك قول نصرانية فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموت ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس وليجعله آية الناس ويحتجون في قولهم أنه ولد الله فأنهم يقولون لم يكن له أب يعلم قد تكلم في المهدي وهذا شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم ويحتجون في قولهم الثالث ثلاثة بقول الله فعلمنا وأمرنا وخلقنا وقضينا فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت ولكنه هو عيسى ومريم ففي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن فلما كلمه الحبران قال لهم الحبران الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم قال قد أسلمنا قال إنكما لم تسلم فأسلم قال بلى قد أسلمنا قبلك قال كذبتما يمنعكما من الإسلام تعواكما لله ولد وعبادتكما للصليب وأكلكما الخنزير قال فمن أبوه يا محمد فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجب هما فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلافهم واختلافهم في أمرهم من كله صدرا من صورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد مثل ما ذكره محمد بن جرير الطبري في تفسيره قال حدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا ابن أبي جعفر يعني عبد الله ابن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال إن النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخصموه في عيسى بن مريم وقالوا له من أبوه وقالوا على الله الكذب والبهتان لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه قالوا نعم قال ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفماء قالوا بلى قال ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يتلأه ويحفظه ويرزقه قالوا بلى قالوا بلى قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا قالوا لا قال ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قالوا بلى قال فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ما علم قالوا لا قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غزي كما يتغذي الصبي ثم كان يطعم الطعام يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحديث الحدث قالوا بلى قال فكيف يكون هذا كما زعمتم قال فعرفوا ثم أبوا إلا جهودا فأنزل الله ألف لا من مين الله لا إله إلا هو الحي والقيوم وقد ثبت في الصحاح حديث وفد مجران ففي البخاري ومسلم عن حزيفة وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقص قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي وفي البخاري عن حزيفة بن اليمان قال جاء السيد والعاقب صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل والله لئن كان نبيا فلاعن فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ولا عقبنا من بعدنا قال إنما نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا قال لأبعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين قال فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة وفي سنن أبي داود وغيره قال قال أبو داود أخبرنا مصرف ابن عمرو اليامي حدثنا يونس يعني ابن بكير حدثنا أصباط ابن نصر الهمداني الهمداني عن إسماعيل ابن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين برعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمين كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن بينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا قال إسماعيل فقد أكلوا الربا قال أبو داود إذن نقضوا بعض ما شرط عليهم فقد أحدثوا وما ذكره أبو داود وأهل السيري من مصالحته لأهل نجران على الجزية المذكورة معروف عند أهل العلم وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الأموال ذكره من طريقين أهامش ذكر ابن إسحاق لاحتجاجهم بكلام عيسى عليه السلام في المهد على أنه ابن الله إطلاق فيه نظر ذلك لأما مصارى لا يقرون كلامه في المهد فلا يوجد في أناجدهم الأربع المعتمدة لديهم ولا في كتبهم التي تناولت عقائدهم ما يشير من قريب أو بعيد إلى كلامه في المهد هامش ليست مريم داخلها في الثالوث الأقدس عندهم فليست واحدة من الأقانيم الثلاثة وإنما الأقانيم هي الآب وهو ما وردت الإشارة إليه في النص بهوى وأقنوم الإبن وهو ما أشير إليه بعيسى والأقنوم الثالث وهو أقنوم الروح القدس وليست مريم فالأقانيم الثلاثة عندهم هي الأب والإبن والروح القدس والجوهر واحد وكتبهم بين أيدينا شاهدكم لذلك وسيناقشهم المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب في مواضع مختلفة في هذه القضية في الجزء الثاني والثالث هامش قال الحافظ ابن حجر في الفتح ثمانية تقسيم أربع وسبعين وفي قصة أهل النجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت مصلحته وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة ثم ساق فوائد أخرى من هذه القصة عود إلى قراءة نص الكتاب وما ذكره أبو داود وأهل السير من مصالحته لأهل النجران على الجزية المذكورة معروف عند أهل العلم وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسل ابن سلام في كتاب الأموال ذكره من طريقين قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثني سعدان ابن يحيى عن عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهزلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح نجران فكتب له كتابا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران إذ كان له حكمه عليهم أن في كل سوداء وبرضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة ورقيق وأفضل عليهم وترك ذلك لهم ألفي حلة في كل صفر في كل صفر ألف حلة وفي كل رجب ألف حلة كل حلة ووقية ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقف فليحسد وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بالحساب وعلى أهل نجران مقر رسلي عشرين ليلة فما دونها وعلى أهل نجران مقر رسلي عشرين ليلة فما دونها وعليهم عارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة وما هلك مما عاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم وإن نجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم وبيعهم ورهبانهم وأثاقفهم وشاهدهم وغائبهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وعلى أن لا يغيروا وعلى أن لا يغيروا أسقفا من سقيفاه ولا واقها من وقيهاه ولا رهبا من رهابنه وعلى أن لا يخسروا ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم ولا يطأ أرضهم جيش ومن ملك منهم حقا فنصف بينهم بنجران على أن لا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فزمة فزمة منهم بريئة وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم شهد عثمان بن عفان ومعيقيد قال أبو عبيد الواقه ولي العهد في لغتي بالحارس بن كعب يقول إذا مات هذا الأسقف قام الآخر مكانه قال أبو عبيد قال أبو أيوب وحدثني عيسى بن يونس عن عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد في حديثه قال فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا أبا بكر توفى لهم بذلك وكتب لهم كتابا نحوا من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابوا الربى في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم أما بعد فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من جريب الأرض فليوسعهم من جريب الأرض وما اعتملوا من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم قال فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية قال أبو عبيد وهي قرية بالكوفة وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبى أما بعد فإن العاقبى والأسقف وسرات أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأروني شرط عمر رضي الله عنه وقد سألت عثمان بن حنيف فأنبأني أنه قد كان بحثا على ذلك فوجده صار للدهقين ليردعهم عن أرضهم وإني قد قد وضعت عنهم من جزيتهم مئتي حلة لوجه الله وعقبى لهم من أرضي وعقبي لهم من أرضهم وإني أرصيك بهم فإنهم قوم لهم دم قال أبو عبيد وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأهل نجران من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو هذه النسخة وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي آخره شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نظر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة قال أبو عبيد حدثني سعيد بن عفيف عن يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد بالأيلي عن ابن شهاب قال أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارا فإن قيل قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة هدنته مدة هدنته للمشركين وكان أبو سفيان إذاكى لم يسلم وقد حضر عند هرقل وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان أسلم عام الفتح فدل ذلك على أن هذا الكتاب كان قبل الفتح ونزول آية الجزية كان بعد الفتح سمت تسعر فدل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل آية الجزية وقبل آية المباهلة وآية المباهلة قد علم يقينا أنها نزلت في قصة قدوم وفد مجران والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصف هامش أبو عبيد هو القاسم ابن سلام الهروي الأزي الفزاعي إمام مشهور ثقة طاضل من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه ولد سنة 157 هجريا في هراه ورحل إلى بغداد ومصر ومكة ثم توفى بها سنة 224 هجريا وله تصاميف كثيرة منها غريب الحديث وفضائل القرآن والأموال وغيرها هامش الوليد ابن عقبة ابن أبي معيد القراشي الأموي أخو عثمان ابن عفان لأمه أسلم هو وأخوه عمارة يوم الفتح وقتل أبوه بعد الفراغ من غزوة بدر صبرا وكان عقبة شديد الأذى للمسلبي وقد كان الوليد شجاعا شعرا جوادا وله صحبة وله عثمان رضي الله عنها الكوفة ثم عزله عنها مات سنة 61 هجريا وقيل 67 هجريا أهامش وإثمان بن حنيف بالحائل مهملة والنون مصغر الأنصاري الأوسي أبو عمر المدني صحابي مشهور أول ما شاهده أحد كما قال الجمهور وقال الترمذي أنه شهد بدرا استعمله عمر على مساحة أرض الكوفة واستعمله علي على البصرة قبل الجمل مات رضي الله عنه في خلافة معاوية الدهقان الدهقان بالكسر والضم القوي على التصرف مع حدة والتاجر وزعيم فلاح العجم ورئيس الإقليم وهو معرب وجمعه ذهاقنة ودهقين هامش عثمان بن صالح بن صفوان السهمي صدوق من كبار العاشرة مات سنة 119 هجريا عبدالله بن الهيعة الحضرمي صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه خلط بعد احتراق كتبه مات سنة 174 هجريا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود ثقة من السابسة مات سنة 30 ومئة أروى بن زبير بن العوام بن خويل الأسدي أبو عبدالله المدني ثقة فقيه مشهور من كبار التابعين مات سنة 94 هجريا وقيل سنة 95 غيلان بن عمر قال ابن حجر له ذكر في حديث رواه عمر بن شيبة في الصحابة في الصحابة له وابن منده يعني روا له كذلك وصاقت قصة المذكورة وذكره الأموي في المغازي ليونس ابن بكير عن سلمة ابن عبد يسوع عن أبيه عن جبه فذكر قصة أسقف نجران إلى آخره مالك ابن عوف ابن سعد النبري من هوزان من هوزان صحابي من أهل الطائف كان رئيس المشركين يوم حنين قاد قاد هوزان كلها لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم وشهد القادسية وفتح دمشق وكان شعرا مات نحو سنة عشرين هجريا سعيد ابن عفير هو سعيد ابن كثير ابن عفير الأمصري مولاهم أبو عثمان المصري قال الحافظ ابن حجر وقد ينسب إلى جده وعفير بالمهملة وألفا مصغرا وهو صدوق عالم بالأنساب وغيرها مات سنة مائتين ستة وعشرون هجريا أهامش والجذية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا انظر الموسوعة العربية المهسرة صفحة ستمائة اثنان وثلاثين مادة جذية وأحكام أهل الزمة واحد تقسيم اثنان وعشرين قال ابن القيم رحمه الله الجذية غير مقدرة بالشرع تقديرا لا يقبل الزيادة والنقصام ولا معينة الجنس أحكام أهل الزمة واحد تقسيم ثلاثين وقد أفاض رحمه الله فيما يتعلق لمسائل الجذية في كتابه هذا ويقع في مجلدين بتحقيق الدكتور صبحي الصالح وعقد مجد الدين ابن تيمية فصلا في أخذ الجذية وعقد الذمة ثم ذكر نحو خمسة عشر دليلا على أخذها وذلك في المنطقة من أخبار المصطفى اثنان تقسيم ثمانمائة ستة وثلاثين إلى ثمانمائة تسعة وثلاثين قال ابن قدام رحمه الله في المغني ثمانية تقسيم ثلاثمائة اثنان وستين إلى ثلاثمائة ثلاثة وستين الكفار ثلاثة أقسام قسم أهل كتاب وهم اليهود والنصارى ومن اتخذ الثورات والإنجيل كتابا كالثامرة والفرنج ونحوهم فهؤلاء تقبل منهم الجذية ويقرون على دينهم ويقرون على دينهم إذا بذلوها وقسم لهم شبهة كتاب وهم المجوس حكمهم حكم أهل الكتاب ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذين القسمين وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب وهم من عدى هذين القسمين من عبدات الأوسان ومن عبد مستحسن وسائر الكفار فلا تقبل منهم الجذية ولا يقبل منهم سوى الإسلام هذا ظاهر المذهب وهو مذهب الشافعي وروي عن أحمد أن الجذية تقبل من جميع الكفار إلا عبدات الأوسان من العرب وهو مذهب أبي حنيفة وحكى عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا كفار قريش قال أبو عبيدة رحمه الله في الأموال صفحة 33 الجذية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل ومن المجوس والبربر وغيرهم بالسنة وساق نحو 14 حديثا في ذلك عود إلى قراءة نص الكتاب وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إله رقل مع دحية الكلبي مدة رذنته للمشركين وكان أبو سفيان الذات لم يسلم وقد حضر عند هرقل وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان أسلم عام الفتح فدل ذلك على أن هذا الكتاب كان قبل الفتح ونزول آية الجذية كان بعد الفتح سنة 9 فدل ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل آية الجذية وقبل آية المباهلة وآية المباهلة قد علم يقينا أنها نزلت في قصة قدوم وفد نجران والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصر وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصر ونقل أهل المغازي والسير أن وفد نجران صالحهم على الجذية وهم أول من أداها فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية السيف التي هي آية الجزية قال الزهري أهل نجران أول من أدى الجزية وقوله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بعدها آيات نزلت قبل ذلك كقوله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فيكون هذا مما تقدم نزوله وتلك مما تأخر نزوله وجمع بينهما للمناسبة كما في نظائره وجمع بينهما للمناسبة كما في نظائره فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في مواضع تناسبها وإن كان ذلك مما تقدم ومما يبين ذلك أن هذه الآية وهي قوله تعالى لفظها يعم اليهود والنصارى وكذلك ذكر أهل العلم أنها دعاء لطائفتين وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها اليهود فذل ذلك على أن نزولها متقدم فإن دعاءه لليهود كان قبل نزول آية الجزية ولهذا لم يضرب الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز ولكن لما بعث معاذا إلى اليمن وكان كثيرا من أهلها يهود أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرا وهذا كان متأخرا بعد غزوة تبوك وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا الضحاك ابن عبد الرحمن ابن أبي ابن عبد الرحمن ابن أبي ابن أبي حوشب وغيره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أليون أليون طاغية الروم قال فيما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وروي بإسناد عن ابن جريج في قوله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم دع يهود أهل الكتاب فأبوا عليه فجاهدهم وكذلك سائر الآيات التي فيها خطاب للطائفتين كقوله تعالى يا أهل الكتاب حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين ومما ينبغي أن يعلم أن أهل نجران كان منهم نصارى أهل زمة وكان منهم مسلمون وهم الأكثرون والنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة لهؤلاء وهؤلاء واستعمل عمر بن حزم على هؤلاء وهؤلاء كما أخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح وعن أنس أيضا أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا أمينا يعلمنا السنة والإسلام فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال هذا أمين هذه الأمة وفي الصحيحين عن حزيفة بن اليمن قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين قال فاستشرف لها الناس قال فبعث أبا عبيدة ابن الجراح وللبخاري عن حزيفة قال جاء السيد والعاقب صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم يا أبا عبيدة يا أبا عبيدة ابن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة وكذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عمر بن حزم وكتب له الكتاب المشهور الذي فيه الفرائض والسنن وقد رواه النسائي وقد رواه النسائي بطوله وروى الناس بعضه مفرقا ومحمد بن سعد لم يذكر بعد وفد مجران إلا وفد جيشان فدل على أن قدومهم كان متأخرا ومحمد بن إسحاق ذكر قدومهم في أوائل السيرة مع قصة اليهود ليجمع بين خبر اليهود والنصارى وذكر في سنة عشر فتح نجران وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وإرسال خالد ذكروا أنه كان متأخرا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعة أشهر وأنه قدم وفد منهم بالإسلام وأنه قدم وفد منهم بالإسلام وهذا إنما كان بعد وإنه قدم وفد منهم بالإسلام وهذا إنما كان بعد قدوم وفد النصارى فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسلم بعد ذلك والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى وآية الجزية هي قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤطوا الجزية عيد وهم صاغرون وهذه آية السيف مع أهل الكتاب وقد ذكر فيها قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا الجزية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعد هذه الآية بل وقالوا إن أهل نجران أول من أخذت منهم الجزية كما ذكر ذلك أهل العلم كالزهري وغيره فإنه باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد قبل نزول هذه الآية جزية لا من الأمنيين ولا من أهل الكتاب ولهذا لم يضربها على يهود قيمقاع والنظير وقريضة ولا ضربها على أهل خيبر فإنها فتحت سنة سبع قبل نزول آية الجزية وأقرهم فلاحين وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها نقركم ما أقركم الله فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه ومناظرته لهم ومحاجته إياهم وطلبه المباهلة معهم كانت بعد آية السيف التي فيها قتالهم وعلم بذلك أن ما ذكره الله تعالى من مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا محكم لم ينسخ شيء وكذلك ما ذكره تعالى من مجادلة الخلق مطلقا بقوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإن من الناس من يقول آيات المجادلة والمحاجة للكفار منسوخات بآية السيف لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروع وهذا غلط فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضا للحكم المنسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام كل يوم مسكينا ومناقضة نهيه عن تعد الحدود التي فرضها للورثة للأمر بالوصية للوالدين والأقربين ومناقضة قوله لهم كفوا أيديكم عن القتال لقوله قاتلوهم كما قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم عنهم فأما قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة فأما مع إن كان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافات بينهما وإذا لم يتنافى بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ ومعلوم أن كل منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر وأن استعمالهما جميعا أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق ومما يبين ذلك وجوه أحدها أن من كان من أهل الزمة والعهد والمستأمن منهم لا يجاهب بالقتال وهو داخل في من أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وليس هو داخلا في من أمر الله بقتاله الثاني أنه قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا فالظالم لم يؤمر بجداله بالتي هي أحسن فمن كان ظالما مستحقا للقتال غير طالب للعلم والدين فهو من هؤلاء الظالمين الذين لا يجادلون بالتي هي أحسن بخلاف من طلب العلم والدين ولم يظهر منه ظلم سواء كان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد نصر ما يظنه حقا ومن كان قصده العناد يعلم أنه على باطل ويجادل عليه فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي هي أحسن لكن قد نجادله بطرق أخرى نبين فيها عناده وظلمه وجهله جزاء له بموجب عمله الثالث أنه سبحانه قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة فهذا مستجير مستأمن وهو من أهل الحرب أمر الله بإجارته حتى تقوم حجة الله عليه ثم يبلغه مأمنه وهذا في سورة براءة التي فيها نقض العهود وفيها آية السيف وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض العهود وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض العهود ليبين سبحانه أنه مثل هذا يجب أمانه حتى تقوم عليه الحجة لا تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة الله عليه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ثم أبلغه مأمنة إن لم يوافقه ما نقص عليه ونخبر به فأبلغه مأمنه قال وليس هذا بمنسوخ وقال مجاهد من جاءك واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتى يأتيك وقال عطاء فالرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغير عهد قال تخيره إما أن تقره وإما أن تبلغه مأمنة وقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله قد علم أن المراد أنه يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه إذا المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى لا يتمكن معه من فهم المعنى فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به ما يقوم به عليه الحجة ولو كان عربيا وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته وجب أن يبين له معناها ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه ولم يفقه المعنى طلب منا أن نفسره له ونبين له معناها فعلينا ذلك وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجابناه عنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالا يوردونه على القرآن فإنه كان يجيبه عنه كما أجاب ابن الزبعري لما قاس المسيح على آلهة المشركين وظم أن العل في الأصل بمجرد كونه المعبودين وأن ذلك يقتضي كل معبود غير الله فإنه يعذب في الآخرة فجعل المسيح مثلا لآلهة المشركين فأسهم عليه قياس الفرع على الأصل قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون فبين سبحانه الفرق المانع من الإلحاق بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون وبين أن هؤلاء القائسين ما قاسوه إلا جدلا محضن لا يجب علما لأن الفرق حاصل بين الفرع والأصل فإن الأصنام إذا جعلوا إذا جعلوا حصبا لجهنم كان ذلك إهانة وخزيا لعابديها من غير تعذيب من لا يستحق التعذيب بخلاف ما إذا عذب عباد الله الصالحون الصالحون بذنب عذب عباد الله الصالحون بذنب غيرهم فإن هذا لا يفعله الله تعالى لسيما عند جماهير المسلمين وسائر أهل الملل سلفهم وخلفهم الذين يقولون إن الله لا يخلق إن الله لا يخلق ويأمر إن الله لا يخلق لا يخلق ويأمر إلا لحكمة ولا يظلم أحدا فينقصه شيئا من حسناته ولا يحمل عليه سيئات غيره بل ولا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليه كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال تعالى فمن يؤمن بربه فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وقال تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل إنه يجوز منه تعالى فعل كل شيء وأن الظلم هو الممتنع هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة فهؤلاء يقولون وأن الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة فهؤلاء يقولون إنما يعلم ما يفعله وما لا يفعله بدلالة خبر الصادق أو بالعادة وإن كان الجمهور يستدلون بخبر الصادق وبغيره على ما يمتنع من الله أهامش مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم تابعي مفسر من أهل مكة شايف القراء والمفسرين أخذ التفسير عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله فيما نزلت وكيف كانت قال النووي متفق على جلالته وإمامته وله مناقب كثيرة مشهورة ونقل الزهبي عن قتاد قوله أعلم من بقي بالتفسير مجاهد تنقل رحمه الله في الأسفار ورحل واستقر بالكوفة ومات سنة 101 هجريا وقيل 104 هجريا أهامش عطاء بن أبي رباح أبو محمد بن أسلم بن صفوان القرشي مولاهم المكي تابعي جليل مفتي أهل مكة ومحدثهم ثقة ثقيه لكنه كثير الإرسال ولد في خلافة عثمان سنة 27 هجريا في جند باليمن ونشأ بمكة وكان فصيحا كثير العلم مات رحمه الله سنة 114 هجريا أعود إلى قراءة نص الكتاب وقد أخبر الله تعالى أن عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم في النار بل يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة فضلا أن يعاقبهم بذنب غيرهم مع كراهية مع كراهية لفعلهم ونهيهم عن ذلك ومن زعم أن لفظ ما أن لفظ ما كانت تتناول المسيح وأخر بيان العام أو أوجب بأن لفظ ما لا يتناول إلا ما لا يعقل فالقولان ضعيفان كما قد بسط في موضعه وأنما المشركون عرضوا النص الصحيح بقياس فاسد فبين الله تعالى فساد القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرق وكذلك لما أورد بعض النصارى على قوله تعالى يا أخت هارون ظل منه أن هارون هذا هو هارون أخو موسى ابن عمران وأن عمران هذا هو عمران أبو مريم أم المسيح فسؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أجاب بأن هارون هذا ليس هو ذاك ولكنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين وبعض جهال النصارى يقدح في القرآن بمثل هذا ولا يعلم هذا المفرط في جهله أن أحد الناس يعلمون أن بين موسى وعيسى أن أحد الناس يعلمون أن بين موسى وعيسى مدة طويلة جدا يمتنع معها أن يكون موسى وهارون خالي أي أن يكون موسى وهارون خالي المسيح وأن هذا مما لا يخفى على أقل أسباع محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يخفى على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال مما أورده أهل نجران كما ثبت عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران فقالوا ألستم تقرؤون يا أخت هارون وقد علمتم ما بين موسى وعيسى فلم أدري ما أجيبهم فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم وهذا السؤال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لما أورده أهل نجران الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم عنه أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم ليس لكم عندي إلا السيف ولا قال قد نقطم العهد إن كانوا قد عهدوه وقد عرف أن أهل نجران لم يرسل إليهم رسولا إلا والجهاد مأمور به وكان المسلمون يوردون الأسئلة عليه كما أورد عليه عمر عام الحديبية لما صالح المشركين ولم يدخل مكة فقال له ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى أقلت لك أنك تأتيه في هذا العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به وكذلك أجابه أبو بكر ولم يكن سمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم له ومعلوم أنه ليس في ظاهر اللفظ توقيت ذلك بعام ولكن السائل ظن ما لا يدل اللفظ عليه وكذلك لما قال من نوقش الحساب عزب قالت له عائشة ألم يقل الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال ذلك العرض ومن نوقش الحساب عزب ومعلوم أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقش وقد زادها بيانا فأخبر أنه العرض للمقابلة المتضمنة للمناقشة وكذلك لما قال إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة قالت له حفصة أم يقل الله وإن منكم إلا واردها فأجابها بأنه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا فبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين يدخلون جهنم وهذا الدخول هو الذي نفاه عن أهل الحديبية وأما الورود فهو مرور الناس على الصراط كما فسره في الحديث الصحيح حديث جابر بن عبد الله وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي يجزى به العصاه وينفى عن المتقين ومثل هذا كثير وأما ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها فهذا كثير جدا فأنه يجادلهم طارة في التوحيد وطارة في النبوات وطارة في المعاد وطارة في الشرائع بأحسن الحجج وأكملها كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتدناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفار فقال تعالى عن قوم نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا وقال عن الخليل وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان إلى قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وأمر فعلى محمدا صلى الله عليه وسلم بالمجادلة بالتي هي أحسن وذن سبحانه من جادل بغير علم أو في الحق بعدما تبينت ومن جادل بالباطل فقال تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين وقال تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وهذا هو الجدال المذكور في قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاج الكفار بعد نزول الأمر بالقتال وقد أمره الله تعالى أن يجير المستجير حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنة حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنة والمراد بذلك تبليغ رسالات الله وإقامة الحج عليه وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة ويجاب به عن المعارضة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب علم بطلان قول من ظم أن الأمر بالجهاد ناسخ الأمر بالمجادلة مطلقا علم بطلان قول من ظم أن الأمر بالجهاد ناسخ الأمر بالمجادلة مطلقا الوجه الرابع إن القائل إذا قال إن آية مجادلة الكفار أو غيرها مما يدعي نسخه منسوخة بآية السيف قيل له ما تعني بآية السيف أتعني آية بعينها أم تعني كل آية فيها الأمر بالجهاد فإن أراد الأول كان جوابه من وجهي أحدهما أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة فلا يجوز تخصص بعضها وإذا قال أريد قوله تعالى فإذا نسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قيل له هذه في قتال المشركين وقد قال بعضها في قتال أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدهم وهم صاغرون فلم تكن آية السيف إلا واحدة لم تكن هذه أولى من هذه وإذا قال كل آية فيها ذكر الجهاد قيل له الجهاد شرع على مراتب فأول ما أنزل الله تعالى فيه الإذن بقوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على مصرهم لقدير وإن الله على مصرهم لقدير فقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذه أول آية نزلت في الجهاد ثم بعد ذلك نزل وجوبه بقوله كتب عليكم القتال ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم بل قال فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لصلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وكذلك من هادنهم وكذلك من هادنهم وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله وإن كانت الهدنة عقدا جائزا غير لازم ثم أنزل في براءة الأمر بنبذ العهود وأمرهم بقتال المشركين كافة وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاظرون ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إن كان جهادهم فإن قال آية السيف التي نسخت المجادلة هي آية الإذن قيل فآية الإذن نزلت في أول مقدمة المدينة قبل أن قبل أن يبعث شيئا من السرايا وقد جادل بعد هذا الكفار وكذلك إن قيل آيات فرد القتال قيل فقوله كتب عليكم القتال نزلت في أول الأمر قبل بدر ولا ريب أن الجهاد كان واجبا يوم أخذ والخندق وفتح خيبر ومكة وقد ذكر الله آيات فرد الجهاد في هؤلاء المغازي كما ذكر ذلك في سورة آل عمران والأحزاب وأن قيل بل الجدال إنما نسخ بل الجدال إنما نسخ إنما نسخ لما أمر بجهاد من سالم ومن لم يسالم قيل هذا باطل فإن الجدال إن كان منافيا للجهاد فهو مناف لإباحته ولإجابه ولول المسالم وإن لم ينافي الجهاد لم ينافي إجاب الجهاد للمسالمين كما لم ينافي إجاب جهاد غيره فإن المسالم قد لا يجادل ولا يجالد وقد يجادل ولا يجالد كما أن غيره قد يجالد ويجادل وقد يفعل أحدهما فإن كان إجابه لجهاد المحارب المبتلئ بالقتال لا ينافي مجادلته فلأن يكون جهاد من لا يبدأ القتال لا ينافي مجادلته أولى وأحرى فإن من كان أبعد عن القتال كانت مجادلته أقل منافى للقتال من من يكون أعظم قتالا يبين هذا الوجه الخامس وهو أن يقال المنسوخ هو الاقتصار على الجدال فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمورا أن يجاهل الكفار بلسانه لا بيده فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وكان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد ثم لما قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار فلما فتح الله مكة وانقطع قتال القريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى لقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبه العهود المطلقة فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال وأما مجهدت الكفار باللسان فما زال مشروعا من أول الأمر إلى آخره فإنه إذا شرع جهدهم باليد فباللسان أولى فإنه إذا شرع جهدهم باليد فباللسان أولى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم وكان ينصب لحسان منبرا في مسجده ليجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد هجو وهذا كان بعد نزول آيات القتال وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الزلائل والبراهين على صحة الإسلام ويبقى لحجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب الوجه السادس أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى القتال فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقا وجوبا أصليا وأما الجهاد فمشروعا للضرورة فكيف يكون هذا مانعا من ذلك فإن قيل الإسلام قد ظهرت أعلامه وآياته فلم يبقى حاجة إلى إظهار آياته وإنما يحتاج إلى السيف قيل معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان فقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد فصل العلماء ظهوره بهذا وهذا ولفظ الظهور يتناولهما فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعمل والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره بالليل والقتال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يظهر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبرهان فأمنت به المهاجرون والأنصار طوعاً واختياراً بغير سيف لما بان لهم من الآيات البينات والبرهين والمعجزات ثم أظهره بالسيف فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداءاً ودفعاً فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداءاً ودفعاً فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداءاً ودفعاً لمن يطعم فيه بطريق الأولى والأحرى فإن وجوب هذا قبل وجوب ذاك ومنفعته قبل منفعته ومعلوم أنه يحتاج كل وقت إلى السيف فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان وإظهاره بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف وهو ظهور مجمل على به على كل دين وهو ظهور مجمل على به على كل دين مع أن كثيراً من الكفار لم يقهره سيفه فكذلك كثير من الناس لم يظهر لهم آياته وبراهينه بل قد يقدحون فيه ويقيمون الحجج على بطانه لا سيما والمقهور بالسيف فيه منافقون كثيرون فهؤلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السيف والسنان يؤكد هذا الوجه السابع وهو أن القتال لا يكون إلا لظالم فإن من قاتل المسلمين لم يكن إلا ظالماً معتدياً ومن قامت عليه الحجة فشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين لم يكن إلا ظالماً وأما المجادلة فقد تكون لظالم إما طاع من في الدين بالظلم وإما من قامت عليه الحجة الظاهرة فامترع من قبولها وقد تكون لمسترشب طالب حق طالب حق لم يبلغه وإما من بلغه بعض أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ولكن عورض ذلك عنده بشبهات تنافي ذلك فاحتاج إلى جواب تلك المعارضات وإما طالب لمعرفة دلائل النبوة على الوجه الذي يعلم به ذلك فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعاً فالمجادلة التي تكون لدفع ظلمه والانتفاعه وانتفاع غيره مشروعة بطريق الأولى قال مجاهد ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم قال الذين ظلموا من قاتلك ولم يعطيك الجزية وفي رواية عنه قال الذين ظلموا منهم أهل الحرب من لا عهد لهم المجادلة لهم بالسليف وفي رواية عنه قال لا تقاتل إلا من قاتلك ولم يعطيك الجزية وفي رواية عنه قال من أدى منهم الجزية فلا تقول له إلا خيراً وعن مجاهد إلا بالتي هي أحسن فإن قالوا شراً فقولوا خيراً هذا مجاهد لا يجعلها منسوخة وهي قول أكثر المفسرين قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ليست منسوخة ولكن عن قتالة قال نسختها فاقتل المشركين حيث وجدتموهم ولا مجادلة أشد من السيف والأول أصح لأن هؤلاء من الذين ظلموا فلا نسخ ومما يعجب منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة لجزه هو ومن يعظمه من شيوخه الذين يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم يزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة يزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة قد أوردوا من الشبهات والشكوف والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ نحو 80 سؤالا وأجاب عنه بأجوبة لا تصلح أن تكون جوابا في المسائل الظنية بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير أصول الدين وهم كما مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضربا يزلزلها به وهو يزعم أنه يريد أن يثبتها وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في الإيمان بالنبوة اضطرابا ليس هذا موضع بصده وهم مع ذلك يدعون أنه قد ظهر عند أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء النظار وينهون عن إظهار الآيات آيات الله ومراهينه التي هي غاية مطالب مشايخهم وهم لم يعطوها حقها إما عجزا وإما تفريطا الوجه الثامن أن كثيرا من أهل الكتاب يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته إنما أقاموا دينهم بالسيف لا بالهدى لا بالهدى والعلم والآيات فإذا طلبوا العلم والمناظرة فقيل لهم ليس لكم جواب إلا السيف كان هذا مما يقرر ضمنهم الكاذب وكان هذا من أعظم ما يحتجون به عند أنفسهم على فساد الإسلام وأنه ليس دين رسول من عند الله وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف الوجه التاسع أنه من المعلوم أن السيف لا سيما سيف المسلمين وأهل الكتاب هو تابع للعلم والحجة بل وسيف المشركين هو تابع لأرائهم واعتقادهم والسيف من جنس العمل والعمل أبدا تابع للعلم والرأي وحينئذ فبيان دين الإسلام بالعلم وبيان أن ما خالفه ضلال وجهل هو تثبيت لأصل دين الإسلام واجتناب لأصل غيره من الأديان التي يقاتل عليها أهلها يقاتل عليها أهلها ومتى ظهر صحبه وفساد غيره كان الناس أحد رجلين إما رجل تبين له الحق فاتبعه فهذا هو المقصود الأعظم من إرساب الرسول وإما رجل لم يتبعه فهذا قامت عليه الحجة إما لكونه لم ينظر في أعلام الإسلام أو نظر وعلم فاتبع هواه أو قصر وإذا قامت عليه الحجة كان أرضى لله ولرسوله وأنصر لسيف الإسلام وأذل لسيف الكفار وإذا قدر أن فيهم من يعجز عن فهم الحجة فهذا إذن لم يكن معذورا مع عدم قيامها فهو مع قيامها أولى أن لا يعذر وإن كان معذورا مع قيامها فهو مع عدمها أعذر فعلى التقديرين قيام الحجة أنصر وأعذر وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين أهامش من الجدير بالذكر أن تشريع الجهاد كان على مراحل ذكرها العلماء على النحو التالي أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكة قلة لا قدرة لهم على مقاتلة الكفار فنزل النهي عن ذلك في أكثر من سبعين آية ثانيا أجر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى المدينة وكثر أنصاره وقويت شوكته فأذن الله لهم في القتال ونزلت أول آية في ذلك وهي قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية قال العلماء ولم يكن هذا أمرا وإجابا ثالثا أوجب الله قتال من قاتل المسلمين دون من كف عنهم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا الآية رابعا فرض الله في هذه المرحلة وهي آخر مراحل تشريع الجهاد فرض قتال المشركين كافة حتى يكون الدين كله لله قال تعالى وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الآية ثم نزلت الآيات في ذلك التوبة الآية رقم خمسة والآية رقم ستة وثلاثين والبقرة الآية مئة ثلاثة وتسعين وغيرها والله أعلم هامش أحد وقعت غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة بعد وقعت بدر الكبرى وقد انكشف المسلمون فيها وكانت يوم بلاء وتمحيص أكرم الله من أكرم فيها نايم بسلمين بالشهادة حتى خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرث بالحجارة وأصيبت رباعيته وشج وجهه وكلمة شفته فجعل الدم يسهيل على وجهه الخندق ووقعت سنة خمس تحذب فيها اليهود والمشيكون من قريش وغطفان وغيرهم وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة من جهة السهل بمشورة سلمان رضي الله عنه وانتصر فيها المسلمون بإذن الله ونزل فيها جزء من صورة الأحزاب فتح خيبر سنة سبع فتح مكة سنة تمال عندما نقض القفار الصلح بتظاهرهم مع بني بكر على خزاعة الذين دخلوا في الحلف مع المسلمين وبعد ذلك توجه الرسول صلى الله عليه وسلم بكتائب المسلمين وكان الفتح العظيم هامش الغزالي هو محمد بن محمد الغزالي الطوصي يكن بأبي حامد والغزالي نسبة إلى غزالة من قرى طوص والغزالي فيلسوف متصوّف ولد سنة 450 هجرياً في طوص بخرسان ورحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فالشام فمصر ثم عاد إلى بلده ومات بها سنة 505 هجرياً له مصنفات كثيرة منها إحياء علوم الدين في أربع مجلدات والاقتصاد في الاعتقاد وتهافت الفلاسفة وغيرها هامش شبهة قيام الإسلام وانتشاره بالسيف شبهة يرددها الخصوم إلى اليوم وهي متهافتة عند من له أدنى علم بتاريخ المسلمين وحروبهم والجواب عنها يتلخص في النقاط التالية أولاً أنه إنما جاهد المسلمون ليدفعوا عن أنفسهم الأذى والفتنة وليحقق لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم فالقتال إنما هو لتقرير حرية العقيدة وثانياً لتقرير حرية الدعوة إلى الله فلقد جاء الإسلام بأرقى نظاماً للحياة البشرية وعندما يبلغ هذا النظام إلى أسماع البشر فمن شاء بعد البلاغ والبيان فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا إكراه في الدين ولكنه ينبغي إزالة العقبات والحواجز في طريق هذا الدين ثالثاً ثم جاهد الإسلام ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه وهو وحده الذي يكفر للإنسان الحرية التامة تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن العبودية لله وحده ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر يقول سيد قطب رحمه الله ولم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر السيف على هذا المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه إنما جاهد ليقيم نظاماً آمناً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعاً وكان قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدتهم واطمئنان من يريدون اعتناقه على أنفسهم وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته ولم يكن الجهاد أداء قليلة الأهمية ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين انظر في ظلال القرآن 1 تقصيل 295 ولو حديث بهذا جيد من صفحة 293 إلى صفحة 296 بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجرية تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن ناصر الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر الدكتور حمدان بن محمد الحمدان الشريط السادس فصل وكان قبل قصة نجران قد آمن به كثير من اليهود والنصارى ورؤساؤهم وغير رؤسائهم لما تبين لهم أنه رسول الله إليهم كما آمن به النجاشي ملك الحبشة وكان نصرانيا هو وقومه وكان إيمانه به في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أصحابه مستضعفين بمكة وكان الكفار يظلمونهم ويؤذونهم ويعاقبونهم على الإيمان بالله ورسوله فهاجر منهم طائفة مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وغيرهم من الرجال والنساء إليه وغيرهم من الرجال والنساء إليه وكان ملكا عادلا فأرسل الكفار خلفهم رسلا بهدايا ليردهم إليهم فامتنع من عدله أن يسلمهم إليهم حتى سمع كلامهم فلما سمع كلامهم وأخبروه به من أمر النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآواهم ولما سمع القرآن قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة ولما سألهم عن قولهم في المسيح عليه السلام قالوا نشهد أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العزراء البتول التي لم يمسها رجل فقال النجاشي لجعفر بن أبي طالب والله ما زاد عيسى بن مريم على ما قلت هذا العود فنخرت أصحابه فقال وإن نخرتم وإن نخرتم وبعث ابنه وطائفة من أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر بن أبي طالب وقدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر وقد ذكر قصتهم جماعة من العلماء والحفاظ كأحمد بن حنبل في المسند وابن سعد في الطبقات وأبي نعيم في الحلية وغيرهم وذكرها أهل التفسير والحديث والفقه وهي متواترة عند العلماء قال أحمد حدثني عقوب بن إبراهيم بن سعيد عن أبيه قال حدثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم ابن عبد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمننا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا اعتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيع بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي وأمروهما أمرهم وقالوا لهما ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم ثم قدموا إلى النجاشي هدايا ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم قبل أن يكلمهم قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار فلم يبقى من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي ثم قال لكل بطريق منهم أنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرف نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فقالوا لهما نعم ثم إنهما قرب هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهم فقبلها منهما ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرف نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إلينا فهم أعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي من أن يسمع النجاشي كلامنا من أن يسمع النجاشي كلامنا فقالت بطارقته حوله فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عاب عليهم فأسلمهم إليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم فليرادهم فليرادهم إلى بلادهم وقومهم قالت فغضب النجاشي ثم قال لا ها الله أي ما الله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي ثم قال لا ها الله أي ما الله إذن لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهم وردتهم إلى قومهم وإن كانوا غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءتهم رسله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذ جئتموه قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كان في ذلك ما هو كائن فلما جاءوه زاد أبو نعيم وقد دع النجاشي أثاقفته ومعهم مصاحفهم حوله فلما جاءوه فسألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في دين ولا في دين أحد من هذه الأمم قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي مننا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده نخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت فعدد عليه أمور الإسلام قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائس فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء قالت فقال له جعفر نعم قالت فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي اقرأه علي فقرأه عليه فقرأ عليه صدرا من سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عيتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكري واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون قالت أم سلم رضي الله عنها فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم حين سمعوا ما تلي عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة ثم قال لعبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص انطلق فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا أكاد قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمر بن العاص والله لآتي أنه غدا أعيبهم عنده لآتي أنهم غدا أعيبهم عنده ثم استأصل به خضراءهم قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد قالت ثم غدا عليه الغد فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيمة فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت ولم ينزل بنا مثلها فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه قالوا نقول والله فيه ما قاله الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم فقال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون من سبكم غرما ثم من سبكم غرما ثم من سبكم غرما فما أحب أن لي دبرا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم والدبر بلسان الحبشة الجبل ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فييا فأطيعهم فيه قالت فخرج من عنده مقبوحين مردود عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار قالت فوالله إن على ذلك إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكه قالت فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن من حزن حزناه عند ذلك تخوفنا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه وروا عبد الله بن عامر بن الزبي عن أبيه قال لما نزل بالنجاشي عدوه من أرضه جاء المهاجرون فقالوا إن نحن نخرج إليهم فنقاتل معهم وترى جزاءنا ونجزيك بما صنعت بنا فقال ذو ينصره الله خير من الذي ينصره الناس يقول الذي ينصره الله خير من الذي ينصره الناس فأبى ذلك عليهم رجعنا إلى حديث أم سلمة قالت وصار نجسي وصار النجاشي وبينهما عرض النيل قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر قالت فقالت زبير بن العوام أنا قالت وكان من أحدث القوم سنا قالت فنفخنا له قربة فجعلنا في صدره فجعلناها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم قالت وادعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في الأرض والتمكين له في بلاده قالت فوالله إن لعلى ذلك متوقعين لما هو كائن إذ طلع الزبير يسعى ويلوح بثوبه ويقول ألا أبشر قد ظهر النجاشي وقد أهلك الله عدوه فوالله ما علمت ما علمت ما علمت فرحنا فرحة مثلها قط فوالله ما علمت فرحنا فرحة مثلها قط قالت قالت فرجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده واستوسق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى جمل هذه القصة أبو داود في سننه في حديث أبو موسى وفي الصحيحين من حديث أبو موسى قال بلغنا مخرج بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي أنا أصغرهما في 52 رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده قال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا يعني بالإقامة فأقيموا معنا قال فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا منها وما قسم لأحد غائب عن فتح خيبر غيرنا إلا لمن شهد معنا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم قال فلما رأى ناس من الناس يقولون لنا يعني أهل السفينة سبقناكم لهجرة قال ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه فدخل عمر إلى حفصة وأسماء وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس فقال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم فقال عمر سبقناكم بالهجرة نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فغضبت وقالت يا عمر كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله تبارك وتعالى وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيما الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قلت له فماذا قلت له قالت قلت كذا وكذا قال ليس بأحق ليس بأحق ليس بأحق ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم وأخرج في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه قال استغفروا لأخيكم وعنه رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم توفى وقال استغفروا لأخيكم ثم خرج بالناس إلى المصلى فصفوا وراءه وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات أخرجاه وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا أخرجاه في الصحيحين هامش عبد الرحمن بن عوف القراشي الزهري أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها كان بازلا ما له في سبيل الله مات سنة 32 هجرية الزبير بن العوام القراشي الأسدي أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة وأول من سل سيفا في سبيل الله وورد في البخاري أربعة تقسيم أربعة تقسيم مائتان وأحد عشر ومسلم أربعة تقسيم ألف ثمانمائة تسعة وسبعين أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد يوم الجمل سنة 36 هجرية عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنه كثيرا كان فقيها من فقهاء الصحابة وقارئا وهو أحد العشرة وأحد الستة ومناقبه كثيرة جدا مات سنة 32 بالمدينة قم سلمة هند بنت أبي أبي ابن المغيرة المخزومية أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سنة ماتت سنة 62 هجرية البطارقة جمع بطريق والبطريق قال في القاموس المحيط ثلاثة تقسيم مائتان وأربعة عشر باب القاف فصل الباء القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجل وجاء في تفسير غريب الحديث لابن حجر صفحة 35 أنه الحاذق بالحرب بلغة الروم قلت هذا معنى من معانيه والمعروف أنه يعنى عند النصارى مرتبة دينية هي عندهم بمنزلة الأئمة أصحاب المذاهب لنا والمطارنة كالقضاء والأساقفة كالمفتين والقسيسون كالقراء والجاثليق كإمام الصلاة والشمامسة كالمؤذنين والقائمين بالمساجد انظر تاريخ ابن الوردي واحد تقسيم 127 و 128 عبد الله بن أبي ربيع بن المغير القرشي والد عمر بن أبي ربيع الشاعر المشهور كان اسمه بجيرا بالموحدة والجيم المعجمة مصغرا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يوم الفتح وكان من أحسن قريش وجها والله عمر على اليمن واستمر على ذلك في عهد عثمان ثم لما حصر عثمان رضي الله عنه جاء لينصره فسقط ثم لما حصر عثمان رضي الله عنه جاء لينصره فسقط فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات رضي الله عنه عمر بن العاص بن وائل القرشي السهمي أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمانية هجريا وقيل بين الحديبية وخيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويذنيه وتولى غزوة ذات السلاسل ثم استعمله على عمان افتتح قنسرين وصالح أهل حلب ومنبج وأمطاكية وولاه عمر فلسطين ثم تولى امرة مصر وهو الذي افتتحها وكان من دهات العرب المعدودين مات رضي الله عنه سنة ثلاثة وأربعين هجريا بعد عمر دامى تسعين سنة أسماء بنت عميس الخسعمية أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أسلمت قبل دخول دار الأرقم وبايعت ثم هاجرت مع المهاجرين إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له هناك أولاده ولما استشهد تزوجها أبو بكر فولدت له محمدا ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حزافة السهمي سنة ثلاثة هجريا وقيل اثنان هجريا قيل ولدت قبل المبعث قيل ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام وتوفيت رضي الله عنها سنة خمس واربعين هجريا أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري اسم أبي بردة الحارث وقيل عامر وقيل اسمه كنيته وثقه العجلي وابن حبان وابن سعد وغيرهم وهو فقيه عالم كثير الحديث تولى قضاء الكوفة قبل الشعبي في زمن الحجاج ولد لأبي موسى عندما كان أميرا على البصرة من قبل عمر ومات سنة 103 هجريا وقيل 104 هجريا وعمره 82 سنة عود إلى قراءة نص الكتاب فصل وكان أول ما أنزل الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم الوحي عرضت خديجة امرأته أمره على عالم كبير من علماء النصارى يقال له ورقة بن نوفل وكان من العرب المتنصرة فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى بن عمران يا ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك يعني ليتني أكون شابا فإنه كان شيخا كبيرا قد كف بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وأن يدركني يومك أنصرك أنصرك نصرا مؤذرا رواه أصحاب الصحيح وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى فآمنوا به فآذاهم المشركون فصبروا واحتملوا أذاهم فأنزل الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وروا البيهقي في كتاب دلائل النبوة وأعلام الرسالة فقال في كتاب دلائل النبوة وأعلام الرسالة فقال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس محمد بن عقوب أنبأنا أحمد بن عبد الجبار أنبأنا يونس عن ابن إسحاق قال ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك من النصارى حين ظهر خبره في الحبشة فوجدوه في المجلس فكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله وتلى عليهم القرآن فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قال لهم فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نألوا لأنفسنا إلا خيرا ويقالوا والله أعلم أن فيهم نزلت هؤلاء الآيات الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون إلى قوله لا نبتغي الجاهلين ولما كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل صلى الله عليه وسلم رسله إلى جميع الطوائف فأرسل إلى النصارى النصارى الشام ومصر فأرسل إلى هرقل ملك الروم وقد قيل إن هرقل هذا هو الذي زادت النصارى له في صومهم عشرة أيام لما اقتتلت الروم والفرس وقتل اليهود بعد أن كان قد أمنهم فطلبت منه النصارى قتلهم وضمنوا له وضمنوا له أن يكفروا بخطيئته بما زادوه في الصوم وكانت الفرس مجوسا والنصارى والروم نصارى وكانت الفرس مجوسا والروم نصارى وكان المجوس الفرس غلبت النصارى أولا وكان هذا في أوائل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وأتباعه قليل ففرح المشركون بانتصار الفرس لأنهم أقربوا إليهم من أهل الكتاب واستاء المسلمون لذلك لأن أهل الكتاب أقربوا إليهم فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بانتصار الفرس على الروم فأنزل الله تعالى ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وكان هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون فكان كما أخبر ولما ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذبوه فراهنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ذكر هذا المفسرون والمحدثون قال سنيد في تفسيره وهو شيخ البخاري حدثنا حجاج عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة ابن الزبير عن نيار ابن مكرم الأسلمي أنه قال لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله وهو العزيز الرحيم خرج أبو بكر وهو يقرأها بمكة رافعا بها صوته رافعا بها صوته بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فقال له رؤوس أهل مكة ما هذا يبن أبي قحافة لعله مما يأتي به صاحبك قال لا والله ولكنه كلام الله وقوله تبارك وتعالى قالوا فذلك بيننا وبينك إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين فراهنهم أبو بكر ففتح الله للروم على فارس دون التسع فأسلم عند ذلك خلق كثير من المشركين قال ابن مكرم وأنما كانت قريش تستفتح يومئذ بالفرس لأنهم وإياهم أهل تكذيب بالبعض وأهل أصمام وإنما كان المؤمنون يستفتحون يومئذ بالروم لأنهم وإياهم أهل نبوة وتصديق بالبعث فأنزل الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهذا الحديث رواه ترمزي في جامعه فقال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكر من الأسلمي قال لما نزلت ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب وذلك قوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد قال ناس من قريش لأبي بكر فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك فارتهن أبو بكر والمشركون فظهرت الروم على فارس في بضع سنين وأسلم عند ذلك ناس كثير من المشركين قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد يعني غريبا من هذا الوجه وإلا فهو مشهور متواتر عن أهل التفسير والمغازي والحديث والفقه والقصة متواترة عند الناس والقصة متواترة عند الناس وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم على فارس لأنهم أهل كتاب وكان المشركون يحبون أن تغلب أهل فارس لأنهم أهل أوثان قال فذكر ذلك لأبي بكر فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأنزل الله ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون فذكر أبو بكر للمشركين فذكره أبو بكر للمشركين فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا فإن غلبوا كان لك كذا وكذا وإن غلبوا كان لنا كذا وكذا فاجعلوا بينهم أجلا خمس سنين فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل لا احتضت أفلا جعلته دون العشر أفلا جعلته دون العشر قال سعيد بن جبير والبضع ما دون العشر قال فغلبت الروم ثم غلبت فذلك قوله ألف لامين غلبت الروم وهذا أيضا أخرجه الترمذي حدثنا الحسين بن حريث حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة ورواه أيضا من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه أيضا من حديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وذهب الطائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الروم على فارس يوم بدر وذهب آخرون أنه يوم الحديبية وهذا هو الصحيح وهرقل كان قد مشى شكرا لله من حمص إلى بيت المقدس لما نصره على الفرس فوافاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام عقب نصر الله للروم على فارس ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين قال علماء السير فلما انتصرت الروم وخرج هرقل ملك الروم من منزله من حمص ماشيا على قدميه إلى بيت المقدس متشكرا لله عز وجل حين رد عليه ما رد ليصلي فيه لما انتهى إلى بيت المقدس وصلى فيه قدم عليه حينئذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلبي يدعوه إلى الإسلام قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس قال حدثني أبو سفيان قال كنا قوما تجارا وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حصرتنا حتى هلكت أموالنا فلما كانت الهدن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التي عقدت يوم الحذيبية فلما عقدت الهدن أمنا فلما عقدت الهدن أمنا فخرجت في نفر من قريش تاجرا إلى الشام وكان وجه متجرنا فقد امتهى حين ظهر هرقل على من كان عارضه من فارس فأخرجهم منها وانتزع له صليبه الأعظم وقد كانوا سلبوه إياه فلما بلغه ذلك منهم بلغه أن صليبه قد استنقذ له وكانت حمص منزله فخرج منها على قدميه متشكرا لله عز وجل حين رد عليه ما رد ليصلي في بيت المقدس وبسط له الطريقة بالبسط ويلقي عليها الرياحين ويلقى عليها الرياحين فلما انتهى إلى إلياء وقضى فيها صلاته ومعه بطارقته وأساقفته الروم قال وقدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية ابن خليفة الكلبي فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يعني الأكارين قال ابن إسحاق وقال ابن شهاب حدثني أسقف النصارى في زمان عبد الملك ابن مروان زعم لي أنه أدرك ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر هرقل وعقله وأمر هرقل وعقله قال لما قدم عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية أخذه فجعله على خاصرته ثم كتب إلى رجل برومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يذكر له أمره ويصف له شأنه ويخبره ما جاء منه قال فكتب إليه صاحب رومية أنه النبي الذي ننتظره لا شك فيه فاتبعه وصدقه فأمر هرقل ببطارقة الروم فجمع له في دسكرة ملكه وأمر بها فأشرجت عليهم أبوابها ثم اطلع عليهم من علية وخافهم على نفسه وقال يا معشر الروم إني قد جمعتكم لخير إنه قد أتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه وإنه والله للرجل الذي كنا ننتظره ونجده في كتبنا فهلما نتبعه لنصدقه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا فنخروا نخرة رجل واحد ثم ابتدروا أبواب الدسكرة ليخرجوا منها فوجدوها قد أغلقت دونهم فقال كروهم علي وخافهم على نفسه فكروا عليه وقال يا معشر الرغوم إنما قلت لكم هذه المقالة التي قلت لكم لأنظر كيف صلابتكم كيف صلابتكم على دينكم لهذا الأمر الذي حدث فقد رأيت منكم الذي أسر به فوقعوا سجودا وأمر بأبواب الدسكرة ففتحت لهم فانطلقوه وهذا حديث مشهور من حديث محمد بن إسحاق وهو ذو علم وبصيرة بهذا الشأ حافظ ما لا يحفظه غيره قال ابن إسحاق وأخذ هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله في قصبة من ذهب وأمسكها عنده تعظيما له وهذه القصة مشهورة ذكرها مشهورة ذكرها أصحاب الصحاح ففي البخاري ومسلم والسياق للبخاري عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا سفيان بن حرب وكفار قريش فأتوه وهو بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم بالترجمان فقال فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه إني سائل هذا الرجل إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان فوالله لو لا الحياء من أن يأثر من أن يأثر علي الكذب لكذبت عليه لكذبت عليه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا فأشراف الناس اتبعوه قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم فقال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد منهم أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال قال ولم ولم يمكن كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال بماذا يأمركم قلت يقول عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت لو كان في آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصر فدفعه عظيم بصر إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بن الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناطور صاحب إلياء أسقفا على نصارى أهل الشام يحدث أن هرقلا حين قدم إلياء أصبح يوما خبيثا نفسي فقال له بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقلا حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قال ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمن كشأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينهم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب قال هم مختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان هرقل نظيره في العلم وصار هرقل إلى حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في ذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع عليهم فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتابعوا فتتابعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم ويأس من الإيمان منهم قال ردوهم عليه وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عليه فكان هذا آخر شأن هرقل قلت وكان هرقل من أجل ملوك النصارى في ذلك الوقت وقد أخبر غير واحد أن هذا الكتاب إلى الآن إلى الآن باق عند ذريته رقل في أرفع صيوان وأعز مكان يتوارثونه كابرا عن كابر وأخبر غير واحد أن هذا الكتاب باق إلى الآن عند الفنش صاحب قشتالة وبلاد الأندلس يفتخرون به وهذا أمر مشهور معروف وقد روى سنيد وهو شيخ البخاري في تفسيره قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقرأ كتابه وجمع الروم فأبوا عليه قال فلما كان يوم الأحد لم يحضر أسقفهم الكبير وتمارض فأرسل إليه فأبى ثم أرسل إليه فأبى ثلاث مرات فركب إليه فقال له أليس قد عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال أليس قد رأيت ما ركبوا مني فأنت أطوع فيهم مني فتعال فادعهم قال وتأذن لي في ذلك قال نعم قال اذهب هو ذا أجيء قال فجاء بسواده إلى كنيستهم العظمى فلما رأوه خرجوا له سجدا الملك وغيره فقام في المذبح فقال يا أبناء الموت هذا النبي الذي بشر به عيسى وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فنخروا ووثبوا إليه فعضوه بأفواههم حتى قتلوه قال وجعلوا يخرجون أضلاعه بالكلبتين حتى مات أهامش خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية أم المؤمنين كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة تزواجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة أربعين سنة وولدت له وولد له منها ولده ولده كلهم ما عدا إبراهيم وهم القاسم وزينب وفاطمة ورقية وام كلثوم أقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وعشرين سنة وستة أشهر وكان الرسول حين تزواجها ابن إحدى وعشرين سنة وهي أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاءه به وورد في فضلها أحاديث كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم هامش أبو عبد الله الحافظ هو محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه ولد في نيسابور سنة ثلاثمائة واحد وعشرون وتوفى بها سنة أربعمائة وخمسة هجريا من تصانيفه المستدرك على الصحيحين والإكليل والمدخل وغيرها هامش أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاري أبو عمر الكوفي أبو عمر الكوفي ولد سنة مئة سبع وسبعين هجريا قال الحافظ بن حجر ضعيف وسماعه للسيرة صحيح وقال الذهبي ضعافه غير واحد مات سنة مئتان اثنان وسبعين هجريا يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر الكوفي وذكر ابن حجر أن ابن معين وثقه وقال في تقريب التهذيب يخطئ من التاسعة مات سنة مئة تسع وتسعين هجريا وحسن وحسن الذهبي في ميزان الاعتدال حديثه هامش النصر النصارى من أهل نجران ذكر ابن الجوزي فيهم ثلاثة أقوال أحدها أنهم مؤمنوا أهل الكتاب رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهب الثاني مسلم أهل الإنجيل روا سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاهدوا معه أحدا فنزلت فيهم هذه الآية الثالث مسلم اليهود كعبد الله ابن سلام وغيره قال السدي ذكر ابن الجوزي هذه الأقوال في تفسيره قال النيسابوري رحمه الله والتحقيق أن كل من حصل في حقه هذه الصفة يكون داخلا في الآية لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هامش حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل قال ابن حجر ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد وقبل موته مات سنة مئتان وستة هجريا ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد عبدالله ابن ذكوان القراشي المدني قال ابن حجر صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وذكر الزهبي أنه قد مشاه جماعة وعدلوه مات سنة مئة أربعة وسبعين أبو الزناد هو عبدالله ابن ذكوان القراشي ثقة أحمد وثقه أحمد وابن معين والعجلي وأبو حاتم وابن حبان والنسائي وغيرهم مات سنة مئة وثلاثين هجريا غروة ابن الزبير بن العوام بن خويل الأسدي ثقة فقيه مشهور ولد في أوائل خلافة عمر الفاروق ومات سنة أربع وتسعين هجريا على الصحيح نيار بن مكرم الأسلمي بكسر أوله وتخفيف التحتية في نيار وضم أوله وسكون ثانيه وفتح الراء في مكرم صحابي عاش إلى أول خلافة معاوية كان ثقة قليل الحديث قال ابن حجر وأنكر ابن سعد أن يكون له صحبة محمد ابن إسماعيل ابن يوسف السلمي أبو إسماعيل الترمذي النزيل بغداد ثقة حافظ قال ابن حجر لم يتضح كلام ابن أبي حاتم فيه مات سنة مئتان وثبانين هجريا إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي 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 المدني صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه مات سنة مئتان ستة سعيد بن جبير الأسدي مولاهم ثقة ثبت فقيه قتله الحجاج سنة خمس وتسعين هجريا ولم يكمل الخمسين معاوية بن عمر بن المهلب الأسدي الكوفي ثقة من صغار التاسعة مات سنة مئة أربعة وأربعين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ثقة حافظ له تصنيف مات سنة خمس وثمانين الأعمش سليمان بن مهران الأسدي ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس مات سنة مئة سبعة وأربعين وقيل مئة سمانية وأربعين عطيه المكترين في الرواية من أهل الصفة كان رضي الله عنه فقيها نبيلا غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة أولها الخندق سكن المدينة ومات بها سنة أربع وسبعين هجريا وعمره أربع وتسعون سنة هامش الأريسيين هذه الرواية هي المشهورة في روايات الحديث وفي كتب أهل اللغة قال الإمام النووي اختلف في ضبطه على أوجه أحدها بياءين بعد السين والثاني بياء واحدة بعد السين وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة وراء مكسورة مخففة والثالث الإريسيين بتسر الهمزة وتشديد راء وبياء واحدة بعد السين ووقع في الرواية الثانية في مسلم وفي أول صحيح البخاري اليريسيين بياء مفتوحة في أوله وبياء بعد السين قال رحمه الله واختلفوا في المراد بهم على أقوال أصحها وأشهرها أنهم الأكارون أي الفلحون والزرعون ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون من قيادك ونبه بهؤلاء على جميع الرعاية لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع قيادا فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا وهذا القول هو الصحيح وقيل غير ذلك والله أعلم عبد الملك هجرية هامش الدسكرة واحدة من الدساكري وهي القصور قال في المصباح المنير واحد تقسيم 263 الدسكرة بناء شبه القصر حوله بيوت ويكون للملوك قال الأزهري وأحسبه معربا وأحسبه معربا هامش إلياء بكسر أوله واللام وياء وألف ممدودة وحكي بالقصر اسم مدينة بيت المقدس عبري إلى معناه بيت الله وهي على جبل وتحيط بها الجبال وماءها من الأمطار فتحت في عهد عمر رضي الله عنه يقسم يقسم النصارى دركات الكهنوت إلى ثلاث درجات الأول الشماس لفظة سريانية ومعناها خادم ومن واجباته توزيع الصدقات على الفقراء كما يقولون ولفظه باليونانية ديكون الثانية القسيس لفظة سريانية وباليونانية إبريس فيتروس وهذه الدرجة أعلى من التي قبلها ووظيفة القسيس تقديم تقديس القرابين وعماد المعتمدين وتزويج المتزوجين وتأدية خدمة الأسرار وتوزيعها على الشعب وتعليمهم ووعظهم الثالثة الأسقف وهي أعلى درجات الكهنوت كما يذكرون في كتبهم التي بين أيديهم والأسقف والأسقف كاهن موكل إليه الأمر وهو كما يزعمون في كنيسته نائب عن المسيح ومن ثم له حق الرياسة على الكهنة الرياسة على الكهنة الذين هم تحت إدارته ويقيم الكهنة لشعبه والمعلمين ويدبر أمورهم حزاء هو الذي يحذر الأشياء ويقدرها بظنه ويقال للذي ينظر في النجوم حزاء من قبل هذا لأنه ينظر في النجوم وأحكامها وأحكامها بظنه وتقديره فربما أصاب الفنش هو الفنس السادس ابن فريديناند أحد ملوك النصارى شن حروبا على المسلمين في القرن الخامس الهجري فاستولى على قشتالة وغيرها من بلاد الأندلس ثم دارت بينه وبين المسلمين معركة الزلاقة في سبته سنة 479 هجريا انتهت بانتصار المسلمين عليه عندما اتحدت جيوشهم عندما اتحدت جيوشهم فاجتمع ابن عباد ابن عباد مع ابن تاشفين وحقق الله لهم النصر عليه حسين بن عبد الرحمن السملي أبو الهزيل الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر مات سنة 136 هجريا عبد الله بن شداد بن الهاد الليسي المدني ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكره العجلي من كبار التابعين السقاط مات بالكوفة مقتولا سنة 81 هجريا فصل وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أيضا إلى ملك مصر المقوقس ملك النصارى في ذلك الوقت بالأسكندرية وكان وكان رسوله إليه حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه قال حاطب قدمت على المقوقس واسمه جريح بن مين بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا تعتبر بك قال هات قلت إن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير منه وهو الإسلام الكافي بعد ما سواه إن هذا النبي دعا الناس إلى الله فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منه النصارى ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل وكل من أدرك نبيا فهو من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه فأنت ممن أدركت هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به ثم ناوله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ قال خيرا قد نظرت في هذا فوجدته لا يأمر بمزهود لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب ووجدت معه آلة النبوة ثم جعل الكتاب في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى خازنه وكتب جوابه وكتب جوابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علمت أن نبيا قد بقي وقد أكرمت رسولك وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة تسمى الدلدال فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته واصطفى الجارية الواحدة واسمها مارية القبطية لنفسه فولدت منه إبراهيم وأعطى الأخرى لحسان بن ثابت فولدت منه عبد الرحمن وعاشت البغلة إلى زمن معاوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه قال محمد ابن سعد حدثنا محمد ابن عمر قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن أبيه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة بعث حاطب ابن أبي بلتعت إلى المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية وكتب إليه معه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام فلما قرأ الكتاب قال له خيرا وأخذ الكتاب وكان مختوما فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى خازنه وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جواب جواب كتابه ولم يسلم وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم ذكره فكل من الملكين عظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضع له ولكتابه واعترف بأنه الرسول المنتظر الذي بشرت به الأنبياء عليهم السلام وقد كان المقوقس يعرف أنه حق بما يسمع من صفاته من أهل الكتاب ولكن ظن بملكه ولم يؤمن وكان قد خرج إليه المغيرة قبل إسلام المغيرة فحدثه بذلك قال محمد بن عمر الواقدي حدثني محمد بن سعد قال محمد بن عمر الواقدي حدثني محمد بن سعد الثقافي وعبد الرحمن بن عبد العزيز وعبد الملك بن عيسى وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن عقوب بن عتبة عن أبيه وغيرهم كل قد حدثني من هذا الحديث بطائفة منه قال قال المغيرة بن شعبة في خروجه إلى المقوقس مع بني مالك وأنهم لما دخلوا على المقوقس قال كيف خلصتم إلي من طائفتكم ومحمد وأصحابه بيني وبينكم قالوا لسقنا بالبحر وقد خفناه على ذلك قال فكيف صنعتم فيما دعاكم إليه قالوا ما تبعه منا رجل واحد قال ولمذاك قالوا جاءنا بدين مجدد لا تدين به الآباء ولا يدين به الملك ونحن على ما كان عليه آباؤنا قال فكيف صنع قومه قالوا تبعه أحداثهم وقد لقاه من خلفه من قومه وغيرهم من العربي في مواطن مرة تكون عليهم الدائرة قالوا ألا تخبروني إلى ماذا يدعو إليه قالوا يدعون إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونخلع ما كان يعبد الآباء ويدعو إلى الصلاة والزكاة قال وام الصلاة والزكاة ألها وقت يعرف وعدد تنتهي إليه قالوا يصلون في اليوم والليلة خمس صلوات كلها لمواقيت وعدد قد سموه له ويؤدون من كل مال بلغ عشرين مثقالا نصف مثقال وأخبروه بصدقة الأموال كلها قال أفرأيتم إذا أخذها أين يضعها قالوا يردها على فقرائهم ويأمر بصلة الرحم ووفاء العهد وتحريم الزنا والخمر ولا يأكل مما زبح لغير الله فقال المقوقس هذا نبي مرسل إلى الناس ولو أصاب القبط والروم اتبعوه وقد أمرهم بذلك عيسى بن مريم وهذا الذي تصفون منه بعث به الأنبياء من قبله وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحد ويظهر دينه إلى منتهى الخف والحافر ومنقطع البحور ويشك قومه أن يدافعوه بالراحي قالوا فلو دخل الناس كلهم معه ما دخلنا قال المغيرة فأنغف المقوقس رأسه وقال أنتم في اللعب ثم قال كيف نسبه في قومه قلنا هو أوسطهم نسبا قال كذلك والمسيح الأنبياء تبعث في نسب قومها ثم قال فكيف حديثه قال قلنا ما يسمى إلا الأمين من صدقه قال انظروا في أمركم أترونه يصدق فيما بينكم وبينه ويكذب على الله قال فمن تبعه قلنا الأحداث قال هم والمسيح أتباع الأنبياء قبله قال فما فعلت يهود يثرب فهم أهل التوراة قلنا خالفوه فأوقع بهم فقتلهم وسباهم وتفرقوا في كل وجه قال هم قوم حسده حسدوه أما إنهم يعرفون من أمره أما إنهم يعرفون من أمره مثل ما نعرف قال المغيرة فقمنا من عنده وقد سمعنا كلاما زللنا لمحمد صلى الله عليه وسلم وخضعنا له وقلنا ملوك العجم يصدقونه ويخافونه في بعد أرحامهم منه في بعد أرحامهم منه ونحن أقرباؤه وجيرانه ولم ندخل معه وقد جاءنا داعيا إلى منازلنا قال المغيرة فرجعت إلى منزلنا فأقمت بالأسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسألت أساقفتها من قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكان أسقف من القبط هو رأس كنيسة يوحن كانوا يأتونه بمرضاهم فيدعو لهم لم أرى قط أشد اجتهادا منه فأتيته فقلت هل بقي أحد من الأنبياء قال نعم هو آخر الأنبياء ليس بينه وبين عيسى بن مريم أحد هو نبي مرسل وقد أمرنا عيسى باتباعه هو النبي الأمي العربي اسمه أحمد ليس بالطويل ولا بالقصير في عينيه حمرة وليس بالأبيض ولا بالآدم يعفي شعره ويلبس ما غلظ من السياب ويجتزي بما لقي من الطعام سيفه على عاتقه ولا يبالي من لاقى يباشر القتال بنفسه ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم يخرج من أرض حرم ويأتي إلى حرم يهاجر إلى أرض سباخ ونخل يدين بدين إبراهيم عليه السلام قال المغير فقلت له زدني في صفته قال يأتزر على وسطه ويغسل أطرافه ويخص بما لا تخص به الأنبياء قبله كان النبي يبعث إلى قومه ويبعث هو إلى الناس كافة وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركته الصلاة تيمم وصل ومن كان قبله مشددا عليهم لا يصلون إلا في الكنائس والبيع قال المغيرة بن شعبة فوعيت ذلك كله من قوله وقول غيره وما سمعت من ذلك فذكر الواقدي حديثا طويلا في رجوعه وإسلامه وما أخبر به من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يسمعه أصحابه قال المغيرة فكنت أحدثهم بذلك وهذا أمر معروف عند علماء أهل الكتاب وعظمائهم وقد أخرج أبو حاتم في صحيحه عن عمر بن العاص أنه قال خرج جيش من المسلمين أنا أميرهم حتى نزلنا الإسكندرية فقال عظيم من عظمائهم أخرجوا إلي رجلا يكلمني وأكلمه فقلت لا يخرج إليه غيري قال فخرجت إليه ومعي ترجماني ومعه ترجمانه فقال ما أنتم فقلت نحن العرب ونحن أهل الشوك ونحن أهل بيت الله الحرام كنا أضيق الناس أرضا وأجهدهم عيشا نأكل الميتة والدم ويغير بعضنا على بعض حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ ولا بأكثرنا مالا فقال أنا رسول الله إليكم فأمرنا بما لا نعرف ونهانا عما كنا عليه وكان عليه آباؤنا فكذبناه ورددنا عليه مقالته حتى خرج إليه قوم غيرنا حتى خرج إليه قوم غيرنا فقاتلنا فقاتلنا وظهر علينا وغلبنا وتناول من يليه من العرب فقاتلهم حتى ظهر عليهم ولو يعلم من ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبقى أحد إلا جاءكم حتى يشرككم فيما أنتم فيه من العيش فضحك ثم قال إن رسولكم قد صدقا قد جاءتنا رسلنا بمثل الذي جاء به رسولكم فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه ولن يشارككم أحد إلا ظهرتم عليه وإن فعلتم مثل الذي فعلنا وتركتم أمر نبيكم لم تكونوا أكثر عددا منا ولا أشد منا قوة هامش المقوقس هو جرير بن مين القبطي ملك النصارى بالإسكندرية وكان قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام وتذكر الكاتبة الإنجليزية بيتشر أن اسمه جيرجس بن مين بيركوبوس وقد تحدثت عنه حديثا واسعا تحاملت فيه على هذا الرجل واتهمته بالخيانة مع المسلمين ثم واصلت حديثها الذي زورت فيه الحقائق وجعلت من الباطل حقا ومن الحق باطلا وذلك مع كتابها تاريخ الأمة القبطية وكنيستها إثنان تقسيم 123 طبعة مطبعات مصر بالفجالة سنة 1901 ميلاديا وانظر في القصة طبقات ابن سعد واحد تقسيم 134 و 260 والبداية والنهاية أربعة تقسيم 272 وتتمت المختصر لابن النووي واحد تقسيم 195 حاطب بن أبي بلتعة بفتح الباء الموحدة بن عمرو اللخمي يكن أبا عبد الله أسلم قديما شهد بدرا والحديبية ونزل فيه أول سورة الممتحنة لأنه كتب لأهل مكة يخبرهم بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم واعتذر وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عزره مات رضي الله عنه سنة 30 هجريا في خلافة عثمان هامش قصة إرسال حاطب إلى المقوقس مشهورة في كتب السيرة ورد المقوقس عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه فقد وردت في الطبقات الكبرى لابن سعد واحد تقسيم 260 والسيرة النبوية لابن هشام أربعة تقسيم 188 والسيرة الحلبية ثلاثة تقسيم 280 إلى 283 والبداية والنهاية لابن كثير أربعة تقسيم 274 بسند حسن غير أن عبد الله بن عبد الله القارئ راوي القصة مختلف في صحبته كما قال ابن حجر في تهذيب التهذيب خمسة تقسيم 305 وستة تقسيم 223 إلى 224 كما عزاه في أربعة تقسيم 272 إلى البيهقي وانظر صبح الأعشى ستة تقسيم 467 والوفاء لابن الجوزي إثنان تقسيم 717 وابن سيد الناس إثنان تقسيم 265 إلى 266 وشرح المواهب اللدنية ثلاثة تقسيم 348 إلى 350 وسيرة ابن دحلان ثلاثة تقسيم 64 إلى 66 ونصب الراية للزويلعي أربعة تقسيم 421 إلى 422 وأعلام السائلين صفحة 80 إلى 81 وزاد المعاد واحد تقسيم 122 هامش القفط من ولد حام أهل ملك بديار مصر واختلط بهم طوائف من اليونان والعماليق والروم وغيرهم وكانوا سالفا صابئة زوي هياكل وأصنام ومنهم علماء بالفلسفة ولقبت ملوكهم بالفراعنة انظر البداية والنهاية 10 تقسيم 317 وابن الوردي 1 تقسيم 116 والمصباح المنير 2 تقسيم 669 وفيه القبط بالكسر نصارى مصر الواحد قبطي هامش ذكر الدكتور رؤوف حبيب مدير المتحف القبطي الأسبق في كتابه الموجز التاريخي عن الكنائس القبطية القديمة بالقاهرة صفحة 49 ذكر من ضمن الكنائس الصغرى بمصر القديمة كنيسة أبا كير ويحنى قال ويسميان أيضا باسم سيروس وجون وهما من مدينة دامنهور وتحتفل الكنائس القبطية بعيد موتهما في يوم الرابع أبيب يوم 20 يونيا انظر صفحة 49 من الكتاب السابق طبعة مكتبة المحبة بالقاهرة وهي مكتبة خاصة بالكتب النصرانية الآدم جمعه آدم بالضم وسكون الدال جمعه أدمن بالضم وسكون الدال وهو اللون الذي بين البياض والسواد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر